يا صباح الخير والامل والسعادة على احلى دكاترة في الدنيا دكاترة التالت سنة معكو دكتور مينا حنة وخلاص تقريبا من فن شيرب برودكشن النهاردة هنقف الكسة المنستر سايكل مع بعض وكمان هناخد الفيرتوليزيشن واول مرحلة في البريجنانسي وبكده يبقى الحصة جاية ان شاء الله فضلنا حاجة بسيطة جدا وهي الامبريونيك وكمان هنحل شوية اكتر في اسئلة المعاصر كانت على الاجزاء دي كانها باوي دي خفيف ماشي مع القضية يبقى احنا كده الدنيا معنا حلوة جدا 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 طب يلا بينا يلا بينا ما نطولش مع بعض بص يا سيد اول حاجة بس البورت دوت ما ينفعش يتقسم دي ناصحتي مني ليك يعني لازم ناخده كله على بعضه ما ينفعش تقف في نصف تطلع تروح تاكل تشرب تخش الحمام معلش البورت البورت ده لازم انا وانت ناخده مرة واحدة على بعضها وهي قصة المنستر سايكل البورتات اللي بعدها سأل انك تقسم فيها لكن باردة بالذات ارجوك يا دكتور لازم تاخده على بعضه لان انا هعمل الرشدة بتاعته من الاول فهتساعدك حلوة اول انك تفها من دنيا ايه واحدة واحدة يلا بينا يلا بينا بس يا سي احنا النهاردة بتتكلم عن ايه كان حاجة اسمها بريدينج سايكل ايه بريدينج سايكل واحدة واحدة بريدينج سايكل طب ككلمة كلمة بريدينج يعني تقاصر سايكل يعني دورة التقاصر حلو يعني ايه بريدينج سايكل هي عبارة عن ايه بريدينج بريدينج سايكل هي عبارة عن ايه بريدينج 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 بري ينشط فيها وبينتج هرموناته زي مسلا الاستروجين وبروجسترون والقصص اللي احنا كلمنا فيها ودايما بينشط في اوقات ثابتة يعني مسلا لما جينا نتكلم عند حراك في الدورة بالنسبة لي مسلا زي الاسد دي بتنشط كل سنة مرة هو بتجوز كل سنة مرة لو عندك لاب قطة مش كل يوم بيقط صح تلاقي دايما في وقت معين انت عارفه لو انت عندك لاب قطة الوقت ده مسلا بيحصل فيه عملية تقاصر جنسي يبقى هو وقت معين فالقصة في كده هي بريود ايه بريود انويش اللي فيها بقى ايه الاوفاري بكم ريجيورارلي اكتف ايه بكم ريجيورارلي اكتف يعني نشط بايه عند حضرتك بانتظام يبقى تاني يبقى في تكيرها تاني بالبيئة هي عبارة عن ايه بريود هي عبارة عن بريود بريود يعني تعتبر وقت الوقت ده بتعمين ده وقت الاوفاري انه يشتغل حلوة قوي طبعا معنى ان الاوفاري اشتغل يعني السيكشوري بريوداكشن يشتغل بتتزامن بتتزامن مع ايه مع السيكشوري بريوداكشن الميتينج التقاثر الجنسي طبعا ما في بيضا خارجة ساعة كده يا شباب يتلحق ما تلحقاش من فالقصة في كده بتتزامن عند حضرتك وبتتكاثر عند حضرتك بالنسبيلي ده وقت التقاثر الجنسي فهيجي بقى يسألني سؤال هنا مهم طب دكتور مينة هي دي بتحصل فين يعني كل الكائنات الحية قال لك لأ البيت تانية دي بقى مهمة قوي ايه بقى البيت تانية البيت الاولى ان هي وقت وقت الاوفاري اشتغل فيه صح البيت تانية بقى دي كلمة مهمة بلاسينتال ماملز دي بقى كلمة مهمة جدا 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 يعني مش في ايه كان حي انت بتكلم في الثاديات ايه في الثاديات يعني انا بتكلم في الكائنات اللي من الاخر عندها المامل يعني الثادي يعني عندي حاجة اسمها الرحم والرحم ده ما كان بينمو فيه البيبي بتاعي وبيبقى غزيه بالدم وبغزيه بالهرمونات والاكل يبقى هي دي معناها يبقى خلي بقى لك بقى من قصة البي دي عشان البي دي مهمة يعني معنى كده الحيوانات اللي بتبريد مايتقلش عليه بريدنج سايكل بريدنج سايكل بي بي بريود ان ويتش الاووري از اكتيفلي ريجولر وهي في نفس الوقت في يعني يعتبر الحيوانات اللي يعتبروا عند حضرتك عندهم او الثاديات او يعتبروا اللي عندهم رحم يبقى خلي بقى لك من القصة دي عشان القصة دي مهمة قوي يعني معنى كده هم عندهم يبقى تاني كده واحدة واحدة قصة سهلة جدا النهاردة وعبيضة جدا يبقى من الاول وجديد كده عند ساعاتك القصة ببساطة بريدنج سايكل بالبي بريدنج سايكل دورة التقاثر هي عبارة عني بريود حتى احنا دي ما بنسمع الكلمة دي البنت عند حضرتك تقول لك انا جات لي بريود بريود يعني وقت فترة فترة زمنية سابتة فيها ايه اللي بيحصل عمتا في الثديات ان بيجي الوقت ده الاوفر يشتغل الاوفر ده معنى انه يشتغل يعني يعمل هورمونات وبتتناسب معها قدرة التقاصل الجنسي اكيد طب هي بتحصل في كله يعني حتى مسلا الطيور الزواحي فقالك لا دي موجودة في البلاسينتال ها ماملز البي بلاسينتال ايه ماملز حلوة كلام جميل وسهل يبقى تعالى نكمل كده واحدة واحدة اهي هي عبارة عن ايه بريدينج هي عبارة عن بريود اهي عبارة عن بري وقت وقت ايه الوقت المميز في بقى الوقت ده ان الاوفري بكم ريجيولارلي اكتف انزا اضغط في من طبعا ما هي لازم تكون بالغة اني لازم تكون في اف اس اتش واللي اتش ودي دايما بريودك ان كونسيد وتتزامن مع مين طبعا بتتزامن مع اكيد لازم يعني طالما في بيضة خارجة يبقى لازم مني يستقبلها لسبرم كون في سبرم يا نلحق يا من الحقش عندها طب هي بتحصل فين شايف كلمة ايه بلاسينتال ماملز عند حلوة ان هي تعتبر في الحيوانات او والدم هنا بيكون فيه ومن الاخر ده اللي بيطلع منه الحب السري عندي يبقى تاني لحد ما وصلنا كده واحدة واحدة اهنا بنفهم كلامنا وبنعقل الكلام كلام سهل جدا يبقى هي عبارة عن دورة التقاثر هي دورة منتظمة وقت فيها بيشتغل ويطلق هرمونات وفيها زي ما اتفقنا مع بعض بيحصل ودايما موجودة معين كل حيوانات لا يا دكتور مينا موجودة بس فين في البلاسينتال مامل بالبي طب عندنا احنا كبشر طب انا يا دكتور مينا ينفع اقول ان انا عندي حاجة اسمها بريدنج سايكل انا كبنت او انا ولد وعندي اخت او ماما اقول لك بص احنا عندنا بريدنج سايكل هي اسمي تاني ليه بقى لان فيه ظاهرة مميزة جدا بتظلم وهي النزيف يعني ايه يا دكتور مينا يعني انا عندي بتيجي بنت عند حرب بيجي لها الدورة الدورة دي بتتمثل في ان اللي هي زي ما اتفقنا كل كل 8 يوم صح واحد يناير يريح فيبراير واحد مارس يريح ابريل واكسر زي ما اتفقنا شهر اه شهر لا شهر اه شهر لا شهر اه شهر اه شهر لا زي ما اتفقنا كل شهر بطلع بي bastardه واحدة بالتناوب بينه مش ده اتفقنا هتقول لي اه يعني اوقت هو ثابت مضبوطة انت اشتغلت يناير هتريح فبراير يوم ده شغل فبراير يريح مارس يوم ده شغال مارس وهكذا كل واحد شغال شهر ومريح شهر عشان التانية يشتغل حلوة فدايما هي بريو وقت ثابت الوفر يشغل فيه ولكن في حاجة غريبة لو ما فيش افة في الانبول ايه لو ما فيش افة في الانبول لو ما فيش في قناة فالوب ايه اللي هيحصل يا دكتور مينا والله يا دكتور لو انت مرحقتش الاوفا بالسبرم ما فيش ميوزز اثنين ما فيش زايجوت ما فيش سيل ديفجن ما فيش طب هو يبقى نهايتها ببي ايه طب هلو مش بريجنانسي بليدينج مش كله بقى ان فيه حاجة غريبة النزيف بيجي للست عند حضرتك بكثرة بقوة تقعد تنزف عند حضرتك لمدة اربع تيام مش قال من تلاتة لحد خمسة يوم فيه بنات بتوصل لعشرة تيام انا عارف بس احنا خليها في منهجنا ان يدخال منظر ظاهرة قوية جدا وواضحة جدا اسمها النزيف عشان كده بقى البريدينج سايكل عندنا احنا كبشر سميناها اسم تاني سميناها منسترال سايكل ومنسترال جاي من كلمة منستريشن النزيف يبقى انا كده رجل فاهم يبقى البريدينج سايكل بواجه نعام هي في وقت بريود بريود الاوفر اشتغل فيها والاوفر اللي اشتغل اشتغل بانتظامه معها كدرة ايه التكاثر الجنسي ولكن ظهرت فين؟ في البلاسينتا المام عندنا احنا اهو طبعا احنا منكلم على القرضة القريبين من البشر زي انسان الغابة اسمها ايه بقى؟ بالام من عن خربك من حتة دي يعني نزيف ان الظاهرة بتاعة عند حرك دورة التكاثر دورة التكاثر دي اهي الضورة دي دايما زاهرة عندنا في البشر بظاهرة النازيف يعني ما تيجي تقولك إيه ماذا ei يقوت لها بيريو أيها يعني انا شايفينها بتنزف دم زي كده لمؤاخزة كده في الكلمة الاعلانات اللي ات بتشوفها كوني متحررة اعلانات عند حررتك والباد والحاجات دي كلها هو ده اللي بحصل الاعلانات دي فكريتها يقولك ماذا يقلنا لها بيريو يعني إيه جالها بيريو مش ف Choose يعني جالها نازيف ايه ايه في البريود اللي جالها هذا الفكر يبقى هي الفكرة في كده دورة التقاصر مربوطة بظاهرة قدام عيني انا شايفها وهي ايه وهي عند حضرتك انتاج او تساقط الدم بالنسبة لي من الرحم يبقى انا كده فهمت القصة واحدة واحدة يبقى تاني من الاول شوف انا ماشي معاك واحدة واحدة عايزك تتخيل القصة القصة سهلة جدا جدا اني انا عندي فيه حاجة اسمها البريدينج سايكل هي قدرة التقاصر او دورة التقاصر ان هي بريود دي وقت الاوفر يشتغل فيها وقت منتظم زي ما انت فانا مع بعض والاوفر اللي اشتغل طلع هرموناته يتززم مع السكشول ايه حلو او وكده كده الاوفر اشتغل وقدرة الجنسية ظهرت بين الفرد من الراجل والست طالما فيه اوفر هتخرج بقى فيه سبرملازيم الحق هتظهر معاك فين هتظهر في البلاسيمتا المامل يعني يعتبر الحيوانات اللي عندها ما شيمة او بالبلد فيه رحم عندك بالبلد بتولد ما بتضدش طب انا كانسان الموضوع مختلف عندي مختلف عندي في ايه دا كاترة اني انا كهيومان ما تنسهاش او هيومان بالمان ايه انا كهيومان عندي حاجة اسمها ايه بقى منسترال سايكل ايه منسترال سايكل طب ليه ما تقالش عليها بريدينج سايكل وفتكر ام ام ايه منسترال سايكل ليه ما تقالش عليها بريدينج سايكل لان الظاهرة دي بتنتهي قلتلك ببي بليدينج في حاجة مميزة جدا بتظهر هي الفكرة في كده ظاهرة النزيف هي دي الفكرة ما ستت تقولك انا عندي بيريود ايه يعني ايه بيريود يعني ايه انا جالي بيريود ده معنى ايه فاهمين المنظر عايزك ديك تتخيل لما انا جقولك واحدة جالها بيريود ايه جالها بيريود يعني ايه جالها بيريود يعني فيه وقت منتظم عند حضرك الوفر اشتغل فيه وفي نفس الوقت مع انتظامه فيه نزيف حصل هي الفكرة في كده فهي ظاهرة هي دي قصة ظاهرة مميزة جدا فينا كبشر هي ظاهرة النزيف عندك يبقى انا كده فانتهي لك ببساطة جديدة طب نرجع نكمل كلامنا اهو اديني بقى مثيلة عالكلام ده بيقولك مثلا بريدنج سايكل احنا انتفقنا اهو اكتب لنفسي هي مين اي حاجة بتولد زي ما انتفقنا مع بعض حلو زي مين مسلا قالك زي اللاين والتايجر طب هنا بقى الدورة دي اللي انت بتقول عليها البريريو دي بتحصل كل دي كل سنة مرة يعني كل اتناشر شهر استنى انا كل اتناشر شهر بديك ايه بيضة نص سوا ايوة خلي بالك من الحتة دي ما هو ممكن يلعبك لعب تانية يعني انا كل اتناشر شهر قديك ايه بينشط مرة واحدة بيضة بنص السوا تطلع عند ضحرك ويتلحق ما تلحقش طب لو هنقول قلي مرتين في السنة مرتين في السنة يعني كل قد ايه يا دكتور مينة كل ست شهر يبقى كل ست شهر تديني يعني تديني مرتين في السنة طب هنتكلم في رابط ورات وفتكر رابط ورات قال للرابط ورات كل شهر استنى كل شهر يعني كل تلاتين يوم خلي باك لان انا مختلف عنهم انا كإنسان تمانية وعشرين يوم كل تلاتين يوم تديني secondary oocyte بالبلدي يعني secondary oocyte هنا بيطلع 12 مرة في السنة يعني هنا بيطلع مرتين في السنة هنا بيطلع مرة واحدة في السنة هنا بيطلع 12 مرة في السنة يبقى دي حاجات مهمة جدا لازم انا بقى مركز ايه فيها عن ساعة طب حلو هل بقى في الانسان احنا عندنا اسمها breeding cycle قالك بص هي برضو عندك حاجة اسمها بريود اه عندي بريود بتحصل كل كل 28 يوم ومليش دعوة بماما او اختي اللي بيتدورة مبدري او متأخرة عندها انا عارف لان في ناس مسلا تقولي دكتور مينا انا كبنت دلوقتي مسلا تبعاتلي او يبعاتلي عند حرارك يقول لي بابا انا بقرة مسلا او بشوف او حالات او ايا كان احنا كان في حاجات يعني الطبيعي اللي هو كتاب عند حرارك طب مسلا او كتاب مدرستك بيقول ايه فهو التبكال كل 28 يوم ايا كان اتأخرت اتبضرت ما هو كل جسمه ليه حالاته او كل قانون ليه حالاته الشزة فده طبيعي جدا مفيش حاجة في البريودش بتبقى صح وغلط ولكن احنا هنتحدى مع التبكال بتاعنا ان كل 28 يوم في بريود وهي وقت انتظمت في انه بيشتغل ولكن خلي بالك في 28 يوم انا عندي ايه يعني الوافر الواحد بيشتغل كل 65 يوم ده حتة مهمة اه شغال 28 وواقف مستني اللي جنب 28 ما انتفقنا في كده ما يعملوش مع بعض يعني ما فيش حاجة سماء كده دي لا يا كده الله ينور عليك كده 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 هي دي الفكر انت تاخد يناير انت تاخد فبراير خدت دورك في فبراير انا ااخد ايه مارس وهكذا يبقى هو فعليا بيشتغل شهر ويريح شهر زي ما انتفقنا مع الله يعني كل 56 يوم المشكلة بقى في ايه ليه ما سمهاش بريدنج سايكل في البشر اسمها منستر سايكل لانها عادة بتنتهي بايه ببليدنج ففكرة الست لو انا عندي واحدة مسلا ما بتفهمش خالص واحدة ما لاش في البيولوجي ست جهلة فكرة ان البريود عنده دورة التقاصل بالنسبة لها ظهرة في ايه هي شايفة ايه جسمها حصل نزيف بليدنج اهو ايه فرتلايزيشن دازنت ايه حاب لو ما فيش ايه في الانبول عشان كده تسمت باسم ايه دا كاترة المنسترال سايكل الدورة الشهرية والدورة الشهرية ان الاوفري بيتبادل عند حضرتك مع اللي جنبه كل 28 يوم يديني بيضة عادة البيضة ديت لو ما حصلاش ايف في الانبولة لو ما الحقتهاش هتنتهي بنزيف حاد او قوي وظاهرة قوية جدا ووضحة في البشر كده انا فهمتك القصة كلها باختصار شديد كمقدمة عند ساعتك الانبقى تاني لحد نوصلنا هيا ركاب سريع هتقولي بريدنج هقولك بلاسينتا المامل هتقولي ايه هي بريدنج وقت وقت الافريش تغال فيه باكتف ريجلار بانتظام وهنا كونسيد تتزام مع سيكشوال برودوكشن حلو قوي دي مين كل الحيوانات ها دكتور مينا لا 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 خالص دي كانت مين ها البلاسينتا المامل بالبي طب انا عندي بريد اه عندنا بريد بس بريد بتاعتنا فيها قصة غريبة هي كل 28 يوم خدوة هات اوفري شغال و اوفري مرايح ماشي بس فيها ظاهرة غريبة انا عرف منين اوفري شغال و اوفري مرايح ان اندهاء دايما لو مفيش اف في الانبولة مفيش فرتليزيشن ملحقتش الاوفا بتاعتك هتموت و كل الدم اللي في الرحم هينزل ملوش لازم زي ما قلتلك ده دم فاسي فالقصة هنا ان الدم اللي نزل دم كتير جدا فدايما البريدينج سايكل مربوطة في نهايتها بنزيف فاحنا بنقول عليها خلي بالك يا دكتور عشان تبقى فاهم احنا بنوصف الحاجات اللي العلماء شافوها لأول مرة وبعد كيف تدو يفهموا بقى القصة فانا شايف ان الست بانتظام في نزيف بيحصل مع نظام او مع انتظام عندك طيب تكملة ان القصة ايه بقى قصة طبعا زي ما قلتلك اهي بالام ما هي عند حضرتك مان ما تنساهاش طبعا وبرضو مين في الام هاير عند حضرتك اهي مان ومان ما تنساهاش عشان ممكن يجيلك تلاقي وتلاقي طبعا اختار طيب وقتها سابت طيبا شايف كلمة يعني امليش دعو بل 28 يوم دايما هتحصل امتى بعد اكيد طبعا التلاتين سنة عند حضرتك من اول بالنسبة لي 12 15 ل 15 سنة زي ما اتفقنا مع بعض من اول سن البلو لحد 45 50 سنة ده الوقت بتاعنا اللي احنا متفقين ايه عليها عن ساعتك او دي في القصة دي اللي بيحصل لكن يجي السؤال مع تحولات والبيضة المستويه عند حراك نص سوى او البيضة بقشرتها منص سوى دي ايه المميز في قصة البيضة دي ان البيضة دي مع خروج الاستروجين زي ما اتفقنا ابتدى يعمل بلد 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 بيبني بيئة مناسبة لإيه للبيبي بيبني إيه جوه الرحم جوه بتاع تحسها في اندومتريام يبقى شايفت يبقى قدام الاوفاريان سايكل في يوترين سايكل يعني انت بتعمل حاجة في الاوفاري وبتعمل حاجة فين في الرحم طب كمل قصتها دكتور مينة البيضة اللي استود بقشرتها دي البيضة المنص سوى بقشرتها دي اللي عملت الاستروج اللي بانت اللي ايه الاندومتريام هتفضل كده مستوية وقعدة محلك سيرف الجرافين فولكل لا هيجي مين اللي اتش لابريتزا او فك الجيت بقى سي خرج الساكندرقوسايت ومعك يومين يتلحق يا ما تبحث زي ما اتفقنا طب والساكندرقوسايت خرج ها وبعدين قال لي والله وبعدين فك الجيت بقى سي بقى حاجة اسمها كوربوس ليوتب وكورب بباس ليوتب ما هيعمل ايه يا دكتور مية باب 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 بروجستيرون ان البيضة اللي خارجة دي ممكن تقابل سبيرم يا عالم احنا مش عارفين طب وها لو قابل تبقى في بيبي يبقى لازم نم لرحم اكتر بالدم يبقى شايف المنظر انا عملا اعمل حاجة هنا واعمل حاجة هنا اللي هتعمله في الوفري هيسمع في اليوترس انت عملت استروجين بنى ايه بنى الاندومتريام من جوه عملت ما هي بي ما انا قلت لك اخيرها ببي يبقى فعلا بسوا كده الكلام لما تيجي تتكلم معي ان هي بيقول لك الوفريان ان فيه واحد من هيشتغل في الفاترة دي ما هو دايما واحد شغال التاني مريح طبعا بيني وبينك ايوه احنا ناسبقينا فهمة كويس الحكاية عشان بنك المعرف السايكل دي شوفها ايه كده كده هيشغلة في اهو الوفري كده كده يا باشا اداني بيضة نص سوا بقشرتها بس مع قصة دي في قصة تانية اليوترين سايكل ان انا بعمل ايه بعمل ايه بعمل ايه من جوه الاندومتريام ببنيه من جوه هو ده الفكر انا بصنع حاجة من جوه عندك وهي الاندومتريام بالنسبة لي انا كده راجل تفهم القصة واحدة واحدة طب ما فيش اف في الانبول ما فيش اف في الانبول اهو اف فرتيرايزيشن لو الفرتيرايزيشن عند حضرته والبريجناسي دونت هنا بقى ظهرت قصة الام الظاهرة اللي بانت ان كل ده بيحصل بانتظام الاف س اتش والالل اتش والاسترش وملايا باشا الرحم بالدم الكل 28 يو وبعدين بس كل ده ملوش لازم ما فيش السكندر وصايت بقت اوفم ما فيش اوفم بقى زايجوت ما فيش سبيرما اصلا موجود في القصة لسه يا عم هي بنت بنوت لسه هي ما اتجوزتش اللي اتجوزته ده مسافر برا حيسم مسافر برا واميرة قاعدة مستنيها ايا كان الظرف عند حضرتك فهنا بقى السؤال ايه اللي هيحصل كل الدم اللي انت حطه في الرحم ده ما لقاش ليه لازمة دم فاسي دم انت مش عايزه اصلا فايه الطبيعي ننزله هو والسكندر وصايت اللي مات الديجنريت فبوسوا بقى اللي حصل ايه اللي حصل الله الاندومتريا ما هيحصله ايه ديجنريت and fall with the remains of the oven ما قاله in a bleeding at the end of the face فيه الفكرة في نهاية كل دورة نزيف فهي الفكرة في كده فالنزيف يعتبر حاجة ظاهرة ثابتة ومنتظمة مع نشاط الـ ونشاط الرحم هي الفكرة في كده فكل مرة الـ والرحم هينشطه وما فيش سبير هتنتهي بنزيف ونيجي اللي بعد واللي بعد واللي بعد عشان كده ربطنا كلمة دي بالكلمة دي كلمة ministration ربطناها بكلمة عند حضرتك ministral cycle اني دايما في حاجة منتظمة وسبتة عش كده العلماء او الدكاترة النساء يوم شافوا الدورة الشهرية او يوم رأوا لون اسهل حاجة بتظهر لهم دايما كل شهر ايه يعني بيعرف منين الستة دي دورت الطبويت بتاعتها تمام او عرفوا منين الـ ده الشغال كويس ان عادة في حاجة بتنتهي بيها وهي administration او النزيف ففضلنا على هذا الاساس وسميناها اهي كلمة ministration ministration يعني النزيف عندك طيب ايه بقى مراحل المنسترسك يعني الدكاترة بقى لما حابوا يقسموها يعني ماشي انت على كلامك في شغال هيديني بيضة نص سوى باشرتها ماشي زبطتها عند حاجة في الجرافين جات بقى كده عمل بقى فيه مالينا الرحم بالدم حلوة وتنتهي القصة في الاخر بكلمة ده اللي انت قلت وهي ايه نزيف طب حلو عايزين بقى نقسم الدين يعني انا شايف النزيف اه بس النزيف ده اول خطوة اخر خطوة ان ماشيها ازاي نقسمها ازاي بس العلماء قسموها على تلت مرحل مرحلة اسمها او بنقول عليها ومن اسمها حتى دي مرحلة يعني دي مرحلة إنك تديني بيضة ايوة نص السوا باش رائدها السل ديفجن إنها تتقسم البيضة إن برايميروسايت يبقى ساكن الروسايت وإن جراف فين فوضك اللي يتعامل هاي دي فكرة فهي دي مرحلة اولاو خالبك كلمة برو ليفريشن كمعنى كلمة يعني الانكسام السل ديفجن إنها تتقسم تندق عند حرارتك واحد عايش واحد ميت زي ما قلتلك ساكن الروسايت طب بعد ما عملتها طب ويد يعني إيه طب ويد يعني البوايدة تخرج دي لها اسم برضو اسمها يعني أنا دلوقتي هخرج اللي البدا بتاعت اللي هي الساكدر قصيد وإيه تلحق يا ما تلحقش وحطت إيه دي أنا خد كده مستعمل طب ما فيش اقفل في الأنبولة خلاص يا باشي اقفل بمين بالظاهرة المميزة في البشر اللي هي اسمها إيه بقاها مأمأ منستريشن ومنستريشن يعني بليدي النزيف فالقصة سهلة وعبيطة وإنت واخدها معايا من شعر تسعة من قائم الهرمون إحنا بس دلوقتي إيه بنوضى بكلامنا ففكرة في كده يبقى أنا أول حاجة هلعب في الإف أول حاجة الإف اللي إنت تعمل الجي إف بعد كده فكي جي تبقى سي البيضة هتخرج يا لحايا ملحاش يا إف في الأنبولة يا بليدي هاي دي الفكرة بتاعدي عشان كده دايما لما بنيجي نوصفها عارف باب أعملها زي إيه الشراط المرور هتولي الشراط المرور أقول لك آه حضرتك دايما بتعمل إيه ها أول حاجة أقف صح؟ إيش ده الانتظار؟ كف؟ أقف طب بعد كده أنتظر صح كده؟ بعد كده إيه؟ أتحرك دايما في خطوات موتفكين عليها وهي أول حاجة عملية انتظار انتظار البوايضة حضرتك بتنتظر البوايضة إنها تجهز بعد كده هتحركها إف في الأنبولة مفيش إف في الأنبولة خلاص يحصل إيه؟ منستريشن نازيف وتقف عشان تعيد تاني من أول وي وجده فهي دايما كده عشان كده دايما نحفظها كوي أي منستريسيك الحاجة باتنين إمبو إيه؟ إمبو صح؟ إيه بص كده إمبو أو بوم مش فرقة مش فرقة ليه؟ ما هو أنت كده كده لازم تعدى على الثلاث نقاط يعني أنت أول حاجة هتوقف في الإشارة وهتنتظر في الإشارة وهتتحرك طب بعد ما تحركت ترجع تاني توقف بعكها تنتظر بعكها تتحرك أو ممكن أقول أنتظر أتحرك بعد كده أو أفتان أنتظر أتحرك أو أفتان مش فرقة عشان كده اسمها سايكل سايكل يعني إيه؟ دايرة يعني النقطة البداية هي هي نقطة النهاية المهم إنك تمسك نقطة تبتدي وتنتهي إيه؟ عندها ولكن دايما في إجرافاتنا ما تنساش إمبو إيه؟ إمبو أهم هي دي إمبو بتاعدي إم بي أو مينستريشن بروفريشن أو فيوليشن فتعال بقى واحدة واحدة ننظم الدنيا عندك وافتكرها أرتها إمبو أرتها بوم مش فرقة ابتدت بالم تنتهي عند الام ابتدت بالبي تنتهي عند البي المهم بتاخد التلاتة فهمين المنظر؟ يعني م بي أو ام أو بي أو ام بي مش فرقة هي دورة وسنبتها المهم بتاخد بداية في السؤال وتنتهي عندها كل 28 إيه؟ يلا بينا واحدة واحدة تعالوا نفرطها ونقسمها مع بعض بص يا دكتور عادة عادة أنا بحب في دي بالذات أبتدي بالركاب يعني ننظم ركاب المعلومات القديمة كلها ونوضبها قبل ما نخش في إيه؟ في الجرافات بتاعتها يعني إحنا لو زبطناها كده بس الأول هتلاقي الدنيا تفاعل زي ما قلتلك أي دورة تقرأ من حاجة اثنين يا إيه يا إيه ها أسمعك يا بوم ينبو إيه؟ يا بوم ينبو براحتك المهم النقطة اللي هتبتدي من عندها تنتهي عندها ده اتفاقنا مع بعض النقطة اللي هتبتدي من عندها تنتهي إيه؟ عندها فييلا بينا دورتنا بوم إيه؟ دورتنا بوم ويلا نبوم إيه باشا بس في واحدة واحدة جديد إنت قلتلي خلي بالك اتدورة حاجتين أو فاحنا نمشيها واحدة واحدة تعال نبتدي أهو انت قلت ليه؟ أنا عندي تلات حاجات صح كده إيه دا كترة تعال نتخيله أنا مثلا هبتدي بوم هكتب لك المرتين مرة بوم ومرة نبو عشان تبقى الدنيا معك مصبوط أدي البوم بي صح كده؟ أو أم متطفق معايا كلام نساه حالو البي اسمها إيه بقى؟ أو لها اسم تاني فولوكيلر فيز حالو أو 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 ليه اسمي تاني خلي بالك عشان تبقى فان برضو الاسمين عشان لو جالك أي جراف وخالي بقى في فرق بين كلمة ومينسترال ساكل منسترال ساكل دي تاخدها باكتج كلها بوم أو مبو كلها على بعض تلف الثمانية وعشين يوم نكلم عن نزيف بس البليدينج بس طيب نبتديها بقى واحدة واحدة قال لي بوسيسي أول حاجة تعالي نبتدي بال شايف أنا أعمل لك حاجة أنا كنت بقولك الإفات دي عبل كده شايف الإف دي والإف دي بدايتنا إف نهايتنا إي في نص جي إه تاني بدايتنا إف نهايتنا إي في النص جي لو ركزت في الإفت دي أتلاقي نمسك إنه أنت عارفه أصله بدايتنا إف 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 إح إف س إتش عشق مقول لك فولوكيلور فولوريشن أهو فولوكيلور روليفرريشن شايفها strike شايف انطاقها برو فوليفرريشن أو فولوكيلور إنه أنت تعمل إيه تعمل ايه بالFSH تعمل بيضة نص سوا بإشرة هل هي إيه GF أيوة أيوة يا دكتور مينا فاكرها طب استنى استنى وانا عرفت انها ستوت إزاي عملت أستروجين طب ما خلصت بدايتنا F نهيتنا إيه بدايتنا FSH نهيتنا أستروجين وفي النص GF صح قصة تفحة تفحة يا بني تفحة من الصياحة ولا أي حاجة يبقى تاني بص بقى انا هكتبها اهو نكتبها مثلا من فوق بلون تاني هنا اهو بدايتنا عند حضرتك بدايتنا F وانهايتنا E وفي النص ها G لما اجا ترجمها اهي النفس ان انا بحكي على عندي FSH ساعة كده يا شباب الFSH ده هيعمل GF الجي اف هيعمل استروجين طيب هو ده اللي حصل هو ده اللي حصل في القصة دي ان انا بالنسبالي القصة المطالب بساطة ابتدت بظهور مين ها FFFSH اهو فعمل مين ها GFFF اهي طيب وانا اعرف منين البيضة دي استوت اصلا ان مين لازم يطلع ها الاستروجين صح كده وما تنساش بقى حاجة خدناها في الهرمون وانا بنرجحها في القضية بتاعتنا وكصاصنا نازل بالبوستف طلع بالنجف ما هو الFSH ده دوره يعمل ايه ده دوره دوره يصنع الجرافين فولك اتعاملت الجرافين فولك ويا عم قطر الف خيرك وطلعت الاستروجين الاستروجين يعمل ايه بقى يوقف الFSH شايف المنظر هادي القص ان يعتبر هنا الاستروجين ناجاتيف فيدباك على مين على الFSH طبعا ما هو الفكرة ده ما كنت بقولها لك انت عرفت منين ان البيضة دي استوت عرفت منين الFSH نجح ان الاستروجين ده كترة بيوصل لاعلى لفل في المدة خمسين ساعة في الست خمسين ساعة يعتبر يومين وحبة يومين وكسر يومين وكسر علين قوي الاستروج دي بقى علين عشان يوقف الFSH خلاص يا عم استوت خلاص كفاية اطفع عليها خلصت انت FSH ارتاح خلاص كترة خيرك انت عملت عشكده خلي بقى لك الاستروجين مهم جدا هرمون تنظيم الدورة كده ما دي مهمة اوه هتفهمها دلوقتي تنظيم الدورة يعني هو اللي منظم الدنيا يعني هو اللي وقف الFSH خلاص انا عم انت عايزة استوت خلاص البيضة اني نفسك فيها كتملت والبرامر اوو سايت بقى ساكان دلوق اوو سايت خلاص خلصت يبقى تاني يبقى القصة هنا لحد ما وصلنا يبقى انا البروليف فريشن او فولوكيلر فيز بدايتنا F نهايتنا E في النص جي انا ابتديت بي الFSH وده طالع بالبوسطف حلو على مين عالجرافين فولك يلا يا برامر اوو سايت واحد لواحد مايوزز واحد برامر اوو سايت تديني واحد عايش واحد ميد ساكان در اوو سايت فورس بولر باطل حلوة استوت طب لما تستوي عرفت ان انا استوت ما ده السؤال لازم تفكر فيه عرفت ان انا استوت بمين الاشرا بتاعت الايه ساكان در او سايت فيه اشرا بتنضج عدد الخلايا فيها كتير انتاج الاستروجين عالي عن ساعتك عشان جدا خلي بالك من الحتة دي مثلا لما اجي ارسمها لك لو تخيلنا مساء عايزين نرسم الصورة بتاعت البضاء بتاعتنا تليها عاملة كده مسلا نحطه فوق بص المنظر ده اتمنى تكون تخيلت اللي انا عايز اوصله له هو ده جوه دي مين اللي جوه دي يا دكتور مينة هي الساكندري ايه اهي دي ما خلاص بقى ما البضاء واستوت خلاص كالترخيرك نص سوا اللي عليها من برة ده ايه اشرتها خلايا كتير 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 على الساكندري او سايت من برة ما هو دايما البضاء بتاعتك عليها اشر ما احنا اتفقنا عليها غلاف والغلاف ده هو الساكندري ايه او سايت عليه حاجة اسمها تعال بس ناخدها لون تاني اهو او ناخدها اسود ده كده كله اسمه فلوكيلر ايه سلزع عن ساعتك اهو ده بقى اللي بيعمل ايه هو ده اللي بيطلق الاستروجين فخلي بالك من الحتة دي ان هو ده اللي هتخرج لك الايه الاستروجين هو ده اللي بينتجي الايه الاستروجين بتاعك ما هنه هعرف منين اللي جوه اتقسمت يعني ده هعرف منين هتقسمت وبقت ساكندري او سايت منين اللي بره كمان اتقسم ان اللي بره خرج الاستروجين بتاعي عن ساعتك طب كلام جميل كلام جميل فيه حتة بسم هون ما خلي بالك الغلاف ده بيتقسم بالميتوزز يعني بيقطر عدد الخلايا قوي عشان ينتج استروجين كتير مش كيف بقولك خمسين ساعة دي الاستروجين ببقى فيها عالي ليه؟ لان الجدار بيبقى مليان بخلايا كتير قوي عليه عند نحرك دي بكت اسم باستمرار يبقى نرجع تاني قصتنا من اول وجديد يبقى احنا اتفقنا ها بروليف فريشن قلنا هي اه سوري قلنا هي فولوكيلر فيز فالبروليف ريشن ان انا بأسم بدايتنا زي ما اتفقنا اف ها نهايتنا اي وفي النص جي ان انت بتدي نازل على البرايمر اووصايت هتبتدى تخليها تتأسم واحد عاش واحد ميت ميوز واحد تاخد واحد بس ميوز واحد بضا نص سوى واتفقنا تدينا الجرافيين فالكل وما تنساش اشرتها اشرتها ايه اللي اشرتها دي دكتور ميناء اني لازم يعفيل طيب السؤال بقى هنا دكتور ميناء الوقت ده باخد قد ايه من 28 يوم باخد 10 ايام ياه 10 ايام بتساول بيضاء اه عشر تيام انا كل اللي بعمله ان انا اخد الفس اتش يبتدي يختار اوفر من الاتنين خلي بالك لازم دي نقطة مهمة ما مش اتنين هنشطوا مع بعض في واحد من الاتنين يشتغل طب يبتدي عند حرك لو اخترنا مثلا ليفت يبقى الرايت مريح هيبتدي يختار من وسط البرامر او سايت احسن واحد وافضل واحدة اللي بتكمل معكو تندق في العشر تيام من وسط البرامر او سايت كتير اوي دول واحدة هتتاسم وتبقى ساكندر او سايت ويبني من عليها الاشرة بتاعتها اللي هي الفلوكرارسلس فالوقت يعتبر عشر تيام طيب حاجة تاني افتيكي لباوت قصة دي مهمة قوي قلتلي ايه قلتلي بدايتنا بدايتنا ها بي ونهايتنا بي ايه ده الراحة بدايتنا بلد اوف اندومتر نهايتنا حاجة اتنين بي بي يا بريجنس يا بليدنج فالاسترشن بوس بقى ليه وظيفة تاني ده غير انه هو كان ايه نيجاتيف نيجاتيف عنده حضرتك عالف سايتش ده هو بلد ايه بدايتنا بي عمل بلد بلد مين بقى بلد الاندومتر خلي بالك البيضة اللي استود ديها دكتور مينة لازم ايه لازم لما تخرج تلاقي ما كانت ايه تباد فيه احنا اتفان على كده لما يبقى يبقى وشوف بدايتنا بي اهيه يبقى تاني لحد ده ما وصلنا وكده خلصنا قصة الايه البروليفريشن عندك يبقى تعالى بس ايه نعمل خط كده لحظة عشان ما نلغبطش نفسنا اهو كده يبقى القصة كده ايه انتهت في الجنب ده كالعادي ان احنا هنقضي عشر تيان هنبتدي بالاف بس ايش اللي هيعمل لنا بيضة نص سوى باشرتها اللي هي جرافين فالكل السكندروسايت وحواليها فلوكلرسينز كتير قوي بتطلق زي ما اتفقنا هورمون مين الاستروجين عند حضرتك اهو بالنسبة لنا وقطر الف خيرك على كده الاستروجين انت ايفيس اتش نازل بالبوسطف نازل تسوي للبيضة البيضة استوت خلاص اقفل على كده اطفي الايفيس اتش واعف وانا كمان هبني لك ايه الاندومتر طب نكم اوفيوليش فكي الجي تبقى سي صح هنا دي الافي بتاعها اني انا ببدا استوت والاستروجين عالي جد حلو معنى ان الاستروجين عالي يعني ايه يعني دي اتقسمت برة وجوه اه برة اتقسمت ميتوزز جوه اتقسمت ميوزز واحد طب ما خلاص كده قانل او انها تخرج يعني الاستروجين يا دكتور مينة شوف بقى كم وظيفة الاستروجين الاستروجين كونه طفى وقفل على الافيس اتش وبانا الاندومترا ده حفز الالي اتش انه يخرق اه عشان كده اتخيل بقى لو ستة عندك الاستروجين بتاعها ولا يل الدورة ما تكملش دي البنات اللي الدورة عندها بتتأخر تتأخر اه تتأخر ليه بقى لو ده ما طلعش بالليفل المعين بتعمل لك خمسين ساعة لازم يبقى عالي خمسين ساعة عالي جدا لو ده ما عليش للمطلوب لمستوى المطلوب ده ما قالش وده ما ظهرش هيا الفكرة في كده عشان كده بقى هنا تيجي اللقطة الجاية اهي شايف الالات دي اهي مين بقى فك الجي تبقى سي تعالنا نكتبها كده النفسين هنا دكتور مينة فك الجي تبقى سي انت حافز افها كويس قوي اللي بيحصل ايه بقى يا دكتور مينة بصوا بقى الاستروجين اللي طفى على الافيس اتش وبان الاندومترين هو هو اللي هينشط لك مين زهور هرمون الالاتش شايف بقى القصة يعني هو بوزيتف في باك عالالالاتش في بدايته اه هو دوره انه هو يديك الايه الالاتش بتاعنا تبتخيل اهو هو المسؤول عن انتاج الالاتش الالاتش يزهر المرحاق دي تبتتي لان هي دي الاوفيس ليه بقى فك الجي تبقى سي لاباريت زاوفا لاباريت زاوفا فك بقى القشة فك الجي عنده حالاتك ويطلع البيضة منه والقشة الانتحاول ايه فاكر سي كوربببببببس ليوترم حلوة اوي يبقى بصوا الدورة نظم الدنيا طفع الاف اس اتش وبنى الاندومتريا ويشغل لك الالاتش الالاتش هيعمل ايه بقى اه ها لأ لأ حاجتين اول واحدة منهم بالال ها لباريت زاوفا طبعا او لباريت مين الصح الساكندر اوسايد البيضة منص سوا دي بقشرة فكه هات البيضة وخرجها حلوة اوي طب وبعد كده هيديني حاجة تانية فاكره كوربببس ليوترم ادي الالة التانية اللي انا بتكلم فيها ايه اهي بس فيه حاجة تانية كوربببس ليوترم انتنسيهاش اسمه الجسم الايه الاصفر ايه الاصفر لانه شكله بص عامل كده بالزبط عامل كده ولونه اصفر واقولك ليه اصفر دلوقتي اصفر عشان غشين في صناعة بروجيست ويفتيك الكورببببس الهرمون ده يا داكاترة بينتج بكميات مهولة كميات كبير اوي وده هرمون احنا عارفين ان هو استيرويدل منشط دهني او هرمونات دهنية عشان كده الست العرسة في نفسها دي اللي هي تلاقيها عند حاجة لو بسط لو عطس تفات اسم نصين دي لما فقاش دهون يبقى عندها مشاكل في الهرمون ده هو ليه لونه اصفر الجسم ده ليه تسمى باللون الاصفر او الجسم الاصفر انه مليان بدهون مشبع بالدهون عشان يعرف يديك مين الغاشين البروجيسترون وفتيكر هادي ما بقول عليه غاشين طيب يبقى تاني لحد ده ما وصلنا اشوف انا ماشي معاك واحد واحد ان العملت ايه انت كاسترون كونك عاني نشطيلي المين ال ال اتش انا نشطيلي طبعا لان بسبب ال ال اتش ده عند عرك يعني البيضة كده ايه استوت وجيه وقت تخرج فهتديني حلو عملت بعد كده عامل ايه لما تفكي شي تبقى سيه هتديني ايه ها كر ببببببس ها ليوتم عند حضرتك اهو الجسم الاصفل وخلي بالك كور بببببس ده لانه اصفل انه غشيم غشيم في مليان دهون هيديني هرمون اسمه بببببب بروجيستيرون طب في نقطة هنا مهمة ليه عملولك غشيم على اتنين هيطفي على اتنين اف اس اتش ولا اتش يعني الاستروجين منظم لكن البروجيستيرون غشيم على اتنين يعني ايه يعني البيضة اللي هتخرج احي مش عارفين مصرها فما ينفعش ولا FSH ولا LH يطلعها دلوقتي لما نشوف يا عم ما يبقى فيها B ولا B بي ايه نهي انتها ما نعرفش يا بليدين ولا بريجنسي فما ينفعش اي حدا تطلع دلوقتي خلص لحد ما نشوف مصر الايه البيضة اللي خرجت اتلحقت ولا ما تلحقتش هاي الفكرة في كده فخلي بالك ما تقص يبقى واحد منظم بص يعني ايه منظم ان الاستروجين طفع ال FSH وبان الاندومتريا ونشط ال LH انه يبتدي ايه يقص يجي ال LH خرج البيضة بتاعتك خالص كترخيره وبعد ما خرجها فكش يبقى ايه بقيت C طبعا هنا بالنسبة لي هيخرج ايه ها غشيم هيخرج بروجستيرون ما تنسهاش البروجستيرون عند حركة هيخرجه ولكن هو غشيم في ايه نيجاتف على ال اتنين نيجاتف على ال FSH ونيجاتف على ال LH لانه هو هنا مش الطبيع ان يشغل اي حاجة لانه اي حاجة اشتغلت من ال FSH في دورة جديدة لا استنى اعمل اما تشوف ايه ها حصل في الاخر فالفكرة في كده طيب البروجستيرون هيعمل لي حاجة تانية اه هيعمل ايه بقى increase the sickness of endometrics مخضوعات في بيضة خارجة فعايزين نزود اكتر دم اكتر في الرحم عشان يخزن عن حضرتك مم ها ممكن في الاخر بقى في بي بريجنس وممكن بي بليدين فانا مش عارق فبنكملها هنا بانه بيعمل increase the thickness of endometrium طبعا هنا بيعمل الدم بكمات كبيرة قوي 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 لانه already نسبته عالية جدا 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 يبقى ثانى عند حركة يبقى the ovulation ثانى فك G تبقى C في وجود الاستروجين العالى حفز LH LH يعمل LH 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 اعب بقى حاط ايدي على خد كده ومستني هه نعد مع بعض وهتشوف هتقول لي طب دكتور مينا هل مستحلى ان نستنى الوقت ده كله اه لنفيه رحلة فالوب هتقول لي ما هي بتعيش يومين بس وانا ما عرفش هي ماتت ولا عاشت انا مش هنجم تاني بس انا عارف الاسئلة ان انتو العلا عندي الدمخ حلو بس فعلي يقول لك دكتور مينا ليه 14 يوم شي خرجت في يوم واخيرة يا عم هتعيش يوم كمان تم تقول يومين لا انا معرفش انا معرفش هي عاشت ولا ماتت ورحلة فالوب اسبوع فانا قاعد بقى مستني فاهمين المنظر قاعد مستني ففكرة اللي 14 يوم هو انا عايز اشوف دلوقتي اخرها اجيب اخرها هل هتوصل في الاخر ببريجنانسي ان فيه غرز في الرحم ان الرحم وصل له بيبي ولا لأ لان الفرتليزيشن بتحصل في مكان انا مش شايفه وهو في الفالوب في القاية التلت الاول من الفالوب لسه فالبدا انا قلتلك بتاخد تقريبا رحلة ست ايام في اسبوع تقريبا ضايع منك انا مش عارف حاجة ولسه فهمك في اسبوع تاني لقصة فانا قاعد مستني قاعد هانا عمال اعد مجرب حظي مش عارف لسه مش عارف في حمل ولا مفيش حمل فانا قريدي بنتك البروجيستيرون علما باني ممكن يبقى فيه او مفيش فيمتوها الشباب فالفترة الطويلة لان انا لسه مش عارف الاوفا هتوصل وانا مش هتوصل طب كلام جميل كده خلصنا عشرة واربعتاشر تعالى نقول بقى للأسف 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 انا عندي بيب بس البيب اللي انا هختارها هي مين الله يفتح لك اللي هي طبعا بليدينج طب انا هختار بليدينج ليه اقول لك انا يا باشا استنيت الاربعتاشر يوم الديتها حقاوي زيادا انا استنيت يوم التاني التالت رابع اسبوع اسبوعين في نهاية الاسبوع التاني من 14 يوم انا كده مستني حاجة توصل الراحم مفيش حاجة وصلت خالص خالص لأ خالص بقى كده اقفل على كده مين كربس ليدو اقفل حرفيته بروشيستيرون مهملاش لازمة انت عملت ملق الراحم بالدم مولوش اي لازمة فايه لازمته فاقفل على كده هي دي القصة بتاعتها وهنا بقى تيجي اللقطة ان القصة تقول لك ايه بقى اقفل الكربس ليدو هي اقفل الكربس ايه الكربس ليدو ما هي تقفل معنى تقفل يبقى من الغشيمة اللي تقفل بروشيستيرون مفيش بروشيستيرون فمن يبتدي يظهر من اول وجديد تاني عشان يسوي هه عن نوع FSH FSH بقى يظهر تاني ويبتدي بقى يبتدي دورة جديدة بس الاهم كل الدم الفراحم ده ليه لازمة قالك مولوش ايه لازمة يبقى يقع وهنا اللي حصل ان اللي حصل عندك ايه بقى ان اقفل الكربس ليوتم هنا حصل كالقاتي ان ابتدى يحصل له ديجينيريت او تعالي ناخد هالون تاني ابتدى يحصل ديجينيريت الكربس ليوتم وطبعا ليفل البروجستيرون قال قال جدا فالغشيم اللي كان على الاثنين ما بقاش ايه موجود فخلاص كده عند حرك انت هتكس ييجي بقى مرة واحدة عند ساعاتك الرحم اللي ملياني الدم ده كله يحصل له ايه بقى بدايتنا بي ونهايتنا بيب بي نهايتنا بيب بي كلمة اسمها ايه بقى هنا بيليدينج النزيف اهي نهايتنا النزيف عندك يبقى هي القصة في كده شايف النظام يبقى خلي بالك من حكاية واحدة واحدة وكده اتنظمك طب النزيف قد ايه والله يا دكتور مينة من 3 ل 5 تيام يعني تقريبا افريج 4 تيام 4 و 14 و 10 يبقى فعلا صح فعلا هي دي قصة بوم اوينبو القصة هي 4 تيام عند حركتك نزيف يليها 10 تيام تحضير يليها 14 يوم وخرجت البيضاء ومستاني وحط ايدي على خد ولكن ممكن اسألك بقى سؤال لو ست ما تفهمش بايا لشي تفهمش خالص وعايزة تخلف او عايزة تفهم دورتها مش يزاي وراح لدكتور نسا ويا دكتور تقول له يا دكتور انا عايزة خلف ايه الايام المناسبة عندي ده السؤال بتاع سنو ايها الدكتور يسألها ايه برؤية كده يسألها ايه هل هيسألها انت البضاء بتاعتك استاوت امتى او الـ FSH طلع امتى او اسرع تقول له ها تقول له مش فهم اناش عرفت ما انت الدكتور فطبعا مش هينفع الدكتور يسألها السؤال ده يقول لها بدك استاوت امتى ولا هينفع يقول لها اللي قدش ظهر امتى البيضاء دي اللي استاوت خرجت امتى بس يقدر يسألها سؤال سهل ايه هو الـ اي ست مهما ان كانت في الكوكب ده سهل تقول لها اول يوم نزيف كان امتى وهنا قصة انبو انبو ايه ان الدكتور هيعمل لعبة حلوة قوي لعبة اه اللعبة في ايه هيحسب ايام البليدينج هيمسك المرحلة دي ما كده كده مش فرقة بوم انبو مش فرقة هبتدي بهنا اقول لها حضرت الجالك مثلا اول يوم نزيف امتى تقول له مثلا يوم واحد يناير يعيد واحد اتنين تلاتة اربعة الاربع تيام خلصوا بتوع النزيف مين بعد الاربع تيام ها عد بقى معايا عشر تيام عشر تيام بتحضر البيضاء اه طب بعد العشرة في ايه ها اربعتاشر يوم البيضاء خرجت ويا فيه مفيش طب مفيش نرجع تاني من اقول له جديد بدورة جديدة من اقولتلك يا فكرتها دورة يعني البداية ونهاية ايه حاجة واحدة ابتديت من البي تنتهي عند البي ابتديت بالأو تمتنهي من عند الو ابتديت بالأم تنتهي من عند الام بس المشكلة حاجة واحدة ايه الاسهل لأي دكتور يسأل ست ايه الاسهل انت بطتك ستاوت امتى بطتك خارجت امتى ولا امتى جالك النزيف مفيش ست مش فاهم ان فيه حاجة اسمها نزيف بتجيلها بصفة مستمرة وسبتة او بصفة دايمة ومنتظمة فانا كل اللي علي اخد الاربعة تعملت عن نزيف حط عليهم اربعة حط عليهم اربعتاشر في امتى الثمانية وعشرين يعني لو جالها اول يوم نزيف يوم واحد في يناير حط اربعة بعدها عشرة بعدها اربعتاشر تجيلها نزيف تاني يوم كاما ساعة وعشرين صح احسب هالفكرة في كده بعد ثمانية وعشرين يوم تيجي نزيف تاني وانه حرق ويدي القصة يبقى خلي بالك من حكاية دي انه يبقى اوليك عشان وانا برجع معاك ان انت لعبتك سهلة هي دورة ودائرة عاملة كده اهي تقرها بوم تقرها مضو مش فرقة انا ممكن اكتب مثلا ام اهي وبي اهي وقو قررتها بوم قررتها مبو مش فرقة ايه رأيه زي ما انت عايز انا كده كده عارف ان ده من يوم اهو لخا ايه لاربع تيام مش ده اتفاقنا ده الرينج بتاعنا اللي هو من ثلاث لخمس ايه تيام انا كدكتور اعملي بقى اعد ازاي اسهل اعد من هنا ليه بقى انا مش عارف البيضة ستوت امتى لان للاسف الست مش فهمة ولا هقول لها عند حركة اعمليه كل يوم تحليل هرموني فسهل اقول لها ايه انت عندك نزيف يوم ايه تقول لي يوم واحد يا نيه حلو اعد واحد اتنين تلاتة اربعة حلو بعد اربعة عد بقى معاي لف اللفة عند حضرتك لفت مين البروفريش من اربعة لحد كم عشر تيام اهو البيضة لسه ايه بتستوي فيها ايبقى من يوم الرابع لليوم الايه اربعة واشر اهي فهم المنظر طب استنى استنى بعد يوم الاربعة واشر عدنا عشر تيام واربعة نزيف بتحصل اوفيوليش اهو دي مدتها اديه بقى ايه ده كاترة دي مدتها والله اربعتاشر يوم وينهيتها بي بليدنج ينهيتها بريجنانسي بي او بي اهو من يوم الخمستاشر لحد اليوم الثمانية واشر واحكاسر هالفكرة في كده خلينا نقول لي مسلا ده من الخامس مسلا اهو يبقى الفكرة في كده فهمت يبقى انا الست بتاعتي مسلا اهو الست بتاعتي حضرتك اول يوم نزيف امتى هتقول لك يوم واحد يناير مسلا اهو واحد بالنسبة لي يناير تخيل دورتك انتهت امتى مسلا بالنسبة لي او نزيف انتهي امتى اربعة يناير شاب انا ماشي معاك طب انا عارف ان في عشر تيام البيضة بتتحض يبقى من خمسة يناير لحد اربعتاشر يناير بعدين هه يوم اربعتاشر البيضة خرجت ومن خمستاشر لحد تمانية وعشرين يناير اهو انا معها مكمل طب جالها نزيف تاني يبقى يوم كام يوم تسعة وعشرين واحد كزا وتفضل تعيدي بقى دي الفكرة بتاعتك اختصار لحكاية تعييرها بوم تعييرها بوم اللي نفسك فيه مش فرقها بس زي ما قلت لك ايه السؤال السهل للدكتور بدتك استاوت امتى بدتك خرجت امتى ولا جاتلك امتى يا فاندم نزيف طبعا جاتلي امتى نزيف هي دي اللي انا شايف هي دي اللي انا فاكرها القلم والنزيف الحاد اللي جاء ايه بالست يبقى تاني واحدة واحدة من الاول تعال رجاحها كده سريعا عند حضرتك القصة هي تاتة تاتة من الاول يبقى احنا اتفقنا قصتنا بوم من بوم مش فرق المهم مما تلات مراحل عشرة ايام اربعتشر يوم واربعة النزيف عشرة بيضة استاوت نص سوا باشرتها اربعتاشر البيضة خرجت زي ما اتفقنا يا بريجنس يا بليدي واخيرا اربعة لو هي بليدي اتفقنا في البرولفريشن او فولوكولر اتفقنا عندك ايه بدايتنا ايه ها اف نهايتنا اي وفي النص جي ما تنسهاش اه طب حلو او لما جينا نتكلم مع بعض القصة بتدتي ازاي القصة بتدتي كلقاتي عندي ساعة اف اس اتش نازل بالبوستف على مين عالجرافين فالك حلو نازل يسوي يعني ميز واحد واحد لواحد ميز واحد واحد عايش واحد ميت طب وحضرتك السكندروسايت دي هتعرف انها بتستوي ايه اللي هينضج عليه على السطح ايه اللي هيتاسم عندك فبتتاسم من جوه ومن برا جوه ميز واحد برا فبتتاسم برا كتير عشان تزود مين الاستروج استروجن منظم في ايه هيطفي على الاف اس اتش خلص اف اس اتش كده ايه انتهى عند حضرتك وهيعمل بيلد للاندومتري وكون ووصل للليفل المطلوب يعني عدد الخلايا دي عند حرك وصلت للليفل المطلوب معنى كده يعني اللي جوه تقسمت ما اللي برا تقسم يبقى اللي جوه تقسم فيزهر مين هه ال 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 اتش ال 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 اتش يعمل ايه الغشين بتاعنا البروجستيرون عند حرك غشين على ال اتنين اف اس اتش وقلش نقف هات دي بقى خالص لحد ما شوف نهاية الايه السجن القصايت اللي خارج ولونه اصفل اللي مليان بالدهون لانه بيعمل برجستيرون كتير ما فيش حاجة حصلت هيقفل على كده السي ال برجستيرون يقل وقع ببليدينج اتفقنا انا هاخد وقت اقدي ايه هه عشر ايام قاعد بقسم جوه وبره بديك البيضة من نص سوى اللي بقشرتها اسمت جوه اسمت بقى وخدت اربعتاشر يوم غشين على الاتنين بالبروجستيرون فاكيت الجي وبقت سي ما فيش حاجة حصلت اقفل على كده ونظف من اول كل الدم اللي موجود في الراحل يقع تاني زي ما اتفقت معاك ارتها باما ارتها انبو مش فرق بس ايه الاسهل انبو اش معنى انبو اسهل على اساس دايما يا ده كترة بنبتدي بمنستريشن وننتهي بمنستريشن تاني في ام بي او بعكية ام بي او وهكذا ايه دي القصة فهمت اتمنى ان انا اكون وضحتها لك بطرقة بسيطة هديك فاصل ونرجع تاني ونفصصها واحدة واحدة فاصل وارجع لك تاني وارجعنا لكم يا ده كترة ويلا بينا نلمي الاحداث اللي تلميناها في الجزء اللي فات واحدة واحدة كده سريعا ممكن نلمها بشكل تاني سريعا وهي الرسمة دي بص كده معايا وتعالى كده او بلاش كده خلص اعتبر انه ما معمتش كده ايه ممكن نلمها بقصة البتيوتري جلاند او صورة رسمتها معاك قبل كده بالمنظر ده كده طبعا انا عارف دي البتيوتري لان احنا اتفقنا مع بعض اني انا عندي جوة الاوفري اهو على الكورتكس من برا زي ما احنا اتفقنا في مجموعة من الايه الاوفريان فالكس اهي تعالى نتخيل كده اهي 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 دي الاوفريان ايه فالكس اللي هي بالبلا دي البرائماري او او سايت انواع مختلفة خلينا ناخد اللي يهمنا وهو البرائماري او او سايت اتفقت معايا القصة بوم اتفقنا بوم او انبو تعالى نبتدي بقصة ايه بوم او انبو مش فرق احنا اتفقنا مع بعض اني اول حاجة بتخرج من قدام من عند البتيوتري جلاند وهي مين الاف اس اتش هيعمل ايه في البرائماري او سايت زي ما اتفقنا هيعمل بيضة نص سوق باشرة هيخلي البرائماري او سايت واحد لواحد ما يزوز واحد يديني واحد عايش واحد ميد اللي هو الساكندر ايه هو او سايت بالشكل ده دي الساكندر او سايت ولكن الساكندر او سايت دي عند حركة هيتبني عليها اشرة زي ما اتفقنا مع بعض والاشرة اللي هي الجرافين فالك بالشكل ده وزي ما اتفقنا مع بعض ان انا عندي اسمه برا واسمه منين من جو اللي برا اهي دي الفلوكيلر سالس اللي جوه دي الساكندر او سايت على بعضها على بعضها دي اسمها ايه جي اف طبعا ان اقلتلك جرافين كمعنى هو اسم العالم اهو جي اف جرافين فالك يبقى هو الاف س اتش عندي كل دوره انه هيديني بيضة مستوية ايه باشرة ازا ما اتفقنا طبعا القصة دي اعرف منين اعرف منين ان البيضة دي استوت جوه اني اشرتها ظهرت اني ظهر هرمون اسمه الايه الاستروجين ده اتفقنا مع بعض يبقى القصة تاني بمنطقة البساطة انا عندي الاف س اتش جيه على البرامري او سايت خليها ساكندر او سايت عرفنا منين انها استوت من جوه ان من برا بتتاسم زي امتلك برا وجوه بتتاسم تاسم من جوه وتاسم من برا طبعا خلي بالك اللي برا ده بال اللي جوه ده مايوزز واحد طيب كلام جميل يجي الاستروجين زي ما قلتلك هيطفي على مين على الاف س اتش المرحلة دي كلها خلال وقت اديها ده كاترة عشر تيام ده كان اتفاقنا مع بعض طيب ايه الخطوة اللي بعدها اف يليش فك الجي تبقى سي حصل كل اتي مع زيادة مع زيادة الاستروجين حفز مين هيخرج ببتيوتك لان من قدام ال ال اتش زي ما اتفاقنا مع بعض وهنا هتحصل حاجة مميزة فك الجي تبقى سي حصلت المنظر ده اهي بالشكل ده ومين خراج من هنا اهي السكندر اوصا يلحق يملحقش اهي السكندر اوصا دي خرجت كده وطبعا احنا عارفين الفلو طب مين اللي تكون ده دي الوقتي ايوه طبعا هنا هيعمل لي ايه الغاشيم ايوه هيعمل لي البروجستيرون اه هيديني البروجستيرون وحتفقنا غاشيم على الاتنين هيوقف الفترة دي تاخد وقت قد ايه تاخد معي اربعتاشر يوم انا مستني البيضة هنلحقها هنلحق السكن روسايد وتبقى اوفا واف في الانبول ولا لأ فانا معرفش فانا هستنى اسبوع وعليها اسبوع كمان زي مقلت لك عند حق طيب ما فيش حاجة حصلت يبتدي يحصل اخر حاجة وهي دي جينريت ده هيبتدي يحصل دي جينريت عندي ساعتك اه يبتدي يحصل دمور يصغر اوي 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 ويبتدي يحصل ايه دي جينريشن طبعا مع دي جينريشن ابتدى كده يحصل فول اوف ايه الله يفتح عليك فول اوف بروجسترون البروجسترون هيبتديه اللي البروجسترون يبتديه اللي وتعيد السايكل تادي طيب مفروض عند ساعاتك ان احنا اتفقنا الاستروجن بنا الاندومتريم بروجسترون زود الاندومتريم بالدم اللي اتنين دول بيزودوا الدم او بيملوا رحم بالدم طبعا كده خلاص ولا ده موجود ولا ده موجود في اللي يحصل يعد قد ايه باشا بقى توقع الفيلم ده كله توقع كل الكصص دي تاخد معايا زي ما اتفقنا من تلات ايام او تعالى ناخدها بلون تاني من تلات لخمس تي دي كده الكصة برضو ترسمت بشكل تاني وطريقة بسيطة وسهلة يبقى تاني عشر تيام اربعتاشر يوم واخيرا الاربع تيام الافريج بتاعنا عندك يبقى كل الفكرة عندك انا عندي عشر تيام بحضر فيهم اربعتاشر يوم مستني البيضة تخرج ونقابلها بالاسبر واخيرا انتهي بالنزيف بتاعي زي ما قلت لك ابتدت هنا ابتدت هنا ابتدت هنا مش فرقة ولكن الاسهل اللي ابتدي منين من ده كده كده انا عندي تلات لخمس تيام فيهم نزيف عارف ان بعدهم في عشر تيام بحضر فيهم وانتهي بمين بالاربعتاشر يوم وارجع تاني اعيد من الاول اهو تعال بقى نبص كده مع بعض بيقول لك ايه المراحل بتاعتنا مينستريشن روليفريشن وايه وافيوليشن اهو ده الكلام اللي انا كنت بقول لك اهو المينستريل سايكل يعني بم 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 اوقع بم اهو اهو بنقول عليها اسمي تاني فولوكيلر فيز ما تنساش عشان لاقي اسمي تاني بدايتنا بالF نهايتنا بالE في النص G يعني ابتدت بالFSH اهو انتهت بالA بالاستروجين في النص في مين GF نازل positive طالع negative اهو زي ما قلت لك عند حضرتك دي مدتها عشر تيام بتبتدي بزهور الFSH اللي هاديني بيضة مستوية بقشرتها نص سوى بقشرتها هاديني بيضة بقشرتها نص سوى زي ما انتفقنا والبيضة دي هعرف اللي ناس تاوت اني الاشرة بتاعتها اكتملت اتقسم الجوة اتقسم ببرة وادتني الاستروجين عندك طبعا بيعمل ايه الاستروجين منظم في ايه وقف طفع الFSH زي ما انتفقنا وعمل كلمة مهم ما هي اي حاجة بدايتها بيه الدورة بيتها بيه اهي ابتدت بالبيه بنا بطنط الرحم وملاب الدم طيب يجي بعدها بعد العشر تيام اهو ال ودي عندك لأسم تاني اهو خلينا اخدها بنفس اللون اهو لتش والفيز وابتدت بمين بقى ها؟ ابتدت بالايه؟ بالل اتش اهو ال اتش بالل اهو وهنا مين بقى دوره؟ الاستروجين هنا دوره كان نيجاتف طفع الFSH وشغل مين؟ ال ال اتش هنا وجود ال استروجين بمستوى عالي في الدم ده يحفز ال ال اتش وال ال اتش يعملي فك الجي تبقى سي كور ببببس ليوتم طبعا ادي ال ال السي ال اتش بس ال بي دي بتاعت مين؟ الغشيم بتاعنا ها؟ ال روجستيرون وغشيم ليه؟ غشيم على اتنين ال ال اتش وFSH هيوقف ال 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 اتش و ال ال اتش هيدفع عليهم هم ال اتنين اللي احي مش عارفين البيضة بتاعتنا اللي هيحصل الله وده مدته قد ايه؟ اربعتاشر يوم ده كان اتفاقنا مع بعض فاربعتاشر يوم انا مش عارف انا هانكريز ثيكنس انا هاملة بالدم اكتر لان البيبي ده محتاج دم كتير قوي طب مفيش حاجة حصلت يبقى نهايتنا ايه؟ بي بليدنج اهو نهايتنا بي بليدنج اهي يعني ميزة حلوة في الرشتة دي تسهل عليك الدنيا بدايتنا بليدنج اقفل على كده على مين؟ الكوربس اليوتر يعني مفيش ايه دلوقتي هيطلع مفيش بي مفيش بي اللي هو مفيش بريجنانس يبقى مفيش بروجسترون خلص ما لهاش لازم اهي اخر البوم طبعا بيعمل تيرينج لكن لكن اذا في فرتيليزيشن اف في الأنبولة يبقى في بريجنانسي يبقى في بروجسترون بي بي بريجنانسي بروجسترون مفيش بريجنانسي مفيش بروجسترون معروفة جدا طيب نعدي ازاي؟ والله يا دكتور مينا دي مش عارف عدها ودي مش عارف عدها لكن دي عرف عدها. اي ستة كده كده هيجي لها النزيف. انا عارف من خمس تيام لاربع تيام. فانا اسهل عد من هنا. عشان كده بوث بقى معين. اهي. سهل عد من اول هنا. اهو. ده اول يوم نزيف هو اول يوم في الدورة بتاعتي. على اساس ان اخر يوم في الدورة هيبتدي باول يوم نزيف. وهكزا. ابتدي بنزيف وانت بنزيف. ابتدي بنزيف وانت بنزيف. كده كده نزيف كل ثمانية وعشرين يوم. اهو. هاخد من اول لليوم الاول لحد الخامس. تقريبا. وهنا هاخد من اول الخامس لحد الاربعتاشر. هتلاقي نفسك لعبت في كام. ادي عشر تيام ودي اربعة تيام. اهو. واخيرا الاربعتاشر اخرين من يوم الاربعتاشر لليوم التمانية وعشرين. يبقى هي دي فكرة. السؤال بقى اللي بيجي في امتحنك ايه? اقول لك عندك اميرة. راحت للدكتور وقالت لي يا دكتور انا عايز اخلف. وياخوية جوزها حسين ده مع انضياته الوقت عط بيسافر هنا وهنا ويهو يتعرف ايه وليب في الدنيا وهي قاعدة مرزوعة. ونفسها في بيه بيسليها. فتروح الدكتور اجيب لك امتى حسين يخش على اميرة. امتى سيكشو انتركورس. امتى جيب الاسبرب لاميرة. هو ده السؤال. طب الدكتور هيسألها ايه? هيسألها هنا والاسألة هنا والاسألة هنا. عشان عافي يجيب اليوم اللي بيضا تخرج فيه. هيسألها. انت جات لك اول يوم دورة ايه? تقول لي يا دكتور والله يا اخوية انا جات لي الدورة يوم واحد يناير. اول يوم واحد يناير. بس. لا بقول لك يا اميرة. الواد حسين يجيلك يوم اربعتاشر. حضريلي حسين يوم اربعتاشر. حضريلي يوم حسين اربعتاشر او? مهو الدكتور مش هيبقى قعد لهم يعني في قط النوم يقول لها يتعالى هنا ومش هنا. مش شروق العملية وغروب العملية. خليك زكي. الدكتور يقول لها انت جات لك امتى الدورة اول يوم? هتقول له والله يا اخوية اول يوم نزيف كان يوم واحد يناير. يقول لها بقول لك يفوت اربع تيام نزيف وحطي عليهم عشرة اليوم اللي اربعتاشر اللي بدا خارجت. ما هي? اللي لقتش عند حرارة. لما فكيت الجي بقت ايه? سي. لما عملت زا ايه? زا اوف. هي دي اللقطة. يبقى لو واحدة جالها مسلا واحد يناير اول يوم نزيف فوت اربعة ايام. حط عليهم عشرة. يبقى كده خلصنا دول. فاضل ايه? اهي. يوم القصة في كده. فهمت? اتمنى ان انا اكون فهمتها لك بطرقة لزيزة. ونكمل برضو قصتنا اكتر. وفي فيديوهات حلوة قوي هتساعدك انك تفهمت دي. اهو. بص يا سي. الكلام اللي احنا ايه? بنقول اهو. المراحل. مرحلة ايه هي? او مرحلة بص انا بعيد وازيد تاني. هي كحصة الحصة خلصت بس همينعيد ونزيد بنزبط. ان انا ما عامل ايه? ها? بيضة. فاكر? اكتبها لك ايه. بيضة. نص سوى. مش عارف نص سوى دي بتكتب ازاي? فهنكتب النص سوى كده. بقشرتها. ان حصل ايه? طبعا. البيضة تقسم الجواه بره. الاشرة موجودة من بره. والبيضة موجودة من جوا السكنر وصالة. وهنا ايه اللي حصل? الاستروجين ده عمل ايه? طفع الاف اس اتش. وهينشرت الال اتش. وبانا مين? الاندومترين من جوه. يجي بعد كده مرحلة مين? او بنقول عليه. فك الجي. هتبقى مين? سي. طب لما حركت فكها هتعمل لي ايه? هتعمل لي اهي? اهي. طبعا بيني وبينك مش اوفم. لما فتبقى مين? انت سي دي اللي عارفين ورجل فاهم الصح من الغلط. هتطلع من اوفم. طب حلوة او ايه? اوفم. طب انت لما تخرجها هتعمل ايه بقى? كده هتعمل لي اهو. ان انت طبعا خالبك من بي بي بي. ما انا مش عارف. عشك اي بقولك بي بريبيرنج اوف بريجنانسي. وهنا بعمل عملية خروج البيضة وبحضر نفسي ممكن يبقى في ايه? بريجنانسي. الكوربس ليوتوم هيتعامل. وهيحصل انكريز انسيكنس. او مين? اندومتر. طب ميش? ما فيش بي بريجنانسي. يبقى ما فيش بي بروجيستيرون. يبقى اقفل على كده? عند حضرتك. اقفل على كده. يعني اقفل الايه? كوربس ليوتوم. اقفل عبروجيستيرون فيه يحصل عملية اسمها او بليدنج. النزيف. طبعا في النزيف الاندومترينبريك. ويحصل عملية بليدنج. طب ايام هم? والله يا دكتور مينا ان انا عارفو. دي بتاخد عشر تية. ودي بتاخد اربعة عشر يو. ونزيف اربعة ايام. ايه الاسهل للدكتور? لما يسأل اميرة. اميرة انت عايزة تعرف دورتك جات ازاي? اه. اوليلي بالزبط بداية النزيف. اقول لك امتى الدورة تبتدي وتنتهي? والله يا دكتور مينا انا بداية النزيف كان يوم واحد يناير. خلاص. يبقى انا هعد من يوم هده. يبقى انا عارف النزيف خد اربعة ايام. اهو. ما اخد من ثلاث لخمستين او اربعة ايام افرج. طب خلاص خلصنا. حطي بعد الاربعة ايام دول. وقت تحضير البوايضة. من خمس للايه? للاربعتاشر. البدء هتخرج بعد ما تحضرت في اليوم الكام. اهو. الاربعتاشر من ايه? من النزيف. خلي بقى لك. اليوم الاربعتاشر من النزيف. ليه? هي قعدنا اربعة ايام نزيف. بعد كده عدنا عشرة ايام. بعد كده هي اليوم الاربعتاشر هتخرج. وهنستنى بقى. ها? نشوف الود ايه? حسين. يلا يا باطل. اسخن. هنشوف. وهي تلحق يا حسين يا ما تلحقش. اميرة. فهي خرجت. معك لحد الايه? يوم الثمانية وعشرين طبعا هنشوف في حملة نجاح ولا ما نجحش. ما نجحش عن عيد من اول تاني. يوم تسعة وعشرين في الشهر مثلا. يبقى هو يوم واحد في الدورة الجديدة عندك. وهكذا. طيب. بنجي لي بقى ازاي يا دكاترة امتحة في الامتحة. انت ممكن تجي جراف. اهو. ايه ده ايه ده يا دكتور مينو منظر ده. واتخضش. اي جراف نقرأ? امبو. اي جراف نقرأ? امبو. امبو ليه? ما انا قلتلك. ايه لأسهل بقى? نقرأ بي او ام. ولا نقرأ ام بي او. ام بي او. اسهل بو. ده اسهل. ليه اسهل? على اساس اني سهل امسك ايه? النزيف. ما انا قلتلك عشكاها ليه? ليه تسمت عندنا بريدنج سايكل اسمها منيستر سايكل. اني اسهل حاجة اللي هو العلماء. اني في حاجة واضحة بتظهر لأي ست? طالما هي من البشر بتظهر عملية نزيف حد. طب بص بقى المنظر. خلي بقى لك بقى معي. ده دورة الرحم. يعني دي تعتبر عند حركة اليوترن سايكل عشان بس تبقى انت فاهم. اهي. بص اللي حصل. من يوم واحد لحد اليوم الايه? الخامس. واخد بالك من يوم واحد لحد الايه? الخامس. ايه اللي حصل هنا? عملية في نزيف في المكان ده دلوقتي. بص المنظر ايه اللي حصل بتانط الرحم? عايزة لو انها لك لون تاني مسلا. بص بص. شايف كل الدم ده اللي حصل له بص. وقع. حاصل عملية هنا نزيف. طبعا خلي بالك هنا في المنطقة دي كده. المنطقة دي كلها يا دكتور. لو ركزت. تعتبر المنطقة دي مفيش بروجستيرون. اه? ما احنا اقفل على كده افن على مين? مفيش بروجستيرون. فهنا مفيش بروجستيرون. انا بس بضف لك التركات كلها اللي ممكن يسألك الحت دي مقالي نار. يعني هنا نو. بروجستيرون. طب ما هو معنى ان مفيش بروجستيرون. مين هيبتدي يزهر? الف اس اش. فعلا. هيبتدي يعلى ويزهر. وينشط لك ايه? عشان كابوس بقى تزهر مرحلة التحضير. من الخامس حطي لها عشرة ايام. لحد اليوم الكامل? اربعتاشر. اهو. المرحلة دي كلها ايه بقى? عملية الفلوكولور فيز. انت حرك بتحضر. بحضر اه بحضر. بحضر ايه? بحضر البيضة بقى بتاعتي. بسويها. بسويها بال اف اس اتش. زي بتتقسم جوه وبره واحد الواحد مايوزز واحد. ادي كده نص سوي. وبرا بتتقسم تعمل الفلوكولور سيلز عشان مين يزهر بقى? ما نعرف من ايه انها بتستوي من جوه? ان برا مين بيزهر? الاستروجين. فبوس بقى الاستروجين? هيعمل ايه بقى يا دكتور مين الاستروجين? هيعمل ايه? هينظم هيطفي على اف اس اتش كاتر خيرك يا سيدي. ويبتدي يعمل بداية بناء بس بقى من بعد الخامس البطانة بتاعت تبني. ليه بتبني? عشان مين بيزهر دلوقتي? الله يفتح عليك الاستروجين. اهو ابتدى حسان عمليت بناء. انا ببني من اول وجديد. ليه بقى ببني? مين دلوقتي موجود? البيضة استاوت بقشرتها وقشرتها هتديني ايه? استروجين. هو حصل كده ما فيش بروجستيرون بقى فيه اف اس اتش. في اف اس اتش يبقى فيه استروجين. صح كده? طب استروجين عالي. يوم اللي اربعتاشر ما هو عالي قوي. يبتدي يزهر مين? الله يفتح عليك. جيه وقت ايه? البيضة يبقى تخرج. تخرج اللي اتش. على طول. يخرج بقى هنا. البيضة استاوت يخرج اللي اتش. فكي جيه بقت سي. اوبا. كوربببببس ليوتن. يعمل ايه? واخب بالك من حاجة دكتور. البيضة بروجستيرون. كوربببببس. واخب بالك الحتة دي في ايه? دم كتير. واخب بالك من الحتة دي. دم. دم. شايف هنا في دم. هنا ما كانش في الدم ده. انكريز. حتى بنقول عليها فاسكيولاريتي. فاسكيولاريتي يعني الدموية. او انكريز فيكنس. بيملى اكتر. ده المدة تقديها يا دكتور مين عمال ييملى. معك والله من اول اليوم اللي اربعتاشر من اول النزيف. ما هو ده? اول يوم نزيف. ما هو ده اول الايه? اول فانا في اول يوم نزيف. انا بتدي القصة. فانا معي اربعتاشر. عدت اربعة ودي عشر. معك لحد اليوم ات كان بقى يا دكتور مينة? اهو تمانية وعشرين. يعني كده اربعتاشر ايه? يوم. اربعتاشر يوم انا بعمل حاجة اسمها بحضر. انا بحضر. ايه اللي بيحصل بقى هنا? مين بيظهر? ال 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 اتش عمل ايه? فاكش جي بقى سي. فصنع هرمون اسمه ايه? برو جستيرون بتاع الحمد. شاهد من منظر? بيسموه على بعض. واخبرك من الحتة دي بيسموه على بعض. واحد يسمع على التاني. طبعا لو قلت لك بقى البروجستيرون خلي بالك. ده غاشيم على الاتنين. ولا فيها اف س اتش. ولا فيها ال ال اتش. معلش لم اغزة كده. فيش كلام ده. هنستنى بقى. نشوف بقى ايه اللي هيحصل? خلي بالك. ودول اسوأ عندك فترة. البروجستيرون ده هرمون الكعابة. انه بيقصر على الاكستوسين والدوبامين. فبيخلي مودة معقر قوي. قوي. عش كده ما اللي نسمع حاجة اسمها اكتقاب ما بعد الحمل. او قبل النزيف. تلاقيها مش مبسوطة. تلاقي عندك واحدة كده. يعني بدون دخول في قصص. تلاقيها مثلا ايه انا ونرمين مثلا تلاقيها الستة ده طبيعي جدا فيها. تلاقي عندك حراك ايه? انت مثلا معاشها ومغديها ومأكلها وجبلها الدنيا كلها ودنيا حلوة جدا. وانت الراجل اللي مفيش منك اتنين. انت نام تصحى انت ما بتحبينيش. يا اختي يلوي. ما بيجيش يا لسه جيب. انت بتخني يا عاطف. انا تخيني. خربت سنينك في ايه اللي حصل? ما انا كنا حلوين مبارح? لا. لاني ده ظهر. وده عيني. اوي. في دمه. هي دي الفكرة. فانت بص نكد. لو فاكر الحلال حلو انت بتتفشخ. انت حلالك هنا. الحلوة كلها هنا. اللي جاي ده كله نفخ. فاهم? يعني هي دي فكرة. ولا راحة ولا بالراحة. هتتهان. لان هي مدهة عقر. لان فيه بروجستيرون. هي الفكرة في كده. لانه بيقصر على المخ. خلي بالك. بروجستيرون زي ما قلت لك ايه? غاشيم على الاتنين. طب والله بقى دكتور مينة في حمل مهنت حجم اتنين بقى. نهايتها ايه? بيبي. يا انا ابتدي اطلع معك كده. ينزل معك كده. آه. هنزل نعيد من الاول. نراستط. انزل يبقى يبقى عيد من الاول. ما عندنا 28 يوم. نعيد تاني. في حاجة باتنين. يا نعد 29. يا نعد واحد. حسب. حسب ايه? حسب الافة في الانبول. ما انا كنت مستنيك. تاني. عشان بس انت راجل فاهم. انا هنا نقطة فايصة. يا كمل كده. يا كمل كده. هيدي القصة. يا عد من رقم واحد تاني. ويبقى اول يوم نزيف في الدورة الجديدة. اهو. يا اما عد رقم 29. ما انا ما عرفش. هي الفكرة في كده. يا ده? يا ده. هيدي الفكرة. يا هنا بي برجنانسي. ونكمل بالبي برجستيرون. يا بي بليدينج. واقفل على كده. يعني على قد ما اقدر كده انا فهمت هالك بطريقة سهلة جوة الجرافات عندك. يبقى الكصة في كده. يبقى خلي بالك افهم الجراف. يبقى الجراف الرحم. يبقى كده ازاي? اي جراف انبو. على اساس ايه الاسهل لنا? الاسهل لنا نحسب من اول يوم نزيف. من اول يوم نزيف. هيدي القصة. فانا راجل سهل كده. انا ممكن احسب عادي من الخامس. ممكن احسب من الاربعتاشر. يعمل ممكن احسب من اي حزب. من اي مكان. المشكلة ان انا بس ازاي امسك البداية. عاش كده دايما افتكرها. هيدي القصة بتاعتني. ان انت دايما دايما انا الاسهل في الكلام ده كله اعد من هنا. هتقولي دي لنهاية. مش مشكلة. ما هو كده كده. انت كل مرة بتنتيب نزيف. فانت خليت النهاية هي النزيف. مش فرق. ما هو انت هتنتيب نزيف. هتنتيب نزيف. يعني كده كده هتبتدي بنزيف. مش فرق. هيدي القصة. دي نهايتك. ودي بدايتك. هتلف تلف 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 ترجع نزيف. هتلف تلف 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 ترجع نزيف. وهكسب. فابتديت من اي ناحية مش هتفرق خالص. عاش كده دايما بسطها نفسك. السؤال اللي هيجي في سنوية عامة. او سنوية عامة. السؤال بتاع سنوية عامة. السؤال اللي بيجاوب قصص كتيرة قوي. عشان انا عارف الاسئلة. خلي بالك فكرتها بتيجي ازاي. فكرتها تفهم. هيقول لك انا عندي اميرة وحسين. اي هبل يعني. اميرة وحسين. وعايزهم يخلفهم. اديني اليوم المناسب. المناسب لاميرة. عشان تنفع تخلف. امتى حسين ده? يجي الاميرة ويركب لها الاسبرمز. ازاي? ما ده بقى الفكر. امتى? امتى في وسط الزحمة دي? فهتروح للدكتورة. تسأله يا دكتور انا خلف ازاي? هيسأله ايه? هيسأله امتى البيضة استوت? هيسأله امتى البيضة خرجت? ولا هيسأل ايه? امتى تجالك نزيف? فخلي بالك. انا بحسب كلاتي. يا ام عندي حزبتين. اول يوم اول يوم نزيف. هيكتب لك اول يوم ايه? يوم كام? حط عليه اربعتاشر يوم. اش معنى اربعة نزيف? وعشرة تحضير. يبقى التوتال كام اربعتاشر? حط رقم اربعتاشر. زود على الرقم اللي بدولك اربعتاشر. يعني يوم واحد يناير اول يوم نزيف. حط اربعتاشر يبقى يوم اربعتاشر. حسين لازم يركب الاسبرم. خلصت. طب ممكن يجيبها بترية تانية اه? اه لو قالك لو قالك. دي. اوف منستريشن. كرخامة يعني. يعني ممكن يقول لها انتي بتديتي نزيف امتى? وانتهيتي امتى? طب والله يا دكتور مينا انا اه كان اول يوم نزيف يوم واحد. يبقى اخر يوم نزيف يوم اربع. حط هنا كان عشرة بس. هتقول لي عشرة بس اه عشرة تحضير. ما وتعالى افكر فيها كده واحد واحد. الاربعة دول بتوع النزيف. المينستريشن. والعشرة دول بتوع البروليفريشن. هنا قالك اخر يوم نزيف. مش اول. فخلاص كده. يعني النزيف كده ايه? خلص. فمين اللي فضلك العشرة بتوع البروليفريشن? عشان البيضة تخرج وقف في الانبولة بقى? هي الفكرة في كده. يبقى انا راجل يبقى ايه? فامك. هو ده السؤال. هو ده السؤال سنة او يا عامة. معظم اسئلتك بتجاوب كده. انا عندي اول يوم نزيف حط عليهم اربعتاشر يوم. اربعة نزيف وعشرة تحضير. البيضة استوت واقفل عليها وخلاص كده. او العكس. اخر يوم نزيف حط عشرة تحضير. انتهت. لاني يوم اربعتاشر ايا كان من اول يوم نزيف كده كده البضة خرجت. ويا تلحق يا متلحقش. وده كان ايه? الشكل بتاعه. اتمنى اخد يعني عند حضرتك اكتب النوتس دي. على الجرافات هتفيدك قوي قوي. يبقى تاني. انا وقعت. عند حراك البطانة بتقع. زي ما قلت لك في خمس ايام او من ثلاث لخمس ايام ده الرينج بتاعنا. وقعت البطانة. الفس اتش ظهر. رفع الاستروجين. الاستروجين ظهر. عيلي قوي. معك عشر ايام. حفز ال 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 اتش. ال 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 اتش ظهر. فكش جيب اسي. عمل برجسترون. اتغشم عليه. معيلي قوي. معك اسبوعين. يننحق. يننحقش. ملحقناش. يقع ببليدينج او يكمل تسع وعشرين. برضو في جرافين تانيين مهمين جدا. ودول بقى جرافات ايه? دول جرافات عند حضرتك حاجتين. البيتوتر جلانت. ودول دايما بركبهم على بعض. البيتوتر جلانت. ويه? الاوفارين او الاوفارين. يعني دي الجرافات البيتوتر جلانت. لان في بوستفو ايه? وده الاوفارين. طب ما تيجي نعيدها تاني. هي هي. اهو. تعالنا نبص كده تحت. نحسبها. ادي من واحد. واحد ده ايه? اول دورة. طب ايه دورة? اول دورة? اول دورة. ولا الاسهل للست نعرف نقفشه? يعني ده كده ام. طيب معنا كام? لحد الخامس. ومن الخامس لحد كام? الاربعتاشر بنحضر. ادي كده بيه. بعد كده معنا الحد تمانية وعشرين. ده كده مين? الاوف. اوفيوليشن. طب. تعجي نقسم? يلا بينا نقسم كده لحظة. هي بقى ايه واضحة. اهي. لأ. اهي. ادي هي. وادي اهي. خلي بالك جراف. كتاب المدرسة صح. صح قوي. احسن من الشرح. اهي. كده المرحلة ايه? مزبوطة. اهي. ممكن برضه نحط الارقام بدل تحت نحطها فوق ما عنديش مشكلة. نختار لون تاني مثلا. اهي. هنا من واحد لحد خمسة. اهي. وهنا من خمسة لحد اربعتاشر. اهي. وهنا من اربعتاشر لحد تمانية وعشرين. اهي. طبعا ادي الام امبو ودي بي وادي او. دي كده امبو عند حضر. فتعلا نبص كده مع بعض. واحدة واحدة. امشي بقى معي كده ايه? تاتا تاتا كده? وده اللعني. ناخد مسلا لون احضر. بوص بقى. الفترة دي في الفترة دي فين? في واخد بالك. فيش حاجة خالص. خالص. شايف المنطقة دي كده? انا مش شايف حاجة. ها. مع الفترة النزيف ان في مفيش بريجنانس. فمفيش بروجستيرون. فانت قافل على كوربستوتو ما فيش حاجة. فيش اي حاجة خالص شايف? ما فيش اي حاجة. يعني انا مسلا هشيلا كده هكتب هنا ولا فيه ايستروجين ولا فيه بروجستيرون. واخد لي بالك. طب ما هو معنى ما فيش حاجة. دي فرصة حلوة لمن يظهر? الافس اتش. صح? اه. فبص بقى مين ابتدى يظهر? اه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده? ده ده الافس اتش? اه. شايف بقى المنظر? اف اس اتش. شايف بيه اعلى? واعلى حاجة ليه اليوم الخامس. ليه بقى? فيش حاجة باشا موقفاة. فيش حاجة نجدف عليه. فالافس اتش يعلى جدا عندي اليوم الخامس. بعد الخامس ليه ايه? يقل منك. اه. ليه بقى? لان بعد الخامس مين ابتدى يستوي? البيضة. مين ابتدى يتقسم من برة? قشرة البيضة. مين ابتدى يخرج? الاستروجين. هالفكرة في كده. فبص بقى يعني من يوم الخامس عندك. شايف? الاف اس اتش يبتدى ايه? يقل. اف اس اتش نفسه يقل. اهو. ليه? لان مين هيبتدى يظهر? من بعد الخامس. البيضة هتبتدى تستوي? وهنا معنى تستوي تتقسم جوه وبره. وبره يعني فيه ايه? استروجين. بص بقى المنظر? اني عندك حصل بقى كلاتي. الاف اس اتش بوزاتيف. فيدباك على مين? على الاستروجين. بصتف على الاستروجين. انه هيديني بيضة نص سواب ايش ريتها? بص بقى الاستروجين. عشان اديك تخيل. اهو. ايه ده ايه ده? بص بص بص. بعد الخامس ابتدى ايه? يعلى. يعلى. خدت باك بحيط دي. ابتدى ايه? يعلى. واخد لي بالك تاني. شايف? بعد الخامس ابتدى ايه? يعلى. ليه يعلى عشان ده? الاف اس اتش على الاستروجين. من بعد الخامس. فابتدى الاف اس اتش يعلى. 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 لحد الخامس. وبقى كميته عالية. لان ما فيش حاجة توقفه. ما فيش ولا استروجين وبروجستيرون. فيش حالة اصلا توقفه. فابتدى الاف اس اتش يعلى. 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 لحد الخامس. كميته بقت كافية ان البرايماري اقوصايت. ها? واحد لوحد ما يوزز واحد. واحد عايش واحد ميت. يدينا السكندر اقوصايت. يدينا الفرست بولار البطل وزي ما تقسم الجوت اسم بر يديني بيضة نص سوا بمايوزز واحد واشرتها اللي ابتدت تظهر اشرتها طب اشرتها دي بتاعلى تاعلى تاعلى قلتلك لازم خمسين ساعة الاستروجين عليه قوين قوين لان لو معليش الكمية المطلوبة مين مش هيزهر اللي قدش طب يا لك قالك بص يا دكتور مينا يا لك بص من السابع تامن تاسع عاشر حداشر اتناشر اعلى حاجة يبقى هو كده عند الاتناشر اعلى شيء لازم يقعد عند الاتناشر فيه خمسين ساعة كده عالية عالية ليه بقى عشان ايه تحفز مين يزهر ايوة الله يفتح عليك تحفز ال ال اش يبقى تاني بص المنظر يبقى الاستروجين بتاعنا مع وقت زيادته مع وقت ايه زيادته الاستروجين هو بيزيد الاستروجين بيزيد مع وقت زيادته بيوقف مين بيوقف ال اف اس اتش وبينشط مين ال ال اتش يبقى منظم فعلا منظم نظم حاجتين طفع ال اف اس اتش وشغل ال ال اتش في مقابل اف اس اتش كان دوره بس مين يزهر الاستروجين يبقى تاني شوف الجراف ماشي واحدة واحدة يبقى ال اف اس اتش ايام يا باشا الست بيجيب في دم بس في نفس الوقت اللي بتتخلص فيه من الدم هو نفس الوقت ال اف اس اتش طير فيه طار الخامس بقى اعلى حاجة كافي انه يديني ايه بيضاها تبتدي تستوي بيشرتها ولما تبتدي تستوي يعني مين هيطلع برا الاستروجين يزيد يقوله بس اطفع على كده باشا بدي دي بتستوي بدي بتي دي تاستي اتش ويبتدي يحضر ال ال اتش يحفز ال ال اتش بسبب المنزر اهو مع زيادة الاستروجين بس 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 ده مين اهو ال ال اتش بس 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 اه شاف الوقت ده 12 شاف النقطة دي ما Min after my job is gonna train with that شايف الـ LH ضرب لفوق ضرب طلع لك زي الخزوق كده في النص ضرب لفوق عندك بقوة ليه ضرب بقوة لأن مين نشطه مين حفزه الـ S بس بص الـ LH هيعمل ديوقتي هيفك الجي تبقى سي طب ما هو معنى أن يفك الجي تبقى سي يعني هيفك الجرافين فولك اللي بتعمل إستروجين يعني معاك اللي إستروجين هيبتدي يهبط منك آه خدت بالك بقى من الحتة دي ابتدى يهبط الإستروجين ابتدى إيه يهبط منك إيه دا ليه بيهبط عشان الـ LH هيفك إيه دا إيه دا شوف الواطي دا أنا اللي عملتك وإنت اللي تقل مني آه وخذلي بالك يعني دا نازل بوست دا طلع له نيجدف طفع على الـ FSH وشغل الـ LH يوم من الـ LH إيه طفل إستروجين معاك عشان هيفك الجرافين فولك اللي بتعمل إستروجين فخذت بالك من اللقطة دي رحيت دي في الجول إن حصل حاجة غريبة إن الـ LH طفع على مين طفع على الإستروجين عشان كده فيه تركة زيادة الإستروجين الحدة زيادته قوي بتدل على حاجتين إستروجين علي قوي الخمسين ساعة اللي هو عالي فيها دي تثبت حاجتين تثبت إن الـ FSH أولي جدا تثبت إن الـ LH في بداية صعوده طب زيادة الـ LH قوي قوي دا يدل إن دا هيقع الإستروجين هيقع خذت بالك من التركات تاني زيادة الإستروجين تدل على إيه كلمة دي مهمة تدل على إيه إستروجين علي قوي يعني معناها إيه معناها إنك طفت على الـ FSH ومعناها إنك بتعلي الـ LH في بداية بتنشط تقول له أنا موجود أهي البيضة استاوت يلا اشتغل خرجها شيلها بقى هي فكرة طب الـ LH زاد قوي دا يدل على إيه معناها زاد قوي خلاص يعني البيضة بتخرج يعني الإستروجين يهبط منك فخلي بالك من التركات دي قوي بعد إذن ما عليك طيب بص بقى المنظر دا عالي قوي بص النقطة دي عالي قوي قوي وده بيقع وطبعنا عشان دا هيخرج البيضة دا هنا فك G هتبقى C هاي الفكرة في كده دا يا باشا فك G تبقى C تبقى لك هنا فك G تبقى C فتبقى لك من هنا فالقصة في كده إن الإستروجين بيقع منك في اليوم اللي يهبط لاربعة عشر يبقى تاين لحد ما وصلنا واحدة واحدة الـ H عالي لوحده في أول أربعة ايام ليه أنت عالي لوحدك في أول أربعة ايام ما فيش حاجة معايا ما لو كان فيه بروجستيرون يبقى فيه برجنانسي ما فيش بروجستيرون ما فيش حاجة فأنا الوحدي طب أنا ليه الوحدي عشان أنا عايزة نشط أنا عايزة سوي فأنا هروح للبرامير أوسايت وقل لي يا برايمير أوسايت ها واحد لواحد ما يوز واحد يديني واحد عايش واحد ميت ساكن الروسايت فهيتقسم جوه ويتقسم بره البيضة هتبقى نص سوى هتستوي بس بإيه بإشرتها من جوه ما يوز واحد ومن بره ما يوز طب إشرتها دي هتعمل إيه هتعله في الأستروجين الأستروجين يدفع على مين على الـ FSH ده من بعد اليوم الليه الخامس يعني الأستروجين يزيد يبقى معنى كالـ FSH يقع الأستروجين عالي 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 أكتر طفع على الـ FSH وحفز الـ LH الـ LH طول على جزال خزو يعمل الواطي الأستروجين الليه علاء يبتدي هو يقلله ليه بقى؟ لأنه يفك الجي فالأستروجين بيقل لأنه هو الجرافين فالكل بتتفك فهم اللقطة؟ وهو ده الليه حصل طب بوص بقى اليوم الأربعة عشر ها حصل إيه؟ الجي أف تفكت الجرافين فالكل تفكت فهو ده الليه حصل يعني أنا هنا البيضة المستوية بإشرتها اتفكت خلاص فالأستروجين يقل ده في اليوم الكام أربعة عشر أهو تعالي نكمل أستروجين أهو بص بقى الحتة دي الـ FSH بص سنة بيعنا مع الـ LH سنة بس طبعا مين اللي طالع لك زي الخزوق الـ LH لأنه عمره قصير خالب لك هو عمره بكتير أوس يومين في دم الست ما يزيتش أكتر من كده يومين يخرج بالبيضة من الثلاثة اربعة عشر في الرينش ده ما يقضش أكتر من كده بص فسنة FSH وبص يرجع تاني سيمها هو واخدلي بالك أهو طب الـ LH دوره انتهى ما هو طالما فك الـ G بقت C دوره انتهى أنا مش محتاجه تاني خلص طب إيه اللي حصل بقى حاجة كانت نايمة خالص بص لما تفك G تبقى C انتهى هتعمل إيه الغشين بص بص في المنظر فيش أي حاجة خالص بص بص من يوم الـ 14 بص علي ولكن خلي بالك بقى من التركة دي يظهر مين بقى الـ الـ خدلي بقى بالك منه اهو جي الوقت بقى يا دكتور مينة تفهمني إيه فكرة اللي 14 يوم أقول لي ساعتك الـ الـ البروجستيرونيا دكترة في يوم فايصل فيه قوي خدت بالك لكل مرة ما رحط لك يوم يعني هنا اليوم الفايصل يوم الخامس اليوم اللي انت هتبتدي فيه تسوي البيض البيضة تساوت بالكتير اليوم الـ 12 ده كل ده من أول يوم نزيف استوجين عالي قوي 50 ساعة معك زي الفل انه يبتدي تحضر الـ 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 نفسه عند حضرتك اليوم الكام الـ 14 البيضة خرجت لما تبدأ خرجت لو ركزت فيه يوم مميز قوي عندك في الكتاب يوم 21 اليوم ده مهم قوي ده كترة ليه بقى أقول لك هو انت قصة فلوب تاخد وقت دي تاريبا نسبوها صح اه طيب ما تعد معي معي هي خرجت 14 عد معي 15 16 17 18 19 20 ايه ده ايه ده 21 21 21 معك ازبوع انت عمال تملى الرحم بالدم عمال تعبي بالدم وصلت الاخر البروجستيرون اقصر نقطة دي فايسل او يوم 21 ليه بقى ها لانه مفروض فيه غرز مفروض يحصل هنا طب هتقول لي ماناي برضه هي ممكن تقعد شوية ممكن يا عم معك لحد اليوم الـ 23 اهو بعد الـ 23 الدنيا ايه انتهت يبقى خلي بالك فيه نقطة هنا مهمة جدا النقطة دي لحد هنا الحتة دي نقطة فايسل مهمة ممكن مهمة ممكن مهمة ممكن تعيش يومين يا عم هديها يومين كمان 21 دا لو على اساس ان هي او مخرجة حصل فرتليزيش ممكن تعيش يوم كمان يا عم معنا لحد الـ 23 فهي اعلى لفل عندك اعلى لفل اليوم 21 على اساس دا الوقت اللي خلاص مفروض الامبريو او الجنين بتاعك وصل وصل بعد رحلة الاسبوع في فلوك فمفروض هنا بقى نقطة فايسل طب لو انا يا دكتور مينا في جنين وصل 21 22 23 يغرز يغرز في الثلاث يام ده يغرز اه فلو غرز يحصل حاجة غريبة بصبع المنظر ده لو غرز يبتدي بروجسترون ايه 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 دا ايه دا يكمل يزيد يعلى اكتر كده يبقى في مين ها برجنانسي بحوق برجستيرون برجنانسي خبق من حتة دي برجستيرون برجنانسي لو بص شايف اللقطة دي ادي كلون تاني برضو انا عايز ادي كلون مختلف اهو بص كده او هنا ايه شايف النقطة دي مهم نقطة ايه الواحد وعشرين لان فيه اسبوع عدة فيه اسبوع عدة هنا ده اسبوع قناة ايه فلوب ده الاسبوع بتاع قناة فلوب اهو انا بلونه لك اهو فهمت ليه هو ملونه في كتاب المدرسة الكلام ده مش للأسف موجود رسومات مش موجود كتابة مش واضح ده الاسبوع ده الاسبوع بتاع قناة فلوب اهو فبقيت في واحد وايه وعشرين فانا بقيت في اعلى انتاج البروجستروني انا مش عارف انا مش عارف اه انا مش عارف انا مش عارف يا دكتور ايه اللي حصل مصير البيضة دي ايه لحقتها ولا محقتاش فمن واحد وعشرين بوص بقى لتلاتة وعشرين الغرزة حصل هنا حصل حاجة هنا مفروض يحصل حاجة اسمها implantation ومنها نعلى اه ويحصل بقى كده الpregnancy فهمت هنا بقى الفكرة عشان كده الكتاب حطت اليوم ده مهم ان اليوم ده يوم فايصن ان مفروض انا هشوف ثمار البيضة اللي خرجت السكت الرسال اللي انا خرجتها انا عارف انها تقعد يومين يا ايه يعني الحقها اف في الانبول يعني الحقها في اول يومين يا من الحقاش بس انا مش عارفش انا مش هنجل فانا هسيبها يومين اتنين اتنين وصلت الستة او الاسبوع انا هسيبها يوم خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تمنتاشر تساعتاشر عشرين وواحد وعشرين انا سيبتها هو يا عم السبعتين وقعد هنا حاطب ايدا بس انا في نفس الوقت مساكت انا عمال اعليلها في مين اهو في البروجستيرو عمال اعلي حصل وقفي جانين وصل المنطقة دي يعني غرز بس انا غرز طب لأ يا دكتور مين ما فيش حاجة غرزت والاسبوع عدة تدرجيا ما هم مش هدينفع واحدة واحدة زي ما زاد في اسبوع يقل في اسبوع اه اه يقل تقريبا في اسبوع لخمسة ايه بص بقى الحتة دي واخد بالك اليوم ايه الواحد وعشرين جيه ادي اسبوع عدة اسبوع عدة في اسبوع تاني واخلي بالك بقى منه اهو اهو اسبوع ده انا عملا اعمل في ايه بقى بيبتدي يعمل تدرجيا او همممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مش هنفضل مستنين حاجة قريدي مش جاية خلاص كده كفية لا لا ده مش جاي ده ماتت ماتت او ماتت انتهت بس 23 ننزل مع بعض شايف يبتدي ينزل ينزل او ينزل عند حضرتك تدرجيا يقل زي ما انا زدت في اسبوع يقل في اسبوع هيدا فكرة تقريبا من 5 ل 7 تيام طب ما لما هو يقل اللي يحصل اقفل على كده السئل اللي تقفل روجستيرول مش موجود ما فيش حاجة تثبت الدم اللي موجود في الراحم ما لهاش لازمة ويساعد من اول وجديد مين يعلى بقى تاني الاف السئل ونعيد من اول وجديد الدورة بتاعتي عشان كده يرجع تاني دي كام اهو تفهمت الفكرة يبقى هيك قصة في كده اليوم الفايصل معاك من يوم 21 إلى 23 ده اليوم الفايصل ان انا هستنى الاسبوع اللي كده كده هلف فيه الاسبوع خلص معاك يومين غرس ده المفروض الاسبوع خلص معاك يومين غرس ف21 22 23 23 23 تمام تمام مش تمام عشان كده عشان كده البرجنانس هيبان في اي جراف بعد اليوم الكام 23 يتزيد يتقل نفس الكلام بعد اليوم الكام هيبان 23 هو ده اليوم المهم عشان كده هو اعملك الرسمة دي على فكرة 21 ده يوم مهم جدا ليه 21 يا البيضة حصلها و جتلك ببيبي والبيبي ده عندك بقى هتغرزه في الرحم يا مفيش حاجة وهتقع هي دي القصة بتاعتها وهنا البروجستيرون ما تنساش غشيم على الاثنين غشيم على الاثنين أو غشيم على الاثنين ده كان اتفاقنا مع بعض البروجستيرون غشيم على الاثنين غشيم على ده وده غشيم على الافس اتش وغشيم على الاثنين نيجاتيف على الاثنين في الفترة دي فخلي بالك من الحتة دي قوي يبقى انا كده فهمتك الدنيا كلها ببساطة واحدة واحدة بس امتلك على الجرافات وبرضه اجمع حالك في الجراف واحد يبقى خليك زكي الدنيا سهلة وعبيطة جدا يبقى تاني من الاول تاتاتة انا عندي اول خمسة ايام الست جالها نزيفة فيش اي حاجة مين هيطير لوحده الافس اتش على اليوم الكام الخمس هيبتدي يسوي لي البيضة نص سوى بقشرتها من بعد الخمس مين يبتدي يظهر تتقسم جوه وبره فتتقسم ويطلع الاستروجين من سادس سابع تامن تاسع عاشر حداشر اتناشر اتناشر انت اعلى حاجة خمسين ساعة بتوعك اللي نفسك فيهم بتوع الاستروجين هيطفي على الافس اتش وهيبتدي نشرة الال اتش الال اتش يطير زال خزون مشكلة الال اتش اول ما بيطير الواطي يفك الجي فالاستروجين يقع منك بس كده كده ملحوق يجي السي كرب بببببس يتغشم على الاتنين يتغشم بالبروجيكتيرون يعد معك اسبوع خمستاشر ستتاشر سبعتاشر 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 سععتاشر عشر 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 وعشر ها يلا يتغرز يا ما تغرس هتغرس في يومين اتنين وعشر تاتو عشر ما فيش حغرس تاتو عشر يقع منك زي ما علينا في اسبوع بنقل في اسبوع قالينا قفلت على السيئل يبقى كده اللي يحصل مع السلامة يبقى يحصل مفيش بليدينج يبقى ممتاتة عشرين وعن مال ايه ازيت هي دي الكصة بتاعتها برضو تعلم معك كده بطريقة سهلة اهي كجراف يعني لو عايز ألم الجرافات كلها مع بعض بص كده معي او يعني تعالى برضو اعملها بطريقة انضف بص كده او لا خلينا ناخدها النص بس كده اهي عشان نكتب تحت طب قسمها لي فيزز يابعش نقسم فيزز اهي 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 لازم تبتدي من هاي اهو ادي واحد ادي عند حضرتك خمسة ادي اربعتاشر ادي تمانية وعشرين زي ما اتفقنا مع بعض بص انا هكتب ايه واحد ده الايه of ministration دي مهمة جد دايما بحسب من بداية نزيف الدور او بداية النزيف الدور من ministration طب اعمل ايه mb mb o زي ما اتفقنا ما انا ممكن احسب لها حتة بس انا هحسب الاسحل بداية نزيف طب مين طاير طاير كده انا طاير في الهوى الف س اتش اهو يعلى اهو تعالى برضو ازبطها سنة اهو بيعلى اهو ده مين الف س اتش طاير معاك لحد اليوم الخامس بعد الخامس ينام لنا خالص ممكن يتف تف في الاربعتاشر اعلى السنة بتويت رجلين كي كي شغال وينام لنا هو لحد اليوم ثمانية وعشرين ويزيد تاني ده اعتماد ان هي مفيش حملة طب اتفقنا مع بعض بص بقا لما كان طاير الاف الس اتش هو طاير ليه عشان هيحفز الافر ان كان يا رايت يا ليفت حسب هو الضور على مين يعني لو مثلا هي كان بتتخلص من دم الرحم نتيجة لدورة الرايت يبقى هي هتبتدي مع مين في الليفت ما ده اتفقنا يعني انا عندي دلوقتي مثلا ست عند حررتك الافر يانير كان شغال رايت يبقى الاف الس اتش يشتغل على مين الجنب التن الليفت طب لنهو يا استروجين لنهو طب استنى الاف الس اتش زاد على الخامس هل كده ايه يسوي البضة بتاعتي البضة تستوي تتقسم جوه وبرا البرايمر راوصايت يديني ساكنر راوصايت واحد الواحد ما يوزز واحد نص سوا ويديني واحد عاش واحد ميت الساكندر راوصايت والساكندر راوصايت من برا بتتقسم بايه فبوس بقى بتدت زيد اهي اهي خد لي بالك بتزيد في الوقت اللي هي بتزيد فيه هو ايه بيقع فيه ده مين ده الاستروجين يبقى انا هنا ممكن احط حت ان ده فوزوتيف على ده وده نيجاتيف عالي طب هي اعلى حاجة لها ايه الخمسين ساعة بتاعتها المميزة اليوم الاثناشر ده على شي حلو بس مرة واحدة لقيت يا دكتور مينة الاستروجين نمن او بيزيد تاني سيكا سيكا مع البروجستيرون ليه على الكربسليوتوم هوا ليه ما هي الجيف فهي هي الكربسليوتوم واللي عمل الاستروجين هو اللي عمل البروجستيرون سيكا كده وممكن ايه وينام تاني طب ليه بقى ليه نمني سيكا كده لان بعد الاثناشر هو حفز مين مين عند حضرتك بالنسبة لطلعلي زي الخازوق ايوة مين ده عندي ساعتك ال ال اتش اه اللي بيطلع اليوم الكام ال الاربعتاشر خلي بالك بقى من حت وخلي بالك ان اول حتة زيادة الاستروجين زيادة الاستروجين نفسها حفزة الايه ال ال اتش يطلب يعني وجود الاستروجين عندي عالي وجود ال ال اتش ابتدى يعني يعني بصوا منظر الحتة دي اهي الاستروجين بيزيد ال ال اتش بيزيد بس ال ال اتش زاد قوي فاتغشم على مين على الاستروجين لانه هيفك تبقى سي حل طبعا عند حضرتك هو نفسه بقى ايه نيجاتيف علي عشان كده فيه سؤال دايما هنا رخ بلغبة الناس زيادة استروجين زيادة الاستروجين الخمسين ساعة العالية دي قدت الى ايه قدت الى نفس yup او طفية علي مين زيادة الاستروجين يعني لأ walls وزيادة الاستروجين يعني l-h زاد طب زيادة ال l-h تؤدي الى نقص الاستروجين معانا l-h علي قوي يعني استروجين هيقل ليه هيقل انت هتفكي جيدة بقى سي خلاص البضاء اكتملت ما فيش اسمة بره ولا اسمة جوه خلصت خلاص هتفكه هاي دي معناها فخلي بالك من المعاني يبقى الـ FSH نازل بالبوزتف استروجين طالع بالنجدف عليه استروجين ده طالع بوزتف على الـ LH يوم الـ LH ما هو معنى LH يطلع يعني خلاص هنتغيشن LH يطلع يبقى معنى كده انت يا استروجين قطر ألف خيرك البيضة استوت ولا اسمه جوه الاسمه ما لو لسه بتتاسم يبقى الـ LH يستنى مانش هناخد بيضة حتى كمان نص سوا ما ايه ما اكتملش هين الفكرة في كده طب حلو اوي كل كلامك جميل فكنا جيب ايه ناسي مين بقى هاللي هايزهر ويدغيشن واحد كناي من انه خانص فكس بقى من اول 15 يعلى وهنا بقى ايه النقطة الفايصة طبعا معلش هنقاسف هو مفروض انا دي كده وكده لان هو لازم ينام ما ينفعش يفضل عالي بعد 28 يوم ما ينفعش بعد 28 يوم ما ينفعش يفضل عالي 28 يوم اخلاص افدنا بروجستيرون بوص بقى الحتة دي ده مين ده البروجستيرون شوف الـ LH اللي عمل بروجستيرون يقوم البروجستيرون نفسه ايه يبقى غشيم عليه ولا تقول عالله ما شوفكش هنا يقفش غشيم يا شوف الاستروجن منظم الاستروجن نفسه منظم البروجستيرون مش منظم البروجستيرون غشيم عش كده ما بقولك ده منظم الدورة ده غشيم زي ما قلتلك طب هو بقى هنا هو داني فرصة ايه هو عالي عند اليوم الكام عالي قوي عاليوم الكام عاليوم الواحد وعشر ده أعلى حجالين طب ما عاليش عالي قوي لا تنسل مش هايزين نروح في ده ده عالي قوي يعني انا حاول اليوم الواحد وإيه وعشرين دي كانت أعلى حاجة ليه ليه بقى ليه الواحد وعشرين لما جاء السمها النفسي ناخد مسلا لون مختلف انا عايزة تديك لون مختلف ما اخدناهوش ناخد بينك بس بقى هنا النقط دي كانت فايصلا لحد دي هنا ليه بقى انا دلوقتي عملت ايه انا فودت اسبوع ليه تواحد وعشرين في الاسبوع ده انا مفروض البيضة بتاعتي وصلت كايه كجنين اف في الأمبولي وهغرز معاك يومين تغرز فيه ان البيبي ينغاص ياخد المام في الدم بقى تبقى جوه لإيه الرحم طب الحتة دي اسمها ايه امبلانتيشن عملية الغرز اللي هو بقى الحملة خلاص طب ما فيش حملة أصلا ما فيش حاجة يا حبيبي أصلا وصلت هنا ما فيش خلاص يبقى انا هبتدي من اليوم ده انزل بقى معاك طبعا ينزل نعيد الدورة من أول وإيه وبديد طبعا اتوقع ان دي انسب طريقة للشرح انا شرح طالق بكل الأشكال كمنستر سايكل عشان الدنيا تبقى معاك ايه مهضومة عايز ارسم رسمة تانية ممكن ارسم رسمة أخيرة اهي ده هنا طبعا اهي ادي البدء بتاعتي وده اللي عليها اللي هي بتتقسم من جوة وبتتقسم من برة زي ما تشايف كده طبعا دي ده ده او شوف انا بديها لك بكل الأشكال الحتة دي لازم تيكي في التحانسة نوية عامة ده بقى ده الجرافين ايه فوليكل فك الجي بقى تسي ده كورباس ليوتن طبعا يحصل له طالما ما فيش حاجة ويعيد تاني يعني ده المنظر هو بتاعها باختصار ده كل الأشكال بتاعتها اهي بص كده بقى معايا دي برضو كانت روشتة نعملها بالسنت ايا كان حابب اللي انا كدبتها بخط ايدي حابب دي كلهم زي بعض الرسالة واضحة امهم من الدنيا تبقى معايا مصبوطة حلوة اوي اوي تفهى تفهى دكتور مينا يعني تعالى كده ممكن نسمحها مع بعض دلوقتي تعالى تيجي نسمحها يلا بينا ها يا دكتور مينا انا عندي اي جراف بقرائي هما ثلاث مراحل بم او انبو بس الجراف الاصح الاسهل لقرائي انبو انبو يعني اول يوم نزيف حلو اول يوم نزيف ياخد ايه ياخد اربعة تيام بعدهم عشرة تروفريشن بعدهم اربعتاشر اوفيوليشن يعني الحقيقة من الحاج يا بي 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 يا بريجنانس يا بليني حلو اول حاجة من طاير ها الاف س اتش بدايتنا اف نهايتنا اي في نص جي الاف س اتش في اليوم الخامس كان طاير عشان يسوي لي البضاء بتاعتي نص سوا بقشرة مايوزز واحد بريمير اصايت واحد لواحد واحد عيش واحد ميت ساكن الروسايت جوة ازمت وبرت ازمت في فعرفت منين انها يستوت ان بيطلع الاستروجين يعني يا ليل خمسين ساعة اليوم الاثناشر اعلى حاجة فهيدفي على الاف س اتش وينشط مين ال اتش ال ال اتش الواطي يعمل ما هيفك الجي فمن يقع منك الاستروجين مع زيات ال ال اتش العالية استوجين يهبط منك ده اليوم الكم اخر يوم في التحضير اللي هو اليوم الكم بعد النزيف بعد 14 يعني يوم الى 14 حلو الشي كان الروسية اتخرمت يعني الحق يا من الحقش بس ايا كان انا مش هنجم انا هسيبها اسبوع طب في الاسبوع ده مين عمال يزيد بغشامة كورباس اليوتوب صح فك جي بأتي كورباس غشيم كميته كبير قوي عشكي جس مصفر مليان هو دهون تاك 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 بروجسترون نايم الـ FSH والـ LH طب ها هنفضل مستنين معاك اسبوع ويومين غرس يا عم وزي مزيت في اسبوع اللي في اسبوع يوم 21 اعلى بروجسترون يومين يا عم كمان نشوف البيضاء ايه مصيرها نشوف نهاية الحوار دي مفيش حاجة اصلا ولا 21 و 22 و 23 خلاص يا عم اقفل عليك اقفل الكورباس اليوتون فبالتالي مفيش بريجنسي مفيش بروجسترون يقع معايا في آخر عند حركة اسبوع التاني فانا عدينا لحد الواحد وعشرين بعد الواحد وعشرين اسبوع كمان قدي كده كام تمانية وعشرين تقالية خلاص فيش حاجة يبقى كده مفيش حاجة تمسك الدم كل حاجة تقع ونعيد يوم واحد مع اول يوم نزيف جيد اهو تعالوا نقرأ كده مع بعض سريعا يا باشا نقرأ اهي اول حاجة مع اول يوم نزيف اهو انا عندي مفروض من تلت لخمسة ايام نزيف مين هيعلى قوي في اليوم الخامس مع اخر يوم نزيف الافس اتش الافس اتش عالي قوي ليه انه هيبتدي حض يسوي هيعمل ايه البرائماري او او سايت هتعمل مايوزز واحد لواحد تديني ساكندري او او سايت حلوة اوي والساكندري او سايت عند حضرتك هتبقى فين في اشرتها اتقسم جوه وبره جوه مايوزز واحد زي ما قلت لك وبره مايوزز ولازم عدد الخلال بره بقى كتير اوي ليه بقى عشان يديني الاستروجين اللي هيزيد من اول سادس سابع تامن تاسع عاشر حداشر اتناشر اعلى حاجة فيه من عشر الاتناشر اللي هم الخمسين ساعة اللي انا قلت لك عنهم حلو هيعمل ايه بقى هو منظم هيطفي على مين كفاية كده يا FSH هيطفي على FSH حلو بس هو هيعمل ايه بلد مين من جوه الاندومتريم حلو اللي فين في الرحم وزيادته العالية هتنشط زي ما هتوقف في ال FSH هتنشط مين ال LH اهي بوس الجرافين فوليكل انا رسمها لك تحت هتتحضر وتكبر قوي اهي زي ما قلت لك الرسم ايه دي ابتدأت اسم ايه اهي طيب يوم اللي اربعتاشر الاستروجين كان عالي قوي فكان كافي ايه على ال LH وفي نفس الوقت وقف ال FSH طيب ال S يعمل ايه بها ال LH يضرب في اليوم اللي اربعتاشر والواطي يفك ال G اللي هي بتاعت مين اصلا بتاعت ال S بتا ال S ده في اليوم الكام اللي اربعتاشر ومستنية ال F طب بقيت من اليوم الخمستاشر يبتدي بقى اليوم الثمانية وعشرين ما انا مش عارق يظهر الجسم الاصفر اللي هو سيكريت ايه الغاشيم على اتنين وده غاشيم على اتنين زي ما اتفقت معك يعلى 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 من الخمستاشر اتمنية عشرين اللي انت بحتاج يكون الدني في كتير قوي في الرحم من يوم ال 와ичاب يوم ال واحد وعشرين تاتة عشرين يوم الغرز انا ليه على اساس ان انا بزود الدموية طب ما فيش حاجة جات يوم تاتة عشرين يا فرحتي فيش حاجة غرز اصلا ولا حاجة جات واحد وعشرين ولا حاجة غرز تاتة عشرين خلاص اقفل ياباشة هناك فيش برجز مفيش بروجستيرون كده كل حاجة تنزل وتتعدق من الاول نفس القصة اهل اتمنى اكون وضحتها لك حلوة اوي وزبطتها لك حلو اوي 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 طب تعالك كل اللي هنعمله بقى دلوقتي هنقرأ الاجزاء دي ونزبطها ونشوف فيديوهاتها عشان تبقى الدنيا سالسة وسهلة خلي بالك بقى يا دكتور الصورة دي صورة مهمة اوي بتجمع الهرمونات في بنك المعرفة بيقولك اهو لو جيب بسيط بالنسبالي على الف اس اتش عمل ايه عمل الجي اف الف اس اتش عمل جي اف لاتفاقنا اهو طبعا الدنيا بيضة نص سواب اشرتة واحد لواحد مايوزز واحد عندي بقت ساكنر اوصايت وايه فرست بولار بادي ومين زي ما تقسمنا جوا تقسمنا برا بالميتوس عملنا الجرافين فولاكل عندي فبالتالي ستيميوليت مين ها الاستروجين سيكريشن طبعا ما هو انت هتعرف انها بتتقسم جوا انها تقسمت برا انه مين خرج الاستروجين اهو طبعا طب ال ال اتش بال ال عمل ال ال لابريتزا اوفا فوق الجي تبقى سي اهو سورج كوز اوفيوليشن اهو عمل فك الجي اف وعمل السيل حلو طب هو لما يعمل كده هو صنع مين اهو طب بص بقى على الفرق بين الاستروجين والبروجستيرون ركز بقى في دي او اللي اتنين واحد بنى الاندومتريا بنى ايه رحم من جوا بنى الاندومتريا واحد تقبر اندومتريا صح اهو انه بص بقى ثيكن زيوترين لايننج الاندومتريا وبردو هنا ثيكن زيوترين لايننج اللي هو الاندومتريا خلاص ماشي دي تمام اللي اتنين بيملو اللي رحم بالدم برج خلي بالك ده غشيم ايه غشيم على الاتنين بص حتة دي بقى انهبت اف اس اتش و ال اتش غشيم الاستروجين ما نقدرش نقول كلمة غشيم هو منظم بمعنى اولا هو طفع على مين على الاف اس اتش عند حضرتك هو بيدفي على الاف اس اتش انا متطفق معاك بس نشط ال ال اتش ده فين ده قبل الاوفيوليش قبل يوم اللي 14 طب بعد يوم اللي 14 الكورباس ليوترم كان غشيم عمل برجسترون بس انا فهمتك ما هو اللي عمل برجسترون عمل استروجين وسنة استروجين عشكا بوسي يقولك ايه هو وقف الاف اس اتش والال اتش for most of the cycle اصده على الاربعتاشر يوم عند حضرتك ده كده اصده اصده على الاربعتاشر ايه يوم اللي كده كده فيها البروجسترون وسنة استروجين وده معظم الدورة مع هالدورة فيها اربع تيام وعشر تيام واربعتاشر يوم فمعظم الدورة عندك انت قاعد مستني البيضة يتلحق ما تلحقش بيديها اسبوعين زي ما اتفقنا حد اول اسبوع لحد 21 تاني اسبوع لحد 28 بس استنى بوس بقى واستيمولات اف اس اتش والال اتش يا لهوي استنى بري اوفيوليشن يعني بيتكلم في الايه في العشر تيام الايه اللي بعد النزيف وده حقيقة ان هو يعتبر كان ليه وضعين في الاول خالص طفع الاف اس اتش ونشط الالتش بعد كده طط منه بسيط مع البروجسترون عشان يقفل الاف اس اتش والالتش خالص لحد ما نشوف مصير البدء بتاعتك يبقى وافعا منظم ما اقدرش يقولك ان هو طفع ما اقدرش يقولك ان هو شغل لا هو بينظم الدنيا عندي طبعا هي خطوة بخطوة نبتدي بكسة البروليفريشن وقلنا البروليفريشن اهي بالايه ها بالاف اهي اف فولوكيلر فيز ما تنساش ده الاسم بتاعها ان شاء الله ما تخش طب كده فولوكيلر فيز بالاف هو عمل الاف اس اتش بدايتنا كانت اف اس اتش اهي التكس كام تين دايز حصل فيها فورميشن اوف مين ها جي اف بس ده ايه من اليوم الايه الخامس اليوم الاربعتاشر من بداية الدورة خلي بالك من بداية النزيف ما تنساش القص يعني انا بحكي في بداية النزيف دي نقطة مهمة جدا انا بحسب من اول يوم جي النزيف ليه بقى لاني انا اسهل حاجة اعرف هي جالها امتى النزيف لكن ما عرفش دي غير بعد ما عرف النزيف لان انا هعدة اربعة يام بعد كده هي من يوم خمس خمس خامس اليوم الاربعتاشر اهو اتستارت باي ايه استيميوليشن اوف بتيوتر جلان توسيكريت اف اس اتش هورمون ابتدت بزهور مين الاف اس اتش عنده حضرتك وده اللي ظهر بقوة في اليوم الايه الخامس كان عالي ما فيش حد غيره طبعا كان عالي ما فيش حد غيره فهيبتدي يعمل ايه الاف اس اتش يسوي لي ايه في الاوفاري زي ما اتفقنا يسوي لي تبقى سكندر اوصي ما يزوى واحد نص سوى وهعرف منين تقسمت جوي يبقى تقسمت برا يبقى عملت الفلوكولر سل بها الماتيور فالكل اللي هي مين جي اف الجرافين فالكل وزي ما قلت لك اهي السكندرو اوصيت اهي وعليها الاشرة بتاعتها اهي هي دي اتقسمت جوه وتقسمت برا عشان بقى فاهم اتقسمت من جوه مايوزز واحد ومن برا عايز اقطر الاستروجين فبزود عدد فتقسمت بالايه بالمايتوزز كتير عشان تديني استروجين كتير اهو زي اوفم انسايد زي جرافين فولكن طبعا هو مش قصده اوفم وقصده بيني وبينك ايه السكندرو سايت للاسف الكتاب هنا بس ايه خانه التعبير هتقبر وتبقى ماتيور لان هي هتعمل مايوزز واحد كده ابتدت تتقسمت زي ما اتفقنا مع ما طب كمل معي القصر بص بقى الفيديو الجامل ده اللي بيحكي الحكاية في حاجة اسمها جين جي ان ار اتش اللي هو يعتبر جوناتو تروفنز اللي هو بيحفز انتاج الافيساتش بص بتيوتر جلاند اهي الافيساتش عند حضرتك من قدام اهي طبعا بتيجي اشارات عصبية زي ما احنا عارفين اهي الاشارات عصبية دي بتحفز طبعا الافيساتش اهي ده الافيساتش اهي ده الافيساتش من قدام ايه من قدام ودي في النص بص طلع ايه من قدام شايف انا بص كده قدام طلع الافيساتش فيديو جميل جدا جميل جدا اهو الافيساتش طلع طب هو لما هيطلع هيروح فين هيروح في الدم يوصل لمن يخش على الارتري يعمل لي البيضة المستوية ايه اهيه بقشرتها اللي هي الجرافين فالكتاب ازاي تعالوا بص بحوا يوريك اهو احنا كده فين جوه الافري ده جوه الافري ده الكورتكس من بره هو ادي من جوه ايه المضالة اللي ماليانة بص كولي ده بيض بس ده بيض لسه مستويش ده شايف هتبتدي ايه بقى تتقسم واحدة بس هتكبر بتستوي شايف اللي بره ده القشر شايف دي كبرت اهي بتستوي من بره ومن جوه شايف عما تتقسم 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 وتكبر عند حضرتك لحد ما تبقى اهي شايف المنظر يا شابب طبعا هي قريبة منين من الكورتكس ما احنا اتفقنا طبعا هتعرف منين هستوت انها بتخرج ايه اسوش فخلي بالك فيديو جامل جدا بصراحة هنمشي فيه واحدة واحدة اهي ادي مين دي دي السكندري او سايت اللي تقسمت بمايوزز ايه واحد زي ما اتفقنا واحد لواحد مايوزز واحد طبعا واحد عايش واحد مايه بيكون فيه بص من بره في خلايا كتيرة قوي عليها من بره ايه اللي بره ده يا دكتور مينة اللي بره ده عند ساعاتك هو اللي اتقسمت من بره بالايه بالميتوزز اتقسمت من بره بالميتوزز اهي شايفت اتقسمت كتير قوي عند حراك من بره وده عشان تطلق مين مين بقى هيعدي ايوه الاستروجين هو ده اللي هينيم مين بقى هيدفع عالف اس اتش ويبني بطانة الراحم من اول وجديد الفاسكلار عندها اول فاسكلاريتي عندها يبقى دي الجملة بتاعتك اهي بص بقى معي طبعا اهي بص كده معي اهو الفوليكل بتاعتك اليمين الجي اف اتقسمت من جوه اتقسمت من بره بتستوي من جوه بميز واحد ومن بره هتديك مين هه الاستروجين هورمون اهو الاستروجين بتاعك ده بقى هيعمل ايه دي كريز الاف اس اتش هيدفع الاف اس اتش لانه بقى نازل بصتف طالع ناجدف هيعمل ناجدف فيدباك ماس هو منظم خلي بقى وهيستيميوليت بقى من الجروث اف اندومتري خلي بقى لازم الاستروجيني على المستوى معين زي ما قلت لك خمسين ساعة مطلوبة منك يعضي على ايه على ايه على من اليوم السابع ويوصل اعلى حاجة في اليوم الايه الاثناشر من بداية النازيف زي ما اتفقنا لازم يوصل للمستوى المطلوب منه عشان ينايم من الاف اس اتش ويعلي في الالاتش طبعا كده بنا الاندومتري فابتدى الاندومتري يملى بالايه بالدم من اول وجديد اهو عامة اف اس اتش ابتدى يسوي الاوفري يسوي ايه في الاوفري برامي اوسايت تبقى ساكندر اوسايت زي ما قلت لك وتكبر وتتقسم من جوه ومن برا جوه ميز واحد برا بالميتوزز فتديني الاشرة بتاعتي الاشرة دي استوت يعني طلعت استروجين ياعلى يالا زي قلت لك من بعد السابع طبعا من اليوم الخامس زي ما اتفقنا مع بعض ده الخامس يقعد ياعلى يالا يالا معك لليوم الايه الاثناشر طبعا كل ده من اول يوم نزيف زي ما اتفقنا عشان ده سهل علينا نطير اربعة يام ونبتدى العشرة بتاعنا ويعمل جروسة وباندو متر اهي بص الفيديو ده برضو تكملت الكلام فيديو حلو قوي بص تكملت الكلام اهو بص المنصر قد ايه اهه الاندو متر ما باشه طبعا بيقولك خلاص ده ايه يعني حصل نزيف البطانا واعت بص 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 يبتدي يعيد من اول بداية البطانا من يوم الخامس بقى تبتدي تبني من اول وايه وجديد في البروفريشن بص بص بتزيد ان من بص بص بينزل كمية الايه الاستروجين اللي بتنزل دي شايف وصل لأعلى حاجة اتناشر بيبني لحد اليوم الايه الاربعتاشر يبقى خلي بالك اهو يبقى انا هنا اليوم الخامس عند حضرتك ابتدى الافس اتش يساعد في اطلاق مين الاستروجين شايف الاستروجين ابتدى يعمل ايه ده اليوم الكام الاربعتاشر اعلى ليفل لي اليوم ده ما تنسهوش ده اعلى ليفل للايه استروجين بس الاستروجين عمال يساعدك يبني 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 بيبني معك من اول الخامس لحد الاربعتاشر عشرة ايام بنا من اول وجديد مين زي ما اتفقنا مع بعض بنا الاندومترين من اول ويه وجديد طب نكمل كلاما اهو خلاص بقى الاستروجين عليه جدا في اليوم الاثناشر هيحفز مين دلوقتي يظهر اله السافل اله السافل يفك الجيه طب ما لما يفك الجيه كده وقع مين وقع الاستروجين عندك يبقى بعد ما الاستروجين هو اللي عمل اله ساعة على صناعة اله يقوم اله موقع الاستروجين عندك اهو البيئة هي انت بتحضر نفسك بالبروجستيرون عشان هتاخد كامية عم وقتها اربعتاشر يوم ان في اليوم الاربعتاشر في اليوم الايه في اليوم الاربعتاشر البيتيوتر جلاند هتفرز مين ال اتش اهو هو ده هيعمل ايه هيفك ال اهو استيميليت زا اوفم لبريت فروم جي اف فك الجيه تبقى سي طبعا اول ما الساكندري اوصايت احنا عارفين طبعا كلمة اوفم يعني ساكندري اوصايت ما خلي بالك هي نص سوى يلحق يا ملحقش لسه ما تقسمش الكروماتيد لسه الان ما اكتملت انا اثمت الكروموسوم لسه كروماتيد فانا عملت ما حجز واحد وفاضلي واحد واحد وفاضلي واحد اقعد اين سا واحد فاضلي واحد فيلحق ما لحقش اهو واحد وفاضلي واحد كده يبقوا كام معك يومين اف في الانبولة تاني واحد فاضلي واحد يبقى كده كام هم يومين فاضلا طبعا انا عارف فيه فانل شيب وفينجير لاجب بروسس بيك اب زا ايه عشان طبعا يعمل فإيه اللي بيحصل الطبيعي كده يقع فخلي بالك إيه ده ما هو معنى الطبويد يعني إيه يعني أنت بتعمل ما تنساهاش ما هو ده طبيعي انت بتفكي الجي اللي بتعمل في الاستروجين بيقع منك وبيقع مني ليه بيقع للقاتي لأن حضرتك خلاص البيضة كده اكتملت ما فيش ولا اسمه بجوه ولا اسمه بره خلي بك من حتة دي ولا اسمه جوه ولا اسمه بره فوقفت خلاص الاسمه انتهى افراز الاستروج اتنين لأن مين دلوقتي يبقى قليل الأصل اللي هيبتدي يفك الجي طبعا الـ LH هيفك الجي تبقى سين فوقود الاستروجين في اللحظة دي قليل بخلي بركي بقى الاستروجين في الاول زيادته نشاطة الـ LH زيادة الـ LH وكمية قوية قليلة الاستروجين لأن البيضة خلصت من جوه ومن بره وبتفكها دلوقتي فخلاص انتهى تقص أنا بص في تكملت الفيديو فيديو جامد قوي بصة وهو تكملت القصة تقوم انت رادد علي بقى اي بقى ما الاستروجين عالي خلاص ووصلت الـ 50 ساعة نفسي فيها اليوم الـ 12 يجي بعد 13 والايه والـ 14 يطلع الـ LH يا باشا شايف شايف بص اللي هيخرج دلوقتي بص الحلوة ايه اللي هيخرج شايف الشاقة ده اهو هتخرج بص 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 اللي بميوز واحد ومستنية ايه ميوزز اتنين تلاتة ضاي واحد ليه اف في الأنبولة اللي فر تلاسيش بص 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 بتتضحرج اهي الاوفم ايه؟ او الساكنروز هايد بتتضحرك 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 ده مين؟ بالسيليا والايه؟ والمصل بص 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 بتتضحرك في فلوه طبعا فيديو حلو قوي هنا طبعا يا تلحق يا ما تلحقش عملت ميوز واحد نقصك اتنين عملت واحد 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 لواحد ميوز واحد نص سوى نقصك الايه؟ ميوز الثنين يلحق يا ما لحقش وهي دي الفكرة دي الساكن دي او او ساعت اهي عندها معنى يلحق يا ما لحقش ألحق ايه؟ لازم يكون في مين هنا بقى يجيلك بسرعة؟ الاسبرمة اف في الامبولة اف في الامبولة دا كان اتفقنا مع بعض هاي دي القصة بتاعي طبعا السؤال بقى هنا الاشرة دي ما صرها هي الاشرة دي اللي انت فكتها اللي كان بتعملك استوجين هتبتدي تمله بدهول وتبقى لونها اصفر تبقى اسمعك كورببببببببس لا 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 يوتم والبي هيعمل ايه الغشيم؟ روجسترومبك ميك بي اهو بص بقى الغشيم بقى هاتتشانج لايه؟ هاي ايه اللي هي بقى 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 الغشيم بتاعنا بتاع البرغنانسي عشان كده بنقول عليها حلو طبعا الهورمون ده هيعمل ايه؟ عشان ايه عشان الراحم ممكن يجيله امبريو بعد اسبوع فانا معايا اسبوعين اسبوع هعلي في بروجسترون واستنى معاك من 14 ل 21 ومن 21 معاك يومين تغرس فيهم ده اخرك ده تمامك لحتى 23 تمام تمام مش تمام اقع عند حركة البروجسترون ايه تفك بص منظر او تكملت الفيديو ده كالاسترش بص بقى 14 بص علي اوي 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 اللي بقى في مين بقى ظهر البروجسترون البروجسترون بينزل بغشامة عندك طبعا ملاء البطانة عندي بص بص عمال يمل 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 بص بص كربس ايه ليوت اه بص بتدى احصل لها دي جنريت اخ بص بقى المنظر وقعت الدنيا شاف بقى اهو شاف اليوم ده اليوم ده ايه ايه في مشكلة اليوم ده ليه في مشكلة حضرتك البروجسترون نم منك اهو اقفل على كده مفيش باب برجنانسي مفيش باب باب بروجسترون مفيش كرب باب باس ليوتا مفيش بي مفيش بي بي مفيش بريجنانسي بقى في بلي دي وهو ده اللي حصل ان البطانة الرحم اللي اتمالت دي كلها مفيش حاجة ايه تسربتها مفيش بروجسترون ملهاش لازمة الدم ده مش ايه مفيش بي بي بياك للأسف وصلت التى وعشرين مفيش حاجة جت ينزل منك بروجسترون كل الدم ده يفك يفك اه اول يوم يقع فيه بس بداية دورة جديدة عشان كده بص اللي بعده ده رقم كام واحد اتنين خلاص ده منسترال سايكل جديدة هي الفكرة في كده دورة جديدة زي ما اتفعنا ايه مع بعض عندها رقم طيب السؤال بقى هنا الحتة بقى المهمة اوي وخلي بالي منها الافي بتاع قصة اميرة هيجي يقولك في امتحان سنوية عامة عندها حضرتك انا عندي اميرة زي ما اتفقنا رحت للدكتور قلت له يا دكتور انا عايز اخده طبعا الدكتور مش هيجي يقعد مع اميرة وحسين ايه فقط النوم مش هيزبطها يا شروق العملية يلا يا حسين لا فالفكرة كده اميرة دلوقت احنا عارفين هنسألها سؤال مش هقولها بطك ستاوت امتا مش هقولك فكش جي والسي تبقى امتا انا هاسألك سؤال بسيط ايه هو انتي جات لك امتا المنسترشن فانا هبتدي معاك جلقاتي هقولك الفرس دي هتروح رد علي وتقولي يوم فلان حلو انا حط على اليوم ده كم يوم اربعتاشر يوم اربعتاشر يوم اه ولكن يجي السؤال لقيت اليوم ده مش مناسب حسين مساف ايه مساف طب قدي امتا الاسبرم الاسبرم علما بان انا عارف الاوبا يتلحق يا متلحقش عشان تعمل ميزز واحد واثنين معاك يومين بتعيش من يوم ليومين طب والاسبرم الاسبرم يعيش لي عند حضرتك من يومين لتلاتة فتعالا نفكر فيها كده يبقى الواد حسين لو مش فاضي في اليوم الاربعتاشر ممكن نجيب الاسبرم قبل اليوم الاربعتاشر اه طب نجيبها امتا ممكن اليوم الاثناشر تقولي اتناشر اقولك اه محق اتناشر يعيش تلاتاشر اربعتاشر تمش ممكن اليوم التلاتاشر ها شوف يا حسيني مدلعينك ها يعني انت تعالا حط الاسبرم يوم الاثناشر واتقال على سافر عبيها اتناشر عبيها تلاتاشر عبيها اربعتاشر انا معك زي الفل ملكش حك اديتني اسبرم يوم اتناشر هيعيش تلاتيام اديتني تلاتاشر خير وبركة اديتنا اربعتاشر يا حباس طب ولا فاضي اتناشر ولا تلاتاشر واربعتاشر اخرك يوم زيادة ما هي لو خرجت اربعتاشر معك انك تعيش يوم زيادة يعني هزود على ده كام خمستاشر يبقى هيا دي الايام اللي لازم يحصل فيها التقاصر الجنسي هيا دي اللقطة على اساس ان الاسبرم يعيش تلات ايام يستنى الاوفا تخرج يا الاوفا تستنى الاسبرم وتخرج يوميا يوميا مهما لاش حالة تاني يبقى اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر يجي وقت بقى نعارفه فشيخ خلاص الراجل ده دكتور ده ده يقعد دلوقتي يسأل انا افهم الدورة كويس قوي بقولك ايه انا مش محتاجة تروح للدكتور يا امير انا موجود انا موجود اوام ويكتب لك بقى ما شاء الله كده ايه فاكلتوف ميديسن خلاص يا باشا البلط الله بيد قدامك بس ودك غبي عاربة لو بيفكر بغبي يقول لي بقى مسلا الدكتور مينة قصد دي الاسئلة اشوفتها في حياتي لو انا قلت فجر شروق يوم الحداشر حمرة يا لأ حمرة ايه اللي هو الارقام يعني حمرة يا لأ انت هتشتغلني يا لأ شغل دماغك هو انا مالف فجر والشروق العمل او انا رغمنا نحارب ايه يا عم حسين احنا مش جايين نحارب مالا هي اتناشر اتناشر اللي انا بقول لك كده عمره ما هيجي في امتحانك مثلا يديك الارقام دول التلاتة ماينفعش يديك تلات ارقام قريبين من بعض ينفعش يقول لك اتناشر تلاتاشر ربعتاشر وانت تقول يلا نختار ها حادي يبادي كرومبي زي اتعبت يا لأ ماها اتناشر زي تلاتاشر زي اربعتاشر ولا ينفع يجيب لك اربعتاشر وخمستاشر جنب بعض ما خلينا نكون منطقيين ما تقوليش بقى فجر شو العملية حس انا عارفك الدماغ اللي ايه الفيستيك دي شغل الكارتوني اللي انت عايش فيه ده لا يا باش هو لو هيجيب يوم من الاربع تيام دول تمام ماينفعش يجيب يوم تاني معاه ماينفعش يجيب اتناشر واتتاشر الاوفم ماتت. فخلي بالك هنا الاسبرم يموت. هنا الاوفم تموت. يبقى خلي بالك من النقطة دي. قصة عبيطة جدا وتفعش. عشان عارف ليفل الوحش بتاعك. ودمغك الايه السم الضيع. يبقى تاني. شوف انا بقول لك اهو. اهو عاتين سم. الاوفيليشن بتاعك كده كده يوم كام? اربعتاشر من بداية الدورة. كده كده البت اميرة. احنا عارفين. او بتاعتي او بتاعتي زي ما اتفانى مع بعض. هتخرج امتى? في اليوم اللي اربعتاشر. او معك تعيش من يوم اليوم ايه? اف في الانبولة او 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 طب انا كاسبير ما عيش معك من يوم كام? معاك عيش تلاتة ايام. اتناشر تلاتاشر اربعتاشر. حداشر نو. حداشر نو. شوف انا بقى كده او. طب كاوفم بتعرف تستنى الاسبير ما هي هو يوم ايه? يا اربعتاشر يا خمستاشر. ستاشر نو. ستاشر نو. لان الاوفم ماتت. فاقوعة تنسى الحيتة دي. حيتة دي مهمة او. يبقى انا عندي الاوفم اللي هتخرج او السكندري او بتاعتي. شوف انا معاك او. از ريليز في اليوم الاربعتاشر. من بداية من بداية ايه? وتعيش من يوم اليومين. ايش معا من بداية البلدينج ودكتور مينا? ما هو عشان انا عندي. اربعة نزيف وعشرة تحضير. فتخرج بقى خلاص. اللي لقيتش يخرجها. فانا ده اما ببتدي بالنزيف انبو عشان سهل على نفسي. او في الانبول اللي عميت مايز واحد فاضلها التاني. يومين. مايز الاثنين بتاعيش يومين. او فليب انت يوم. وخلي بالك سبحان الله التلت الاول ده ميسته حلوة. الانبولة دي في ميزة حلوة. بس دي بنك معارفة. ان الانبولة دي المنطقة الواسعة من فلو فتقدر تستحمل كميات كبيرة من السبيرم. عشان يبتدي يعمل هيا يا اكروسوم ندخل النيوكلاس والسنتروسوم. دخل براسه ورقبته. ساريتكم معيه سبيرمس كتيرة في فلو. طبعا السبيرم بيعيش قد ايه في القصة دي ما انا قلتلك. من يومين لثلاثة ايام جوه الفيميل جينيتال ايه سيستم. وبالزاد في المنطقة دي مهمة عشان واسعة عندك بالنسبة لي. طيب تكملة للقصة مفيش اف في الانبولة. واستكن دلو او سايت اللي مستنية مايوزز اتنين عد عليها يومين ماتت. بس انا معرفش. خيب اجاب من الترجل انا معرفش. فانا هديها وقتها. جات يا خيروه بركة وجات لي بالبيبي بتاعي. ما جاتش انا كده كده هستنى لفة فلوب السبعة ايام. فانا اربعتاشر. هديها خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين. ويومين الغرز بتوعك يا عم عشان تاخد راحتك في الراحل. تلاتة وعشرين. يا نطلع لفوق. يا ننزل لتحت. مافيش تلاتة وعشرين. يبتدي واحدة واحدة ببروجسترون زي معيلي في اسبوع يقل معك. في الاسبوع التاني. بس. عدنا الاسبوعين. عدنا الاربعتاشر يوم. اه. الافهم كده كده. مافيش حاجة. حصلت. اهو. مافيش اوفيولي. مافيش قصدي. حصل بعد بيوم او يومين. فطبعا الكربة بس. في اواخر. عند حرارة الايه? الاربعتاشر اليوم. في اخر الاربعتاشر اليوم. زي مطلق. اسبوع اول عدة. ماحنا من يوم الاربعتاشر. معنا الحاد اليوم التمانية وعشرين. فاول اسبوع عدة. اهو. ده له اول اسبوع. انا معرفش في ايه. واستنيت معاك اليوم تلاتة وعشرين. اللي هما يعتبروا بالنسبة لنا. اليومين اللي بيحصل فيه. مافيش حاجة. خلاص بقى. البروجستيرون اللي كان بيزيد. هيبتدي ايه? يقل دلوقتي. هيدي القصة. البروجستيرون اللي بيزيد يبتدي ايه? يقل. فكان البروجستيرون عالي. هبتدي بقى البروجستيرون في اخر ايامه ايه? يقل. في الاخر الاسبوع التاني يبتدي ايه? بس. اهو. اقفل على كده. يبتدي السيكريشم بتاعة. طبعا ديكريز ليه? خلاص ماهما فيش اصلا. نزيف. فيبتدي الاندوماتريا. والبلوت فيسلز تير. هتفرقع. تم فجر. طبعا وهنا فيه هرمون على فكرة بيتفرز. فيه هرمون هنا بيبتدي ايه? ايه? كانوا بيعمل عملية ضغط على الراحة. اهو. او اربعة ايام وهنا بقى في الوقت اللي بتنزف فيه الوقت ده مين يعلى فيه مفيش بروجستيرون? نو بروجستيرون. فمن يزهر اف ستش? بس يشغلك اوفريتين. يعني لو انت كنت شغال الفت في الخمس ايام دول يبتدي يشتغل على الراي تعالي. يعني الليفت بيخلص الرايتي يبتدي. واكذا الرايتي يخلص يبتدي ايه? الليفت عنده حرجة. اهي. بص يسو الفيديو الجامع ده اهو. انا هنا دلوقتي فين بقى? اهو. بص. يوم الثمانية وعشرون. الكربوس يوتوم دي جنريب. اقفل على كده ده المصفر بقى ابيض. ابيض يعني قلت في الدهون. واختفى تماما. طبعا اذا اذا اذا. لا. لو انا عندي من يوم الثلاثة وعشرين غرز البيبي يفضل يكبر ويكمل البروجستيرون بتاعنا. يفضل مكمل عن حضرتك. ويكبر اكتر لان فيه بيبي ظهر اهو. اليوم الفايصة اليوم كام? يوم الثلاثة وعشرين. يا نعمل من الثلاثة ثمانية وعشرين. تبقى ثمانية وعشرين تسعة وعشرين. يا اما طبعا ده كده تسعة وعشرين. لان ما قدرش اقول لك ده يوم دورة جديدة. يا اما لو ده مش موجود. نعيد من اول وجديد اليوم الايه? الاول. هادي الفكرة بتاعتك. وبكده بنكون نقفلنا مع بعض. فاصل وارجع لك ده. وارجعنا لك يا ده كاترة. ويلا بينا زي ما اتفقنا كده مراجعة سريعة اللي احنا اخدناها لحد اللي فاتت. والتكرار يعلم الشطان. اتفقنا عندك يا دكتور ان المونيستر سايكل بتاعتنا وهي تعتبر علاقة بين ثلاثة حاجات. رقم واحد كانت البتيوتري جلاند. بالف س اتش والل اتش. اتنين كانت الاووري. بالاستروجين وبروجسترون. تلاتة اليوترس اللي كان بيهم له بالدم او بيعابي بالدم. اتفقنا البلو ريف فريشن بالف البتيوتري جلاند. هتعمل اف س اتش. هيروح للاووري هيعمل جي اف. هتصنع الاستروجين اللي هيعمل جرس او اندومتريا. الاوبيوليشن هنعمل بالل اتش فوك جي تبقى سي. هتعمل كرب ببببببس اليوترم زي ما اتفقنا مع بعض. وهنا هيبتدي اعمل بريبير بريجنانسي بروجستيرون. ما فيش بروجستيرون. اقفل على كيه ما فيش بريجنانسي يحصل. في فيديو حلوة قوي. بيتكلم عن المونيسترل سايكل وقصتها بالاوبيوليشن عن ساعتك. يعني فيديو حلوة قوي بيحكي الحكاية اهي. طبعا اي دي زي ما انت شايف. ادي عندي اهو. بيحكي لي بقى اللي بيحصل فيها. طبعا انا جوة زي ما انت شايف كده دي مين دي تعتبر زي ما احنا عارفين او بتاعتي اللي هي طبعا زي ما تشايف اهي. واحدة بس هي اللي بتنمو وبتكبر بالنسبالي والباقي بيحصل له زي ما اتفقنا مع بعض. انا ما طلع حاجة واحدة بس. طبعا زي ما تشايف ده اه انتاج يعتبر مع انتاج طبعا زي ما تشايف هي بص دي. واحدة بس هي اللي كبرت. اتقسمت جوة وبرا. بيضا نص السوى بالفرست مايوزيز. وعملت بالنسبالي برا اللي بيعتبر الجرافين فولوكل او الفلوكلر ايه سلز زي ما انت شايف. طبعا اهي من برا شايف كل الخلاة دي بتطلق ايه الاستروجين بالنسبالي. اللي هيروح للبتيوتر جلاند اهيت. في اعدة المخ من قدام. طبعا البتيوتر جلاند الادينوهايبافيسس. هيبتدر يطلق مين? ايه سوري هيطلق ال ال اتش. اللي بس بس هيعمل ايه? فك الجهة تبقى سي. هيعمل لبريت الاوفم. طبعا اهي. طبعا احنا عارفين فكرة ان الاوفم تخرج. هتخرج كسكندري. طبعا بس بقى الفانل الشيب. الفينجر لايك بروسس. اهي بس بقى بيوريه لك طبعا بيجريه لك عدد الساعات. اللي بس هتعمل ايه? بيك اوب زي ايه? اوفم. بس 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 بس. خادت الاوفم اهي. اهي السكندري ايه? او او سايت. بالنسبالي. اتحركت اهي. ويدخلت جوه من قناة فالو. طبعا تشايف ده اللي ايه? ده الغلاف الرفاية اللي على البوايدة بتاعتي. اللي اللي ملزوق بالهالورونيك اسد. طبعا تشايفي السيليا بتزوق البيضة بتاعتي. زي ما انت شايف في المنزر. وبتمشي بقى ايه? في قناة ايه? فالوج عن ساعتك. طبعا مفروض ان هنا يكون فيه وجود الاسبرم. يا تلحق يا ما تلحقش يا عاملت مايز واحد ناقصها التاني معك مايز اتنين يومين عشان ايه? تقابل الاسبرم. طبعا مع كده لو كده هي هتعيش يا ايه? هي هتموت. تتفعنا كده مع بعض طبعا عنها. وهنا بيوريك طبعا الرحلة بتاعتها في قناة فالو. طيب. طبعا انا اتخيل لو في بريجنانسي يعني احنا دايما عاملين نقول في ايه? بليدين. صح? طب. لا في بريجنانسي. بدل بي بليدين بي بريجنانسي. طب. لو احنا هنقول ان في بريجنانسي. خلي باك بعمل حتة دي مهمة اوي 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 اده كثرة. طب. لو انا عندي بريجنانسي. يبقى انا عندي بالبي مين? البروجستيرون. طب حل. البروجستيرون دا دي الوقتين. لازم يبقى موجود لمدة تسع شهور. ايه? لمدة تسع شهور. خلي باك من حتة دي. يعني البروجستيرون بتاعي موجود لمدة تسع شهور. طب ازاي خليه بقى موجود لمدة تسع شهور? قال لي بص. مبدأين كده بقى ايه? تاتا تاتا. واحدة واحدة. بيقول لي خلي بالك من حاجة. بص بادي. الكور باب 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 باس ليوتيوب. يوم الثلاثة واحدة. في بيبي موجود وغرس. خلاص. فكده فيه بريجنانسي. فيبتدي الكور باس ليوتيوب يكبر. يكبر ايه يكبر. تاني. هيكبر لان فيه بريجنانسي. فيكبر معايا لمدة تلت شهور. ايه? لمدة تلت شهور. شوف انا مأكد معاك الكلام. هيكبر معايا لمدة تلت شهور. ايه دي مش هيكمل كل الشهور? لا. شهر اول معاك. تاني معاك تلت معاك. لمدة تلت شهور. يعني تسعين يوم. معاك. ما اصرش معاك. عمال يديك مين? مين دا يا دا كاترة؟ البروجستيرون. عمال يديني في البروجستيرون عند حضرتك. مش. فابتدى يديني البروجستيرون. طب. ولكن الكور باس ليوتيوب يديني عنه جملة مهمة. تمبرارلي. يعني ايه تمبرارلي؟ يعني مش دايم. ما بيقعدش للايه؟ للآخر دي حقيقة. ليه بقى اقولك. هو التلت شهور دول كان بيعمل لي مين؟ البروجستيرون. طب. لحد الشهر الرابع. the end of third month. حد الشهر الايه؟ الرابع او نهاية الايه؟ التلت. ليه بقى لحد ما البوب الكبير يتبني ايه؟ البوب الكبير. اه من البوب؟ بوب 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 بلاسنتا. المشيمة. المشيمة دي يا دكتور هنكلم معناها اول حصة الجاية. دا المكان اللي غرس فيه الطفل. المكان دا بيتغزب كميات كبيرة جدا من الدم. دا اللي منه يطلع باكال حبل السوري. دا اللي منه البيب بياخد اكله. دا المكان اللي متسبت في الطفل. فافتكرة تاني. الكورب بب 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 بس ليوتن. قاعد شهر اتنين تلاتة بيديني مين؟ بب 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 روجستيرون. لحد ما البوب الكبير يطلع. مين البوب الكبير؟ البلاسنتا. البوب الكبير دا مهم جدا. مهم جدا. هو دا بقى يثبت ان الحمل سبت. مش كده دا اخطر ترات شهر ترات شهر دا. لان لسه البوب الكبير ما تعملش لسه الطفل ما سبتش. لسه ما قاش في حلقة واضحة وقوية بينه وبين الام. يقعد بقى معي شهر. رابع. خامس. سادس. سابع. تامن. تاسع. عمال يديني في حاجة واحدة بس. مين؟ بلاسنتا. بيديني ايه بقى؟ برو جستيرون. وبكده الوظيفة البروجستيرون تتنقل للبوب الكبير. يبقى تاني ببساطة جديدة. الكور بب 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 بس ليوتم. الكور بب 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 بس ليوتم. هيديني مؤقتا الايه؟ بب بب روجستيرون. لحد ما مين يظهر البوب الكبير بب بلاسنتا. البلاسنتا تكمل ايه؟ وتعمل بقى البروجستيرون. طبعا انتاج البروجستيرون بيبقى اكتر بكتير في الرابع. اكتر من الثالث والاولتين. ليه بقى اللي البلاسنتا بتبقى اكبر فانتاج البروجستيرون بيكون اعلى. فبيثبت الطفلة اكتر واكتر. لاني خلي بالك الحملة بيكون اكبر. بيحسة عيسمها يعني يبقى ايه فطبعا الموضوع ده محتاج ايه تثبيت يازم يثبت قوي عندك. وهنا الفكرة بقى بس بقى المنظر ان مين عندي ها؟ الكورة عند حضرتك. هيعمل ايه؟ هيطلع معايا شهر اول. تاني وتالت. وكفاية على كده ترخيله. عشان كده بنقول عليه مؤقت ده مؤقت مؤقت هو دايما مؤقت اخره يعيش معاك تسعين ايه؟ يوم. ده اخر. في التسعين يوم ايه بقى وظفته؟ رقم واحد نيجاتف على مين على ال 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 اتش وال ال اف س اتش. ما احنا مش بنعبي مش عبيله وديله مش هنركب بيضة على بيضة. لازم تقف الدورة خالص لحد ما الحمد ده يكتمل. اتنين. هيينكريز الثيكنس اوف ايه؟ اندومترين. هيعملها بالدم اكتر. عشان البيبي ده محتاج ايه؟ يتغزة بالدم. كل ده انا قاعد بعمله بمين ها؟ بالكور ببببس اليوتوب. لحد ما البوب الكبير يتعمل. مين بقى البوب الكبير؟ اهي ببببلاس لحد البوب الكبير ما يتعمل. وهنا البيت تتنقل لمن? بببب برجستيرون بببلاسينتا. هنا بقى انا يزهر البروجستيرون. بكمية اكتر. ولكن خلي بالك عشان فيه تريكة هنا. البروجستيرون هنا اللي طلع من البوب الكبير ما عندوش وظفتين عندوه 3 وظائف ايه اه 3 كده كده يملأ اكتر الاندومتر ويوقف اكتر الFSH والLH والاهم دي بقى بتاعته انت اتنين انا هنا 3 انا هعمل ايه انا اللي هعمل يعني الديفولوب بتاع الماميريان جلاند اللي اخدناه في الهورمونز منو هالفكرة في كده يبقى بص بقى المنظر يعني هو عندك من الشهر الرابع للتاسع بيعمل ايه بقى يا دا كترة من الشهر الرابع للتاسع بيبني الراح بيبني قصد بطنط الراح وبيوقف الLH وكتر وكمان يعمل نطج للماميريان جلاند يبقى دي القصة القصة المهمة اول يبقى طول ما فيه بريجنانسي فيه بروجستيروم بس خلي بالك اول ثلاث شهور لسه البوب الكبير متعملش لسه بلاسينتا متعملش فبسبب كده الوظيفة الحمل او تثبيت الحمل موجود مع مين موجود مع كل باستيروم خلص بثلاث شهور كل باستيروم يختفي ويظهر مين بقى البوب الكبير اهو طب انت هنا كنت بوظيفتين انا هنا بكام واحد اتنين تلاتة انا بتاعت وضع انا واقف الـ FSH والH انا هزود بوطنط الراحل انا هعمل المامرينج لاند ديفولوب ها دي الفكرة ايه بتاعتها اشكده خلي بقى اجبع من النقطة دي دايما دايما الكربس مش مكمل ايا كان يا يقعد كده كده 14 يوم في كل دورة ما هم الـ 14 لحد الـ 28 الـ 14 يوم بتاعته الـ ويوم ما يجيب اخره في الـ 90 يوم على سنوما 3 ايه شهور بعد كده ما ينفعش بعد كده ما ينفعش عشان بس تبقى انت راجل ايه فهم لان البوب الكبير الاهم انا المهم البوب الكبير عشان كده خلي بالك لو الكربس ليتم حصل فيها حاجة قبل ما البوب الكبير يحصل تبقى جهوط طبعا تبقى جهوط هيلفكرة في كده اهي بص كده معي بيقول لك يعني انا كده كده قبل الثلاثة وعشرين عند حاجة او قبل يوم الثلاثة وعشرين خلاص انا عندي اف في الانبولة واللي جايلي جايلي ايه معبي جايلي ببيبي اهو طبعا يوم الثلاثة وعشرين ده يوم مهم ان في اليوم ده انا خلاص كده هغرز جنين عندي او بريجنانسي ستارت عند كربس لوتوم ريمين هيكمل بقى ما فيه بي بريجنانسي فيه كربس لوتوم هتوقف طبعا هيبتدي يكمل نموه عندك لحد البوب الكبير ما يحسن اهو هو هو اخره شهر ثالث لان خلاص هو بعد كده بقى انتهى لان هو كل دوره ان البوب الكبير ايه تعمل بلاسنتا عشان الحمل الطفل يثبت اكتر لان الحمل ابتدي ايه الكربس لوتوم ستارتو دي جنريت بداية من الشهر الرابع لان من ظاهر اهو البوب الكبير من البوب الكبير في الرحم البلاسنتا ان البوب الكبير هو بقى اللي هياخد وظيفة وبدل وظيفتين يبقى ثلاثة لبروجسترون يعمل طب ليه كربس لوتوم تعتبر تيمبرال جيلاند لان كده كده لو الاوفم ما حصلهش في يوم او يومين كده كده هو اخره اربعتاشر يوم في كل دوره من يوم الخمستاشر معاك لحد يوم الثمانية عشرين هيحصل بتجينريت جرادول يكبر اسبوع ويقل اسبوع فبالتالي الاستروجوب روجسترون هيقلو والاندوميترام ديجينريت اقفل على كده ما فيش باب برجنسي ما فيش باب روجسترون ما فيش كربس لوتوم طب الاوفم حصله فرتلايس كده كده الكربس لوتوم هيفضل مكمل للشهر التالت وبرضه مش هيكمل يعني مش حاجة دايما في الست وده عشان يديكي الكمية الوفية من الاستروجين وبروجستيرون اندي كيبزا ايه لحد ما البوب الكبير يزهر او البلاسنت مش كده خلي بالك لو ست مثلا انا شلت الاوفري بتاعها وهي حامل قبل الرابع او قبل نهاية التالت اجهاض ليه بقى الاوفري اللي انت شلته شلت منه كربس اليوتيوب فالكربس اليوتيوب قاعد اول وتاني وتالت طب شلت الاوفري شلت الاوفري بعد الشهر الرابع مش فرقة الستة تبضل بكملها حاملها عادي جدا ولا في اي حاجة لان البوب الكبيري ظهره البلاسنتا موجودة ومثبت الطفل كويس فاعمل بس الستة دي لو شلنا الاوفري منها هتحمل مرة واحدة ومش هتعرف تجيلها الدورة تاني لان خلاص شلت الاوفري هفين البيض اللي هجيبه تاني نفس الكلام لو قالك شلنا اوفري واحد من الاتنين قبل الشهر الايه الرابع او قبل نهاية التالت طب استنى لو شلت الاوفري اللي فيه كربس اليوتم هيحصل اجهاض طب ولأ لو شلت اوفري عادي اللي مفوش كربس اليوتم هيكمل عادي الحمل والبوب الكبيري تعمل بس خالي بقى كتدورة بده بنجي لها كل 28 يوم بقى عندها اوفري واحد مرة شغلة ومرة لا يجي لها كل 6 و 50 يوم صح كده يبقى الفكرة في كده ببساطة هو بيلعب معك معه في الاسئلة انا لو لمست الكربس اليوتم او شلت الاوفري قبل ما البلاسينتا تتبيني قبل نهاية التالت اجهاض شلت بعد التالت مش فرق كاك الاوفري عطلانة لرابع خامس سادس سابع تامن تاسع هالفكرة في كده عندك طبعا شلت الاوفري يعني معنا كده مش تقفت احمل تاني شلت واحد من الاتنين يبقى واحد شغال عنده حالك كل 56 يوم عاستنه شهر شغال وشهر لا بيوقع شهر واشتغل شهر عادي طبعا في اسئلة مثلا هي تعني اتناقش فيها سريعا بيقولك مثلا خليبك انا متوقع ان المقالة هيجي في الجزء ده ان فيه كلام كتير يعني هو بتكلم في ايه في شهرين ايه شهر الاول والشهر الايه التاني طيب في بيقولك مينشن الحاجة اللي في اليوم الاربعتاشر الهورمون ده اللي هيخرج طبعا هو مين ال ال اتش ما اضل خارج اهل هو بيقولك اول يوم من بداية الدور طبعا هيبقى ال ال اتش البيضة دي حصل لها ايه والله يا دكتور مين انا عارف ان انت في يوم فيصل هنا اليوم تلاتة و ايه وعشرين من واحد وعشرين تلاتة وعشرين من الواضح كده البروجسترون مقلش ده بيزيد يبقى معنا كده في حمل هو مقلش او مفروق كان يقع منك يعني مفروض لو هو كما كانش في حمل يطلع ينزل يطلع تاني موضات طبيعي البروجسترون ايه اللي يطلع ايه اللي يطلع ايه اللي يطلع لا ده في حمل اهو وحصل عند حرطك والاندومتريا ما عندي طبعا في كتلة من الخلايا حاجة اسمها موريولا هنقولها دلوقتي او الموريولا اللي هي التوتية يعني فيه جنين انه تم رحلة الست ايام بتوعنا عندك او الفرست ايه ويك بتاعي طب what is the hormone you expect it's secretion point B هرمون الحمل بي حمل بريجنز يبقى لازم يكون ايه ده منين بقى انا لسه في بداية ايه الحمل كربس ديوتا لسه شهر تاني اصلا طيب تكملة الحوار ييجي يقولك مثلا عند ساعتك اهو what happened to estrogen and progesterone level during the menstrual cycle خلوك menstrual cycle يعني عمت والله يا دكتور مينا الاستروجين او بيزيد في الايه في العشر تيام دول عكده يقل ييجي من بعده ال progesterone يزيد وقل من يوم الى 14 يوم الثمانية او ايه وعشرين الى 14 يوم طيب هو ده اللي انا هكتبه اكتبه اكتب راحتك اي صيغة انت راجل حافظ اهو ال progesterone phase من الخامس لله 14 الاستروجين زاد gradualي وصنع بسبب صناعة الجرافين ايه فالك وابتدى واحدة واحدة يقل في نهاية الفيز دي ليه لنهاية اسم الجوه وبره وخلص اسمها خلصت فالله ايتش هيخل اهو يزهر ال ovulation والpreparation of pregnancy والفيز دي من الى 14 للتمانية وعشرين اللي فيها ال progesterone بيزيد ونتيجة زيادته ليه لانك صناعة تمين فك الجي تبقى سي كوربا سليوتر والفيز دي برضو هتنتبه انه بيقل ليه بيقل انه ما حصلش fertilization اهي مفيش F في الامبول مع هو ده اللحظ زاد زاد الاستروجين بعد كال زاد زاد ال progesterone وبعد كده قاله طب انويتش دي ال ovulation هيحصل وايه دور الهرمونات في الوقت ده يعني ايه المميز في اليوم ده في اليوم اللي 14 اولا الهرمونات اللي هنا عند حركة يمين ال ovulation ده بيحصل في اليوم اللي 14 الهرمونات بتاعتك كالاتي اولا ال LH طبعا هرمونات اللي عمل اللي بريتزاوف خرجي عندي البيضة بتاعتي من ال GF وعمل الكورباس ليوترم الكورباس ليوترم يديني مين غشيم هو اصفر عشان ملياندوه لانه هيعمل لك مين ال progesterone اللي مفروض بيزاوي الفيز دي بتاعت كام؟ 14 اولا كاني بشرح برضو نكمل مع بعض سؤالتين ويتش او following event happen in the opposite view هرموم B at each peak at ovulation مين بي ده اللي طاير في اليوم اللي 14 ده LH طب وده اللي طاير عشان بيفوك اللي اييه الجيه تبقى سيك اهو LH اللي مسؤول عن الوبهن من الجرافين فولك طب falling of level A directly قبل اهو فين ايه اهو ده قبل ايه ده من الاول خالص مين اللي كان بيتير من اول خالص الافس اتش ده الافس اتش اهو حتى هو بص من ديك ايه اليوم الايه الخامس طب ما هو اه ما هو بيقل لي بدري بدري لان مين بيغشم عليه الاستروجين بيطفيه اهو انه بتتقسم جوه وبره بيضه ونص سواب اشرته لما بتبقى ماتيور قبل فمين الاستروجين بيقلل الافس اتش طب السؤال اللي بعضه افتر اوفيوليشن سي ده مين سي ده طير لوحد لوحده اعوده لك لونتان شايف سي ده فين طير لوحده في الاخر بعد الاوفيوليشن طبعا ما هو ده مين ده البروجستيرون اهو حتى بصهم طياره لك فين من اول اربعة عشر لحد تمانية او ايه وعشرين طبعا زاد اسبوع وقل اسبوع ما هو بصوا اخبالك زاد اسبوع وقل اسبوع اللي هو ليوم واحد وعشرين وكاية قل تاني ده البروجستيرون اهو اللي ان انا محفظه لك كويس طب بيقول لك هورمون دي ليه وقع دي قبل لايه او قريب من من دي تعالوا نبوس كده عليه دي اهو عند ساعتك ده دي واخبالك اهو الاوفيليشن ايه فامين اللي وقع قبل قبل اهو اللي كان عالي عند ال 12 وقع اول ما اللي اتشي طلع ما انت عارف ده مين هو ده عند حضرتك عالي 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 من اليوم السابع لحد ال 12 عند حضرتك اهو عالي من السابع لل 12 وده كانت البضاء بتتقسم جواه وبر استويت نص سوا بما يزز واحد وبرا بالميتوز جات عند ال 12 وقع في الثراتاشر وربعتاشر ان ال ال اتشي فاكي ايه فاكي جيب اتسي اهو ان الجرافين فالاكل بتسيكريت الهورمون ده اللي هو مين الاستوس اللي مفروب بيعمل جروسوف اندوميتر لتشينزا بلاد بس سوزا فانكش اوف زهيس هورمون كومبليتيد لما عند حضرتك بالنسبة لي قلت في الدم يعني كده انه وظفته انتهت لانه بنى البطانة والاسمة خطت فيبتدي ال اتشي خار اول حاجة من البوب بوب كبير من الشهر زي ما اتفقنا مع بعض الرابع او اول الرابع او نهاية التالت لحد الشهر التاسع وكان كل تسعين يوم او كل 14 يوم من الكربس ايه اول حاجة اللي كده كده وفي حاجة تانية الاستروجين الاستروجين اه طبعا كده كده طلع من الجي اف الجرافين وبيطلع من الادرينال كورتكس تنسي كده كده فاكر اللي هو يعتبر الادرينال كورتكس اشرة الادرينال اللي كان بتعمل اندرو فوق استر تحت طب من المسؤولة عن طبعا هما الافس اتش والايه والال اتش انا كده راجل فاهم يعني حلت معك شوية مقالي يسهله علينا لايه الدنيا مع بعض اخر عنوان مع بعض خلص وهو الفيرتلازيشن الفيرتلازيشن يعني في الأنبل ان السبيرب يقابل الاوظة او الميل جميتي يقابل في ميل جميتي يدينا مين زيجوت معضيات العمر هو هو عبارة عن اتحاد عند حضرتك اتحاد مين بالنسبة الميل جميتي اللي هو السبيرب مع الفي ميل جميتي اللي هي الاوظة او طبعا هي بتتحول لأوظة من وقت الدخول فاتي اللي يعمل بعد كده ايه طبعا احنا بنعيد كلام احنا اريد يفهمينه الفيرتلازيشن ده طلع او حصل امتى حصل لما بتاعتي هتخرج من ده بعد قد ايه بعد 14 يوم من بداية النزيف يعني حط 4 نزيف و10 هتخرج طبعا انا هدفي بقى المراد ايه مش بليدنج هدف يعني لازم نلحقها هي عامة ميز واحد نقيصها اتنين في يومين اهو هتعيش قد ايه عامة هتعيش من يوم ليومين عندي عشان تبقى اف في الانبولة لازم تحصل في وده المكان الاوسع او المناسب لوجود للسبرمز للأسف ما بتعش اكتر من كام من يومين لتلاتي ايام زي ما اتفقنا مع بعض وهنا بقى تيجي اللقطة لازم عدد الاسبرم يكون كتير شو فيه راجع معنا الكلام اهو ان عدد الاسبرم بيكون مفروب من 300 ل 500 مليون في تطلع الوحدة عشان كده خلي بقى لك لازم بيبقى كمية كبيرة يعني هو حسين واميرة حسين ايه يخش على اميرة يوم الاثناشر يريح 13 يخش 14 يريح 15 وكذا لازم يعمل 3-4 مرات عشان يقطر من كميات لانه يباشا في يمين وفيش مال وانا مش عايف بدها تخرج امتى هيا الفكرة في كده فلازم كمية تبقى كبيرة جدا ان طبعا هاريك فيديو هنا حلو قوي الطبيعي فيه اولا في سبيرموس ضعيفة في سبيرموس ميتة الاسيدتي بتاعت الفاجينا في بتاكل عند حضرتك بتحمي وفروض الجهاز دوت انا مش عايف هروح يمين ولا شمال انا مش هنائي فكل ده فأت عندي للا فبالتالي الانسان او الذكر يبقى انفرطيل بس طبعا الكلام ده ما بقاش علميا صح لو عدد الاسبيرم اقل من عشرين مليون طبعا احنا عليك ده مشكلة بحق المجهري انا عايز بس ازمة زي زمان طبعا هو بيفكرك هيا يا اكروسو ندخل نيوكلياس والسنتروسوم الاسبيرم يدخل براسه ورقبته وبيفرز الاكروسوم الهالورونيز انزايم اللي دور يعمل يسيح الهالورونيك اسد اللي يسيح غلاف البويضة بتاعت اهو بالتالي خلي بالك انت دخل براسك ورقبتك يا سبيرم ماينفعش المايتوكوندري تخش بش كده ده من جينا قلنا انا خدت المايتوكوندري من ماما من الاوفم انا مخدش المايتوكوندري بتاعت الاسبيرم مخدتش من بابا خلص انا خدت السنتروسوم طبعا علمتك حاجة بس بقى الحتة دي مهمة جدا يجي عايل غبي يقول لك ايه دكتور مينا طب انا لو دخلت بتنين سبيرم هتموت يا هبا مش حد عنده مثلا قلب ونص كلا ونص كبد ونص مثلا مخ ونص مش كبد الشرقاوي هي هبا لانت فخلي بالك برده من كم نقطة كده مهمة الاوفم دي مسلا بان طبعا اللي بحدد الجنس الراجل فانا عندي سبيرم نوعين عندي سبيرم اكس وعندي سبيرم ايه واي فانا دي مهمة جدا خلي بالك لو انا دخلت اكس باكس يبقى ده في ميل لو انا دخلت اكس باي يبقى ده ايه ميل فمساش دي طبعا هو انا عندي حجم اتنين يا راجل يا ايه يا ست ولكن ما ينفعش هم اتنين يخش يا لأ هي مش بطل هي مش بطولة ما فيش حاجة اسمها ان 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 ما فيش حاجة اسمها سري ان سري ان دي مستحيلة تحصل دي حاجة اسمها تريبلودي دي ليسل تريبلودي يعني تلاتة ما فيش حاجة اسمها تريبلودي تلاتة اني دي ليسل بتموت عشان كده خلي بالك ده من كنت بغنيها لك يقول لك ايه اول ما سبرم يخش يلا من هنا انا هارش معي ما تنساش يلا يلا هارش معي من هنا انا هتكلي الا من هنا فعلا لازم تحوط نفسها بسرعة اول ما سبرم يخش ادي اوفا ما هي يخش راسي الاسبرم عند حضرتك ان وان بس تقفل على نفسها كده خلصت ما ينفعش اخش واحد تاني لو دخلها تموت وهي مش عايز تموت فالفكرة في كده تاني بس يلا من هنا يلا فالقصة في كده اهي بعد الوفا ميك ابرو تكتف كود بريفنت وانت لازم تحوط نفسها بس كود يعني في الاول بيبقى رفاية عشان ايه ها شوالة تدوق تعالى لكن بعد كده خلاص انا مش هستني بقى رفاية انا مينفعش واحد تاني يخش ده كان اتفقنا مع بعض بس بقى معي فيديو وحدة وحدة مع حضرتك اهو بيوصف القصة وحكايتها في الافة في الامبولة طبعا ده اللي بتاعتنا اهي التلتمية لخمسمية مليون سبيرم ازا ما تشاف بشر يا بابا بص يا ماي طبعا الاسبيرم ازا هي دخلت جوه الفاجينا من خلال بيرث داك اش زي ما تشاف كده فيه للأسف سبيرم ميتة او ضعيفة ما بتكملش اصلا ما بتستحملش زي ما قلنا بتاعت الفاجينا فيديو زي ما قلت الجامل طبعا بتعدي من الفاجينا يعدي منين فاكر حط اكس سيرفيكس ده عنق الراح اهو شايف اللي هو تعدي منها وتخش على مين يعتبر بالنسبة لي اليوترس اهو عدى من النارو بتاعت السيرفيكس يعدي اهو طبعا اللي مات مات اللي عاش عاش بيكمل يفضل يعوب ازا ما تشاف فيه ماتت طاقتها قليلة ما استحملتش طاقتها خلصت مشوهة فيها زي ما تشاف كده هو بيجوريك ايه التخيل فيه اللي مات وفيه اللي ايه اللي كمل هو عايز يوريك اللص عندي لسه فيه هو بيكمله طبعا كده دخل ايه دخل الرحم اهو بس 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 مكمل معي طبعا دي بص فيه الواي بلاد سيلز بتموت الاسبارمز بتاكل الاسبارمز بتتخلص منها اهي دي الواي بلاد سيلز اللي موجودة فين في الرحم اهي طبعا فيه الوفات وملايين زي ما احنا عارفين وفيه زيهم بيفقد اهو دخلوا بقى على مين على قناة فلوب زي ما تشاف ايه ويعالم بقى احنا مش عارفين هيروح فين بوس بقى مين السيلز عملت زوق مين اللي هو يعتبر طبعا الاسبارمز ايه بوس 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 يعني اللي اتقفشت في السيلز اتكابلت في السيلز بوس الفايتر او البطل بتاعنا الهيروس انا ها هوصلك حتى لو فين ها التمر حسن بوس بوس اهو بوس بوس فايتر فايتر المكملين يا بشي طبعا احنا هنا في الفلوبوس اهوو لقينا هاي شايف دي الاوفم اللي عليها من برة مين ملزوق شايف ملزوق عليها الهالủورونيك اس Best السيلز الكوت بتاعها واده الخلايا اللي ملزوق على الاوفم من بره فايتر فايتر الاسبارماز عمال هه هيا يا اجرسوم ندخل النيوكلياص والسنترسوم دخل براسه وايه رقابته اهو بوس ادي الراس والرقبة نيوكليس والإيه سنتروسوم بوس 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 اهو طبعا ده الفيديو لنكن تمرين لك جزء منه قبل كده في الحس اللي فات بوس بوس اهو اهو بوس بوس الحلوة عمال الاكرسوم ايه تسيح في الهيلورونيك ايه دخل براسه ورقبته اهو بوس 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 اهو كلهم بيحاولوا ايه يخش استاوي الواحد اهو يا باشا الهيرو بتاعنا البطن بس يخش جوه القفل المومنت اوف بنتريشن هي المومنت اوف فرتليزيشن هي الكنديشن المومن مايوزز اتنين يديني ايه اتنين في اتنين اربعة تلاتة ضاي واحد ايه الساكن بولوار باضي ومين طب والباقي لأ اوفا ميك ابروتكتف كود بريفينتي اني ازر سبيرمتو ايه هيا مش حفلة يا باشا كل ده بوس بوس يلا يلا من هنا هنروش معي بوس بتموت كل سبيرمز الباقي لازم لازم انفعش يخش ميفعش يكمل اصلا عند حضرتك زي ما اتفقنا لو كمل دي مصيبة مفيش تلاتة اني مفيش اربعة اني مفيش خمسة اني ستة اني سبعين الكلام ده ايه بلح فكل ده مع السلام انت ونتخلص منه عندي اهو بس مش عارفين يخش ليه بقى في سيكوت بيحميها عند حضرتك طبعا طبعا هو بيوريك هنا من جوه ايه هتبتدي ايه تتقسم خلاص بقى حيعمل مايوزيس 2 ملكش حجة في سبيرم عند حضرتك مايوزيس 2 لازم في سبيرم اهو بس السكندر اصايت تتقسم لايه اوفم والسكن بولر ايه بادي بس ده ده اللي هو ايه عند حضرتك بالنسبة للسبيرم بس اهو دي الان بتاعت السبيرم ودي الان بتاعت السكندر ايه وقصايت طبعا عند حضرتك اهي اهي بس بقيت ان اوفم والباقي مش عايزه ان سبيرم ان اوفم بس بس هيتحده ببعض طبعا هو بس 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 ان وان تو ان ودي السنتروسوم عنده حركة هوا اللي هيعمل بقى ديفيجن لمين لزيجوت ان وان تو ان طبعا فيديو جامل جدا ونزيز قوي يوريك الحكاية بتاعتك طيب تعالى بقى على رحلة الست ايه اللي هي نهاية او اخر جزء في حاسك طبعا خلي بالك منه في قصة كده بس غريبة الجزء ده مش متزبط شوية في الكتاب في مشكلة هقولك ايه صح وهقولك الغلط بص سريعا كده طبعا في حتة مش مزبوطة في الكتاب ولكن احنا هنفهمك ايه صح وقولك في الاخر تكتبها ازاي طبعا دي مين ده الاوفر بتاعنا الاوفر بتاعنا زي ما احنا عارفين بيجيله يعني كالوان تعالى نلونها كده مع بعض بيجيلي الاف اس اتش زي ما اتفعناها من الاول هيعمل لي ايه الجي اف الجرافين فلق تقوم الجرافين فلق عند حاجة تستوي برة وجوه فتديني الاستروجين اللي بيعمل بناء من اول وجديد مين زي ما احنا عارفين الاندومتريم طبعا اراحانة راضد بل اتش بالنسبة لي فك الجي تبقى سي فيعمل حاجة اسمها كوربس ليوتون اللي بتزود اكتر في بطانة الراحل وتعمل البروجستيرون طبعا فبتخرج البيضة بتاعتي طبعا بتخرج في شكل ايه secondary oocyte خلي بقى لك عشان دي بتاع ببنك المعرفة اهي secondary oocyte الان بتاعتي يلحق يا ملحقش عشان عموز اتنين معك يومي حلو هنقول عندنا كده كده في fertilization اه اهي يا باشا الاسبرما هون وهنقول حصل عملية fertilization بس كده بعندي ايه هنا طبعا end و end to end كده مين ازاي جده وده حصل فين في التلت الاول في قناة فالوق الحتة الواسعة دي اللي عبيه لك سبرنوس عندي فظهر الزايجوت ابو توين بيقول لك في حاجة غريبة تحصل يبتدي تعد رحلة رحلة تقريبا من اسبوع لحد ما نوصل الواحد وعشرين ونغرس طب بيقول للرحلة دي بتتدي ازاي عد 24 ساعة ايه 24 ساعة بالزبط ايه اللي هيحسبها في الـ 24 ساعة الزايجوت ابو خالية واحدة يتقسم لخالية وافتكروا اهمة اتنين ده حرف ايه انا بقول حرف مش رقم يا غبي ليش بقول لك رقم تمانية حرف اسمه ايه بي بلستو مير يعني بعد اربعة وشرين ساعة بعد يوم انا بقى عندي خليتي اقعد اقعد اربعة وشرين ساعتين اقعد اربعة وشرين ساعتين هدي كده هدي كده هنضح الركيومي طيب الخالية بقت اتنين اتنين بقت اربعة اربعة تلاستومية كده بقى عندي اربعة خلايا طيب المفروض ان انت بتكمل رحلتك كلام كتابك ما كانش يضقيك في الحتة كل اللي قاله ان بعد اربعة خلايا يمر الوقت لنهاية الاسبوع لنهاية الايه الاسبوع at the end of the first week تتقسم تتقسم وتطلع بحاجة اسمها موريولا موريولا او التوتية التوتية عارفها شبه التوت عبارة عن خلايا كتير قوي كتير يصغنونة مع بعض بالشكل ده كده كده عاملة زي التوتة اهو دي اسمها موريولا ويقولك الموريول دي ايه اللي غرزة طبعا الكلام مش دقيقة يعني مش دقيقة ايه الكرواتة اللي انت كروتيني فيها دي لما اخذها دكتور موريولا يعني ايه مرة واحدة عند حالتك كان واحد واحد بقوا اثنين اثنين بقوا اربعة هب اربعة انا مش عايف هما كام وانت قال الاسبوع لك لا هو الصح والاضق اللي انا هقوله لك ده دلوقتي بص المفروض انك الادي انا عندي ادي كناط فلوب وقادي الرحم وقادي الاندومترانة طبعا جاهز بص اللي انا هقولولك ده ده الصح بقا ادي عندي خلية واحدة اللي هي الزيجوت طبعا انا خلاص انا هحصل حلو الزيجوت يبقى خليتين اللي هما الخليتين يبقى اربعة اربعة بلاستومي اربعة يبقى تمانية تمانية يبقى ستاشر الستاشر دي هي المريولة لو ركزت كده كوقت كوقت ده يوم ده يوم ده يوم ده يوم ده يوم يبقى انا كده قضيت كم يوم اربعة تيام شايف اربعة تيام من اول هنا لحد هنا اربعة تيام حتى خلي بالك المعاصر برضو ما كانش عارف يفاهمها لك كانش عزيقها في الغلق يبقى من اول الزيجوت لحد المريولة الستاشر خلية ده الصح بتاح اربعة اربعة يوم دكتور مينو ما في الاسبوع اولا تقوم المريولة تتقسم تاني دو هي دخل على مين على الرحم الاتنين وثلاثين خلية ده ده الصح حاجة اسمها ارلي انا بفهمك الصح بلاستوسيست ان شاء الله كده ما تخش طب هتفش تشكرني على الكلام ده وتغرز الاتنين وثلاثين دول هنا يغرزوا بقى هنا يغرزوا في حاجة اسمها ليه بقى مفروض ان هو لما بيغرز بيغرز الخلاة دي بتترتب على طالت طبقات وكل طبقة بتعمل الجهز في جسمك اللي بيعمل الجلد اللي بيعمل العظم اللي بيعمل الرئة اللي بيعمل المخ اللي بيعمل الاعصاب اللي بيعمل الدم اللي بيعمل القلب واحد كذا فلما تيجي تحسبها الحتة الاخيرة دي هنا يوم عندك وهنا يوم عندك وبكده حصل ويالفكرة في كده هو ده الصح ففي مرحلة كاملة مش موجودة اصلا في منهجك يعني بص الحتة دي كلها مش موجودة اللي هي دي في كرواتة هو قالك ايه قالك لا يا باشا ده شايف الحتة دي هي دي اللي غارزك قالك دي وخلص على كده وكروات بس انا فهمتك ايه صح لا هو مفروض المريولة مستاشر خلية تبقى اتنين وتلاتين تترتب تغرس لازم ترتب ثلاث طبعات عشان كل جزء بيعمل حاجة يعني خلايا بتتقسم لتيشو فده الصح لكن اللي عليك اللي علي مش عليها غير كده ده اللي عليك كلمة زايجوت اتنين بلاستومير اربع بلاستومير مريولة ده اللي عليها بس فخلي بالك لو جي سألك اول 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 خليتين هتقول لي خدوا يوم الحتة دي خدت يوم الاربع خلايا خدت يوم تاني هتقول لي بقى من اربعة للاخر دي اخر الاسبوع فخلي بالك انا فهمتك ايه الصح و ايه الغلط فالمفروض كلامنا زايجوت اتنين بلاستومير اربعة تمانية ستاشر اتنين وتلاتين يترتبها على كلامنا لا هي خدنا اتنين اربعة تمانية بقنا في الستاشر غرزنا سبحان الله لا طبعا هي مش دقيقة المعلومات دي اهي بص بقى معايا في الصورة خلية بقت اتنين اتنين بقت اربعة اربعة بقت تمانية ايه ده ايه ده ايه ده تمانية بقت ستاشر انت لو ركزت انا كده خدت كم يوم اربعة تيام ما خدش اكتر منهم انا ما خدش غير اهو ادي هنا يوم التاني التالت الرابعة هو ده اللي هو ابن الرابع اليوم الرابع مفروض بقى بص بقى يطلع هنا اتنين وتلاتين تترتب وتغرز الاتنين وتلاتين دول يغرزوا يحصل امبلانتيشن هنا اهو بعد ما يترتب فمفروض رابع خامس سادس هالفكرة في كده فلما تيبص عليها هتديك تقريبا الاسبوع فعلا طبعا مش عندنا او للأسف مش علينا قصة ايه التمانية دول ولا قصة الاتنين وتلاتين ولا ترتبهم انت عليك بس ان انت في نهاية الاسبوع اهو ظهرت المريض ده اللي عليك بس انا فهمتك ايه الصح اشان تبقى راجل فاهم اهي بص كده معا اهو ما قالش اي حاجة قالك اربع عشر ساعة يعني يوم بعد الاف في الانبون هتديني الزيجوت هيتقسم بالميتوزز يديني خليتين اتنين بلاستومية ده فين في الجزء الاول من فلو بعد كده هيديني خليتين تان اتنين في اتنين اربعة ده فين كده تمانية واربعين ساعة من البداية اربعة خلاة او استنع يوم وراها يوم وبعد كده بص مرة وعدة يقولك بس شكرا طب يا عم ايه الهاطل ده موريا دي ستاشر ده اولا انت خدت حتة كده في النص بص حتى الفيديو ده او بيوضح لك الدنيا واحدة واحدة اللي هو ازاي حصل السل ايه ديفجن انا بحكي لك عنه بص كده بيطلع لك اهي السكن درقوسايت زي ما قلت لك طبعا دي الجرافين ايه بتستيوه من جواه من بره بتكبر جواه وبره بتتقسم البرامة الروسايت يبقى سكن درقوسايت وبره بتتقسم وتعمل وهكذا احنا فهمنا القصة خلاص طبعا ايه فك جي تبقى سي بص ايه ايه زي ما اتفقنا بقناة ايه وابتدى يحصل لها ايه تتحرك بلايه طبعا دي السكن درقوسايت اهي الان بص بقى بالنسبة لي اف في الانبولة الجزء الواسع اللي هيملأ عندك هيا اكروسوم نخش بالايه طبعا ايه في بروتكتف كوت واحد بس هو دخل بس بقى زيبوت شاف بقى اتنين بلاستومير عديو اهو كانت اتنين بقى اربع عديو متين اربع بلاستومير عديو بقى تالت بقى تمانية عند حضرتك اهو تمانية بلاستومير بروتكتب بقى اتعدي ايه يوم رابع بقى موريولة شاف توتية شبهة توتة اهي 16 خلية عندنا حضرتك وكده هي بص بقى اتنين وثلاثين ده كده فين كده اخر فالوب طبعا بيحرك ده السيل بس يبتحرك اتنين وثلاثين دي طبعا فين تغرز في الرحم تترتب وتغرز في الرحم زي مورتك اهو بص بقى الكلام طبعا هو كلامه هنا بالصح الموريولة هي اللي بتتحرك بالسيلوري اكشن اللي هي مفروضة على كلامه يعني 16 خلية ايه دي طبعا هو باعتبر ان الموريولة مش 16 ايه تمشي فالوب لحد ما توصل لمين للرحم جوه الرحم الموريولة is implanted جوه اللي هو يعتبر ايه تجوفات او تغرز جوه الشقوق عند توصل الدم في الجدار الرحم من جوه في الاندومتريم في نهاية الايه شايف ايه first week طبعا الجملة ايه مش دقيقة بصراحة الموريولة ده يوم الرابع عندك طبعا واحدة واحدة البيبي بيغرز عشان هيبتدي يعمل ايه البوب الكبير بلاسنت اهو think in the endometrium which is in reach غني بالبلودي بسل طبعا هياخد المم بتاعه وكده يكمل معاكل الشهر الايه تاسع وهي دي اللي هنبان اكتر ويعمل حاجة بقى اللي هتظهر بقى الحصة جاية لها نهاية رحلتنا عندي اهو برضا نفس كلام فيديو تاني اهو عندي يا بشارة الصيجوت اهو بيوريك بقى الرح شايف اف في الانبولة الجزء البعيد ده تلت الاول بقت اثنين بعد يوم اهي انا هو على كلامه في خلال تلاتين ساعة يعني تقريبا يوم اهو اثنين بلاستومير طبعا هيبتدي ايه عدي يوم كمان هيبقى كام هيبقى اربعة بص اربعة بلاستومير اهو اهو كده اربعين ساعة اربعين ساعة يعني تقريبا دخلها في ايه يومين بعد كده بص هيبقى كام تمانية هومت من نسبة لنا ادي التمانية تقريبا في يومين ونص يعني داخل في التالت لو تلك عمال عدي يوم بيوم هيبقى دلوقتي ستاشر شوف قرب خلاصة هوم قرب على المريولة ادي ستاشر بص 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 ستاشر ستاشر ايه شايف خدت بالك التمانية بقى ستاشر هومت شبه التوت شايف ده داخل ايه التالت في الرابع يوم التالت في الرابع بص من الولة بقت ايه بقت اتنين وتلاتين اللي هي البلاستوسيست عند ساعتك هي القرل اربع تيام و ايه ونص من الرابع ل الخامس اهو وهتترتب بقى بص با هتترتب شايف الترتيب اعادة الترتيب شايف شكل تغير ازاي وتغرز بقى كنا اربع تيام و نص ده دلوقتي دخلت في اليوم الكام داخل بقى من الخامس للايه للسادس دي الليد بلاستوسيست اهي اترتبت عشان يحصل حاجة اسمها الوريجان وجينيسس يعني كل مطقة او كل طبقة هتعمل حاجة اهو دي الليد بلاستوسيست اليوم اللي هيه الخامس للسادس زي ما قلتلك ماستغرز بقى في الرحم من جوه اللي هو الاندومتريم عند حضرتك فكده تبقى ايه الدنيا نفس الكلام اهو في فيديو برضو تاني بيشرح قصة ايه يعني فيديو كده كاريكاتير بيشرح الحكاية كلها طبعا اهو اي دي الرحم بتاعنا هو بيرسمه معنا طبعا ادي الفاجينا و ادي السيرفكس زي ما انت شايف و ادي اليوترس هي بباركي اللي هي الصورة كلها خلص اهي طبعا دي الفاليبيان تيوب والفامبري الفينجر لايك بروسس و ادي الفاليبيان تيوب طبعا ده اهو طبعا هو ايه واحد منهم هو طلع هيطلع ان هي هو كسكتش فكرتها حلوة بصراحة كأنك بتدخلها و بيرسمها لك يعني كأنها ركاب ايه لوحدة طبعا زي ما انت شايف كده ايه ده كده كأنه هيعمل اهوت اهو طلعت اهي ايه اجيلك كده عشان نجنب ده اهو ساكندر اوسايت الاسبرم اهو انه و ان طبعا هبتدي يعمل ايه هياكل في الايه في المنطقة دي هاصل اهو جم تشايف بعد زي جوت طبعا بعد يوم هيبتدي يحصل ساكندر اوسايت اهو ده اول يوم ازاي جوت بتاعك طبعا اهو دي وان عادة هيوريك بقى اللي ايه الاربعة ايام اهو بقى اربعة اثنين بقى اربعة اربعة بقى كام تمانية اهي بقى يعني انقصمات ان دي وان اهو دي تو دي ثري دي فور طبعا هبص بيشرح لك القصة كلها بتدخيلها بترايح حلوة قوي يعني الفيديو ده مستو كده وصرحه لك طبعا عشان ايه تشوفه خطوة بخطوة بص هيكتبها لك دلوقتي بقى اهو وصلها لك لليه المريولة اهي شايف المريولة طبعا المريولة دي هتبقى ايه اللي هي الفور شوفت بقى المنظر واحد يوم الاول التاني التالت الرابع احنا في الرابع دي commitments هتبقى ايه هتبقى البلاستوسيست اللي هيتنين وترتين فيما فوق الهوه دي يوم الايه الخامس عندك بالنسبب شوفت بقى المنظر طبعا ايه يحصل لها اعادة ترتيب عشان تنغرز او تنغمز عندك اهو. شايف ادي ده اليوم الايه? السادس. بص بص هي رتبها لك ازاي? رتبها بشكل ايه? منظم. اهي. شايف دي اللي اللي هو اتنين وتلاتين فيما فوق اللي هو اتنين وتلاتين او اربعة وستين بقى من فيما فوق اهو. دي الايه? السابع عندك وهي كده الايه? قصة اتعبالت عندك. طبعا اهو. اهو يعني بيوريها لك ايه هو بيزبطها طبعا ايه? بشكلها. يعني هي بتدي ايه? تغرز يعني كده يعني انغمز بتغرز جوه الرحم عندي. طبعا اهي دي الصورة بتاعت المعاصر اشتا قلت لك صورة المعاصر في حتة غريبة او لغز وهي المنطقة ديت. شايف? اللي هي بنقول عليها بلاستو سيست الارلي والليت. طبعا دي هو رسم الارلي عندك اهو. دوس المنظر ايه دي بعد كده بقت اتنين. ده بعد يوم اهو. بعد كده بعد يومين باربعة. بعد كده بقى تمانية. الرابع الصحة هو الايه? الموريلا. طبعا الخامس توصل كتنين وتلاتين تغرز سادس. شكده الصحة اهو? ادي زايجوت عمل ميتوزز. في اربعة وشرين ساعة عمل تو سيلز. اللي هما تو بلاستومير ميتوزز. اربعة وشرين ساعة تانية باربعة سيلز. بقت ستاشر الموريولة على ست فيه تمانية طبعا. ما تنساش. ده ادي الايه? الرابع عندك. طبعا انا مقع لك اللي هو التالت. مفروض يبقى فيه الاتنين وايه? وتلاتين. وبكده ده كاترة بنكون خلصنا مع بعض رحلتنا. خلصنا منيستر سايكل. خلصنا وفهمنا اول مرحلة في لحد ما وصلنا بالامبريو. حصة جاية معاونة ربنا هي اخر حصة خالص. هنخلص مع بعض معاونة ربنا اه رقم واحد الامبريونيك ميبراينز. وهنخلص البريننسي والكونتراسيبتب ميسود ملتابلت وينز. اسئلة او قصة سهلة قوي 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 وعبيطة ما فيش اي بالتوفيق. اشوفك في حلقة جديدة. ربنا معاك. المرة الجاية ايه? نشد بقى مع بعض. وخلص فضلنا نتكة بسيطة. ونخش مع بعض. بالتوفيق. ربنا معاكو. وشوفك في حلقة جديدة ان شاء الله. بريدنج سايكل. ككلمة كلمة بريدنج يعني تقاصل. سايكل يعني دورة التقاصل. حلو. يعني ايه بريدنج سايكل? هي عبارة عن ايه? بريود. ايه? بريود. اه. انت ما تيجي واحدة ستة تقولك انا جات لي بريود. هي دي دورة التقاصل بتاعتها? هي معناها كده فكرة دورة التقاصل. هي عبارة عن بريود. افتكر دائما بي. بريود. هي عبارة عن بري. بي بي. بريود. حلو. ال بريود دي. الوقت ده. بريود يعني ايه? وقت او منتظم. حلو. دورة تقاصل عبارة عن ايه? هي وقت. وقت ايه اللي بيحصل فيها? وقت اللي الوفري بيشتغل فيها بينشط فيها وبينتج هرموناته زي مسلا الاستروجين والبروجسترون والقصص اللي احنا كلمنا فيها ودايما بينشط في اوقات ثابتة يعني مسلا لما جينا نتكلم عند حراك في الدورة بالنسبة لي مسلا زي الاسد دي بتنشط كل سنة مرة هو بتجوز كل سنة مرة لو عندك لاب قطة مش كل يوم بيعط صح تلاقي دايما في وقت معين انت عارفه لو انت عندك لاب قطة الوقت ده مسلا بيحصل فيه عملية التقاصل الجنس يبقى هو وقت معين فالقصة في كده هي بريود ايه بريود انويش اللي فيها بقى ايه الاوفري بكم ريجيورارلي اكتف ايه بكم ريجيورارلي اكتف يعني نشط بايه عند حضرتك بانتظام يبقى تاني يبقى فتكرها تاني بريدي بالبيئة هي هي عبارة عن ايه بريود هي عبارة عن بريود بريود يعني تعتبر وقت الوقت ده بتعمين ده وقت الاوفري انه يشتغل حلوة اوي طبعا معنى ان الاوفري اشتغل يعني بتتزامن بتتزامن مع ايه مع التقاصل الجنسي طبعا ما فيه بيضة خارجة ساعة كده يا شباب يا تلحق ما تلحقش من السبيرم فالقصة في كده بتتزامن عند حضرتك وبتتكاصر عند حضرتك بالنسبالي ده وقت التقاصل الجنسي فهيجي بقى يسألني سؤال هنا مهم طب دكتور مينة هي دي بتحصل فين يعني كل الكهنات الحية قالك لأ البيت تانية دي بقى مهمة اوي ايه بقى البيت تانية البيت الاولى ان هي وقت وقت الوفر اشتغل فيه صح البيت تانية بقى دي كلمة مهمة دي بقى كلمة مهمة جدا 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 يعني مش فاي كان حي انت بتكلم في الثاديات ايه في الثاديات يعني انا بتكلم في الكهنات اللي من الاخر عندها المامل يعني الثادي يعني عندي حاجة اسمها الرحم والرحم ده ما كان بينمو فيه البابي بتاعي وبيبقى غزيه بالدم وبغزيه بالهرمونات والاكل يبقى هي دي معناها يبقى خلي بقى لك بقى من قصة البي دي عشان البي دي مهمة يعني معنى كده الحيوانات اللي بتبريد ما بتقلش عليها بريدينج سايكل بريدينج سايكل بريدينج سايكل بريد ان ويتش الاكتفلي ريجولر وهي في نفس الوقت في البلاسينتال ماملز يعني يعتبر الحيوانات اللي يعتبروا عند حضرتك عندهم او الثاديات او يعتبروا اللي عندهم رحم يبقى خلي بقى لك من القصة دي عشان القصة دي مهمة قوي يعني معنى كده هم عندهم انترنال امبريونيك دي بقى تاني كده واحدة واحدة قصة سهلة جدا النهاردة وعبيضة جدا يبقى من الاول وجديد كده عند ساعاتك القصة ببساطة بريدينج سايكل بالبي بريدينج سايكل دورة التقاثر هي عبارة عني بريد حتى احنا دي ما بنسمع الكلمة دي البنت عند حضرتك تقول لك انا جات لي بريد بريد يعني وقت فترة فترة زمنية ثابتة فيها ايه اللي بيحصل عمتا في الثاديات ان بيجي الوقت ده يشتغل ده معنى انه يشتغل يعني يعمل هورمونات وبتتناسب معها قدرة التقاثر الجنسي اكيد طب هي بتحصل في كله يعني حتى مسلا طيور الزواحف قالك لأ دي موجودة في البلاسينتال ها ماملز البي بلاسينتال ايه ماملز حلوة يبقى تاني من الاول شوف انا ماشي معك واحدة واحدة عايزك تتخيل القصة قصة سهلة جدا جدا اني انا عندي فيه حاجة اسمها بريدينج سايكل البريدينج سايكل هي قدرة التقاصر او دورة التقاصر ان هي بريدينج دي وقت الاوفر يشتغل فيها وقت منتظم زي ما انت فانا مع بعض والاوفر اللي اشتغل طلع هورموناتو كونسيد يتززم مع السيكشول ايه روب رودكشن حلوة وكده كده الاوفر اشتغل وقدرة الجنسية ظهرت بين الفرد من الراجل والسيد طالما فيه اوفا هتخرج بقى فيه سبرملازيم الحقه هتظهر معاك فين هتظهر في البلاسينت المامن يعني يعتبر الحيوانات اللي عندها ما شيمة او بالبلدي فيه رحم عندك بالبلدي بتولد ما بتضدش طب انا كانسان الموضوع مختلف عندي مختلف عندي في ايه دا كاترة اني انا كهيومان ما تنسهاش او هيومان بالمان ايه انا كهيومان عندي حاجة اسمها ايه بقى منسترال سايكل ايه منسترال سايكل طب ليه ما تقالش عليا بريدنج سايكل وفتكر ام اما هي ليه ما تقالش عليها بريدنج سايكل لان الظاهرة دي بتنتهي قلتلك بب بي دينج في حاجة مميزة جدا بتظهر هي الفكرة في كده ظاهرة النزيف هي دي الفكرة ما الست تقول لك انا عندي بيريوت اوه يعني ايه بيريو? يعني ايه? انا جالي بيريو ده معنى ايه? فاهمين المنزقة عايزك ديك تتخيل? لما انا جقول لك واحدة جالها بيريو اه جالب بيريو يعني ايه جالب بيريو? يعني فيه وقت منتظم عند حضرك الوفر اشتغل فيه وفي نفس الوقت مع انتظامه فيه نزيف حصل. هي الفكرة في كده. فهي ظاهرة. هي دي القصة ظاهرة مميزة جدا فينا كبشر. هي ظاهرة النزيف عندك. يبقى انا كده فانتهي لك ببساطة جدية. انت قلت لي خلي بالك ادهو راح كتين. فاحنا نمشيها واحدة واحدة. تعال نبتدي اهو. انت قلت ليه? انا عندي تلات حاجات. صح كده اي ده كترة? تعال نتخيله? انا مسلا هبتدي بوم. هكتب لك المرتين. مرة بوم ومرة مبو. عشان البوم بي. صح كده? او ام. متطفق معي? كلام ناسه? حلو. البي اسمها ايه بقى? او لها اسمي تاني? فولوكيلر فيز. حلو. او 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 او. اولي اسمي تاني? خلي validate عشان تبقى فان برضو الاسمين عشان لو جالك اي جراف. وخالبك في فرق بين كلمة ومنسترال ساكل. دي تاخدها باكتج كلها بوم امبو كلها على بعض. اتلف الثمانية وعشرين يوم لك. انا متكلم عن نزيف بس. البليدينج بس. طيب. نبتديها بقى واحدة واحدة. قال لي بوسيسي. اول حاجة. انا كنت بقولك الافات دي قبل كده. شايف الاف دي والاف دي. بدايتنا اف نهايتنا اي في نص جي ايه تاني. بدايتنا اف نهايتنا اي في النص جي. لو ركزت في الف ده اتلاقي نفسك ان انت عارفوا اصله. بدايتنا اف 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 ايه ايه افس اتش. اه. عش كما بقولك. فولوكيلر. فولوريشن اهو فولوكيلر ر Auft ف Vader. شايفها اهي فولوكيلور. wood f Fairyしょ Shaift انطقة. bro protector connection او فولوكيلر ان انت تعمل ايه تعامل ايه تعمل ايه بالف ايه 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 دكتور مينا في كده طب استنى استنى وانا عرفت الناس تاوت ازاي عملت استروجين طب ما خلصت اهي بداية نهيتنا ايه بداية نهيتنا استروجين وفي النص الجي اف صح قصة تفه تفه يا ابني تفه من الصياحة ولا اي حاجة يبقى تاني بوص بقى انا اكتبها اهو نكتبها مسلا من فوق بلون تاني هنا اهو بدايتنا عند حضرتك بدايتنا اف وانهايتنا ايه وفي النص هه جي لما اجا ترجمها اهي النفس ان انا بحكي على عندي اف اس اتش بساعة كده يا شباب الاف اس اتش ده هيعمل جي اف الجي اف هيعمل استروجين طب ما هو ده اللي حصل هو ده اللي حصل في القصة دي ان انا بالنسبالي القصة المطالب بساطة ابتدت بظهور مين ها اف اف اس اتش اهو فعمل مين ها جي اف 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 اهي طب وانا اعرف منين البيضة دي استوت اصلا ان مين لازم يطلع ها الاستروجين صح كده وما تنساش بقى حاجة خدناه في الهرمون وانا بنرجحها في القضية بتاعتنا وكصاصنا نازل بالبوستف طلع بالنجف ما هو الاف اس اتش ده دوره يعمل ايه ده دوره يصنع الجرافين فولكر اتعاملت الجرافين فولكر ويعم قطر الف خيرك وطلعت الاستروجين الاستروجين يعمل ايه بقى يوقف الاف اس اتش شايفوا المنظر هادي القص ان يعتبر هنا الاستروجين ناجاتيف فيدباك على مين على الاف اس اتش طبعا ما هو الفكرة ده ما كنت بقولها لك انت عرفت منين ان البيضة دي استوت عرفت منين الاف اس اتش نجح ان الاستروجين ده كترة بيوصل لأعلى ليفل في المدة خمسين ساعة في الست خمسين ساعة يعني تريبا يومين وحبة يومين وكسر يومين وكسر عليين قوي الاستروجين ليه بقى عليين عشان يوقف الاف اس اتش خلاص يا عم استوت خلاص كفاية اطفع عليها خلصت انت اف اس اتش ارتاح خلاص كترة خيرك انت عملت عشان كده خلي بقى لك الاستروجين مهم جدا هرمون تنظيم الدورة كده ما دي مهمة اوه هتفاهمها دلوقتي تنظيم الدورة يعني هو اللي منظم الدنيا يعني هو اللي وقف الاف اس اتش خلاص انت عايزة تستوي استوت خلاص البيضة اللي نفسك فيها كتملت والبرايمير او او سايد بقى سكندر او سايد خلاص خلصت يبقى تاني يبقى القصة هنا لحد ما وصلنا يبقى انا بدايتنا اف نهايتنا اي في النص جي انا ابتديت بي الاف اس اتش وده طالع بالبوسطف حلو على مين عالجرافين فالك يلا يا برايمير او سايد واحد لواحد مايوزز واحد برايمير او سايد تديني واحد عايش واحد ميت سكندر او سايد فورس بولار باطل حلو استوت طب لما تستوي عرفت ان انا استوت ما ده السؤال لازم تفكر فيه عرفت ان انا استوت بمين الاشرة بتاعت الايه سكندر او سايد فيه اشرة بتنضج عدد الخلايا فيها كتير انتاج الاستروجين عالي عن ساعدك عشان جدا خلي بالك من حتة دي مسلا لما اجي ارسمها لك لو تخيلنا مسلا عايزين نرسم الصورة بتاعت البضاء بتاعتنا تليها عاملة كده مسلا نحطه فوق بص المنظر ده اتمنى تكون تخيلت اللي انا عايز اوصله له هو ده اللي في نقل جوه دي مين اللي جوه دي يا دكتور مينة هي السكندر ايه اقصايت اهي دي السكندر اقصايت ما خلاص بقى ما البضاء واستوت خلاص كالترخيرك نص السوى اللي عليها من برا ده ايه اشرتها خلايا كتير 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 على السكندر اقصايت من برا ما هو دايما البضاء بتاعتك عليها اشر ما احنا اتفقنا عليها غلاف والغلاف ده هو السكندر ايه اقصايت عليه حاجة اسمها فلوكيلار سلز تعال بس انا ناخدها لون تاني اهو او ناخدها اسود ده كده كله اسمه فلوكيلار ايه سلز عن دسعتك اهو ده بقى اللي بيعمل ايه هو ده اللي بيطلق الاستروجين فخلي بالك من الحتة دي ان هو ده اللي هخرج لك الايه الاستروجين هو ده اللي بينتجي الايه الاستروجين بتاعك ما هنه هعرف منين اللي جوه اتقسمت يعني ده هعرف منين انها اتقسمت وبقت ساكن روصايت من ان اللي برا كمان اتقسم ان اللي برا خرج الاستروجين بتاعي عن ساعتك طب كلام جميل كلام جميل فيه حتة بس مهم خلي بالك الغلاف ده بيتقسم بالميتوزز يعني بيقطر عدد الخلايا قوي عشان ينتج استروجين كتير مش كيف بقولك خمسين ساعة دي الاستروجين ببقى فيها عالي ليه لان الجدار بيبقى مليان بخلايا كتير قوي عليه عند نحرك الفلوكولر سيلز دي بتتقسم باستمرار يبقى نرجع تاني قصتنا من اول وجديد يبقى احنا اتفقنا قلنا هي قلنا هي فلوكولر فيز فالبرولفريشن ان انا بأسم بدايتنا زي ما اتفقنا اف نهايتنا اي وفي النص جي ان انت بتديد بالف عند حرارتك نازل بالبوسطف نازل على هتبتدي تخليها تتقسم واحد عايش واحد ميت مايوز واحد تاخد واحد بس مايوز واحد بيضا نص سوى واتفقنا في واحد من الثين نشتغل طب يبتدي عند حالك لو اختارنا مثلا يبقى الرايت مرايح هيبتدي يختار من وسط البرامر او سايت احسن واحدة وافضل واحدة اللي بتكمل معكو تندق فالعشر ديم من وسط البرامر او سايت كتير اوي دول واحدة هتتقسم وتبقى ساكندر او سايت ويبني من عليها الاشرة بتاعتها اللي هي الفلوكرارسلس فالوقت يعتبر عشر ديم طيب حاجة تانية افتكر بقى القصة دي مهمة اوي قلتلي ايه قلتلي بدايتنا بدايتنا بي ونهايتنا بي ايه ده الراحة بدايتنا بلد او اندومتر نهايتنا حاجة اتنين بي يا بريجنس يا بليدي فالاسترشن بوص بقى ليه وظيفة تانية ده غير انه هو كان ايه نيجاتيف نيجاتيف عند حضرتك على الف س اتش ده هو بلد ايه بدايتنا بي عمل بلد بلد مين بقى بلد الاندومتر وخلي بالك البدر اللي استود ديها دكتور مينة لازم ايه لازم لما تخرج لما كانت ايه تبات فيه احنا اتفانع كده لما يبقى زيبوت يبقى وشوف بدايتنا بي اهي يبقى تاني لحد ده موصلنا وكده خلصنا قصة اللي ايه عندك يبقى تعالى بس ايه نعمل خط كده لحظة عشان ما نلغبطش نفسنا اهو كده يبقى القصة كده ايه انتهت في الجنب ده كالعادي ان احنا هنقضي عشر طيان هنبتدي بال اللي هيعمل لنا بيضة نص سوى باشرتها اللي هي وحواليها كتير قوي بتطلق زي ما اتفقنا هورمون مين الاستروجين عند حضرتك اهو بالنسبة لنا وقطر الف خيرك على كده الاستروجين انت اف س اتش نازل بالبوسطف نازل تسويلي البيضة البيضة استوت خلاص اقفل على كده اطفي الاف س اتش واعف وانا كمان هبنيلك ايه الاندومتر طب نكم اوفيوليش فكي الجي تبقى سي صح هنا دي الاف بتاعها اني انا ببدا استوت والاستروجين عالي جد حلو معنى ان الاستروجين عالي يعني ايه يعني دي اتقسمت برة وجوه اه برة اتقسمت ميتوزز جوه اتقسمت ميوزز واحد طب خلاص كده قانل او انها تخرج يعني الاستروجين يا دكتور مينة شوف بقى كم وظيفة الاستروجين الاستروجين كونه طفى وقفل على الاف س اتش وبان الاندومترا ده حفز ال ال اتش انه يخر اه عشان كده اتخيل بقى لو ستة عندك الاستروجين بتاعها ولاي الدورة ما تكملش دي البنات اللي الدورة عندها بتتأخر تتأخر اه تتأخر ليه بقى لو ده ما تطلعش بالليفل المعين بتعمل لك خمسين ساعة لازم يبقى عالي خمسين ساعة عالي جد لو ده ما عليش للمطلوب لمستوى المطلوب ده ما قالش وده ما ظهرش هيا الفكرة في كده عشان كده بقى هنا تيجي اللقطة الجاية ال 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 اه شاف ال الات دي اه مين بقى فك الجي تبقى سي تعالوا نكتبها كده النفسين هنا دكتور مينا فك الجي تبقى سي انت حافز افها كويس قوي اللي بيحصل ايه بقى يا دكتور مينا بصوا بقى الاستروجين اللي طفع عالف س اتش وبانا الاندوميترم هو هو اللي هينشط لك مين ظهور هورمون ال 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 اتش شاف بقى القصة يعني هو في باك عال ال ال اتش في بدايته اه هو دوره انه هو يديك الايه ال ال اتش بتاعنا طب تخيل اهو هو المسؤول عن انتاج الالتش الالتش ظهر المرحلة دي تبتدي لنهاية دي ليه بقى فك جي تبقى سي لاباريت زا اوفا لاباريت زا اوفا فك بقى الاشرى فك جي عنده حالاتك ويطلع البضا منه والاشرى هتحاول ايه فاكر سي كورببببببس ليوتو حلوة اوه يبقى بصوا الحتة دي يبقى فعلا يعتبر الاستروجين منظم ما تساش جملة دي منظم كلمة مهمة قوي منظم الدورة نظم الدنيا طفع الافس اتش وبنى الاندومتريا وشغلك الالتش الالتش هيعمل ايه بقى لأ لأ حاجتين اول واحدة منهم بالال ها طبعا او لبريت مين الصح بقى البيضة منص سوى دي بقشرة فكه هات البيضة وخرجه حلوة اوي طب وبعد كده هيديني حاجة تانية فاكره كوربببس اسمه الجسم الايه الاصفر ايه الاصفر لانه شكله بص عامل كده بالزبط عامل كده ولونه اصفر واقولك ليه اصفر دلوقتي اصفر عشان غشين في صناعة برو جستيرون الهرمون دا يا دا كاترة بينتج بكميات مهولة كميات كبيرة اوي وده هرمون احنا عارفين ان هو استيرويدل منشط دهني او هرمونات دهنية عش كده الست العرسة في نفسها دي اللي هي تلاقيه عند حاجة لو بسطلق لو عطاستي فات اسم النصين دي لما فقاش دهون يبقى عندها مشاكل في الهرمون دا هو ليه لونه اصفر الجسم دا ليه تسمى باللون الاصفر او الجسم الاصفر لانه مليان بدهون مشبع بالدهون عشان يعرف يديك من الغاشين البروجيسترون وفتيكر هندي ما بقول عليه غاشين طيب يبقى تاني لحد ده ما وصلنا اشوف انا ماشي معاك واحد واحد ان الافيولايشن او الافيز الال عملت انت كاستروجين كونك عاني نشطتلي المين الال اتش انا نشطتلي طبعا لان بسبب الال اتش ده عند عارك يعني بده كده ايه استوت وجيه وقت تخرجه فهتديني حلو عملت بعد كده عامل ايه لما تفكي جيه تبقى سيه هتديني ايه هه كور ببببببس هه ليوتم عند حضرتك اهو الجسم الاصف وخلي بالك كور بببببس ده لانه اصفل لانه غشيم غشيم في مليان دهون هيديني هرمون اسمه ببببروجيستيرون طب فيه نقطة هنا مهمة ليه عملولك غشيم على اتنين هيطفي على اتنين افس اتش والاش يعني الاستروجين منظم لكن البروجيستيرون غشيم على اتنين يعني ايه يعني البيضة اللي هتخرج احي مش عارفين ما صارها فما ينفعش ولا فس اتش والل اتش يطلعه دلوقتي لما نشوف يا عامل هيبقى فيها بي ولا بي بي ايه نهايتها ما نعرفش يا بليدين ولا بريجنسي فما ينفعش اي حدا تطلع دوقتي خالص لحد ما نشوف ما صاري البيضة اللي خرجت اتلحقت ولا ما تلحقتش هاي الفكرة في كده فخلي بالك ما تقص يبقى واحد منظم بصي يعني ايه منظم ان الاستوجين طفع الاف اس اتش وبان الاندومتريا ونشط ال ال اتش انه يبتدي ايه يقص ييجي ال ال اتش يلي بريت ال اوفا خرج البيضة بتاعتك خالص كان ترخيره وبعد ما خرجها فكش يبقى ايه بقيت سي طبعا هنا بالنسبة لي هيخرج ايه هه غشيم هيخرج بروجيستيرون ما تنسهاش البروجيستيرون عند حركة هيخرجه ولكن هو غشيم في ايه نيجاتف على ال اتنين نيجاتف على ال اف اس اتش ونيجاتف على ال 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 اتش لان هو هنا مش الطبيع ان يشغل اي حاجة لان لو اي حاجة اشتغلت من ال اف اس اتش وال ال ال اتش يعني فيه دورة جديدة لا استنى يعمل اما نشوف ايلا هحصل في الاخر فالفكرة في كده طب البروجيستيرون هيعمل لي حاجة تانية اه هيعمل ايه بقى increase the sickness of endometrium مخضوات في بيضة خارجة فعايزين نزود اكتر دم اكتر في الرحم عشان يخزن عن حضرتك مام هو ممكن في الاخر بقى في بي pregnant وممكن بي bleeding فانا مش عارق فبنكملها هنا بانه بيعمل increase the thickness of endometrium طبعا هنا بيعمل الدم بكلمات كبيرة قوي 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 لانه already نسبته عالية جدا جدا يبقى تاني عنده حركة يبقى ovulation تاني فك جي تبقى C في وجود الاستروجين العالي حفز LH LH عمل البروجيستيرون أو الساكن الرووسايد الجي بقى C corpus leuton progesterone غشيم على الاتنين وقف كل حاجة طب بتاخد وقت قدية دا كاترة بقى قال لي 14 يوم نعم ياه اه يعني انا ببيض 14 يوم لا ياه بل انت ما ببيضيش 14 يوم ولا اختك ومامتك ببيض 14 يوم لا هو الاباضة رمز ان يوم واحد في يوم البيضة خرجت فيه وانا اقعب بقى حاط ايدي على خد كده ومستاني هه نعد مع بعض وهتشوف هتقول لي طب دكتور مينا هل مستحلى ان مستنى الوقت دا كله اه لان فيه رحلة فالوب هتقول لي ما هي بتعيش يومين بس وانا معرفش هي ماتت ولا عاشت انا مش هنجم تاني بس انا عارف الاسئلة ان انتو العلا عندي دمخ حلو اسفعلي هتقول لك دكتور مينا ليه 14 يوم مش هي خرجت في يوم واخرها يا عم هتعيش يوم كمان ثم تقول يومين لا انا معرفش انا معرفش هي عاشت ولا ماتت ورحلة فالوب اسبوع فانا قاعد بقى مستنى فاهمين المنظر قاعد مستنى ففكرة ال 14 يوم هو انا عايز اشوف دلوقتي اخرها اجيب اخرها هل هتوصل في الاخر ببريجنانسي ان فيه غرز في الرحم ان الرحم وصل له بيبي ولا لا لان الفرتليزيشن بتحصل في مكان انا مش شايفه وهو في الفالوب فالتلت الاول من الفالوب لسه الفالوب ده انا قلت لك بتاخد تقريبا رحلة 6 ايام في اسبوع تقريبا ضايع منك انا مش عارف حاجة ولسه فهمك في اسبوع تاني لقصة فانا قاعد مستنى قاعد هانا عمال عد مجرب حظ مش عارف لسه مش عارف في حمل ولا مفيش حمل فانا قريدي بنتك البروجستيرون علما باني ممكن يبقى فيه او مفيش فهمتو يا شباب فالفترة طويلة لان انا لسه مش عارف الاوفا هتوصل ولا مش هتوصل طب كلام جميل كده خلصنا عشرة واربعتاشر تعالى نقول بقى للأسف 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 انا عندي بيب بيب بس البيب اللي انا هختارها هي مين الله يفتح لك اللي هي طبعا بليدينج طب انا هختار بليدينج ليه اقول لك انا يا باشا استنيت الاربعتاشر يوم الدتح او زيادة انا استنيت يوم التاني التالت رابع اسبوع اسبوعين في نهاية الاسبوع التاني مع 14 يوم انا كده مستني حاجة توصل الراحم مفيش حاجة وصلت خالص خالص لأ خلاص بقى كده اقفل على كده مين الكوربس ليوتو اقفل حرفيته بروجستيروت ما ملاش لازمة انت عملت ملأ الراحم بالدم مولوش اي لازمة فايه لازمته فاقفل على كده هي دي القصة بتاعتها وهنا بقى تيجي اللقطة ان القصة تقولك ايه بقى اقفل الكوربس ليوتو هي اقفل الكوربس ايه ليوتو الكوربس ليوتو هيتقفل معنى هيتقفل يبقى مين الغشيم اللي هتقفل بروجستيروت ما فيش بروجستيروت فمين يبتدي يظهر من اول وجديد تاني عشان يسوي ها عن نوع FSH FSH يبقى يظهر تاني ويبتدي بقى يبتدي دورة جديدة بس الاهم كل الدم اللي في رحم ده ليه لازمة قالك ملوش ايه لازمة يبقى يقع وهنا اللي حصل ان اللي حصل عندك ايه بقى ان اقفل الكوربس ليوتو هنا حصل كالقاتي ان يبتدي يحصل له ديجينيريت او تعالي ناخدها لون تاني يبتدي يحصل ديجينيريت للكوربس ليوتو وطبعا لفل البروجستيرون قال قال جدا فالغشيم اللي كان على الاتنين ما بقاش ايه موجود فخلاص كده عند حرك انت هتكس ييجي بقى مرة واحدة عند ساعاتك الرحم اللي مليان الدم ده كله يحصل له ايه بقى بدايتنا بي ونهايتنا بي نهايتنا بي كلمة اسمها ايه بقى هنا بليدنج النزيف اه نهايتنا النزيف عند يبقى هي القصة في كده شايف النظام يبقى خلي بالك من حكاية واحدة واحدة وكده تنظبت طب النزيف قد ايه والله دكتور مينة من 3 ل 5 تيام يعني تقريبا افرج 4 تيام 4 و14 و10 يبقى فعلا صح فعلا هي دي قصة بوم اوين بوم الكصة هي 4 تيام عند حررتك نزيف يليها 10 تيام تحضير يليها 14 يوم وخركت البيضاء ومستني وحط ايدي على خد ولكن ممكن اسألك بقى سؤال لو ست ما تفهمش بقى لشي تفهمش خالص وعايزة تخلف او عايزة تفهم دورتها مش ازاي وراح لدكتور نسا ويا دكتور تقول له يا دكتور انا عايز اخلف ايه الايام المناسبة عندي ده السؤال بتاع سنو الدكتور يسألها ايه برؤية كده يسألها ايه هل يسألها انت البضاء بتاعتك استاوت امتى او ايه هتقوله اه مش فهم انا انا ما انت الدكتور فطبعا مش هينفع الدكتور يسألها السؤال ده يقول لها بضتك استاوت امتى ولا هينفع يقول لها اللي اتش ظهر امتى البضاء دي اللي استاوت خرجت امتى بس يقدر يسألها سؤال سهل ايه هو ايه ايه ست مهما كانت في الكوكب ده سهل تقول لها اول يوم نزيف كان امتى وهنا قصة انبو انبو ايه ان الدكتور هيعمل لعبة حلوة قوي لعبة اه اللعبة في هيحسب ايام البليدينج هيمسك المرحلة دي ما كده كده مش فرقة بوم انبو مش فرقة هبتدي بهنا اقول لها حضرت الجالك مثلا اول يوم نزيف امتى تقول له مثلا يوم واحد يناير يعيد واحد اتنين تلات اربعة الاربع ايام خلصوا بتوع النزيف مين بعد الاربع ايام هه عد بقى معايا عشر ايام عشر ايام بتحضر البيضة هه طب بعد العشرة في ايه هه اربعتاشر يوم البيضة خرجت ويا فيه مفيش طب مفيش نرجع تاني منقول له جديد بدورة جديدة من قلتلك يا فكرة دورة يعني البداية ونهية ايه حاجة واحدة ابتديت من البي تنتهي عند البي ابتديت بالأو تنتهي من عند الو ابتديت بالام تنتهي من عند الام بس المشكلة حاجة واحدة ايه الاسهل لاي دكتور يسأل ست ايه الاسهل انت بدتك ستاوت امتى بدتك خرجت امتى ولا امتى جالك النزيف مفيش ست مش فهم ان فيه حاجة اسمها نزيف بتجي لها بصفة مستمرة وسبتة او بصفة دايما ومنتظمة فانا كل اللي علي اخد الاربع تاني نزيف حط عليهم اربعة حط عليهم اربعة اشر تجي لها نزيف تاني يوم كام ساعة عشر احسب هالفكرة في كده بعد تمانية وعشر يوم تيجي نزيف تاني ودي القصة يبقى خلي بالك من حكاية دي انه بقول لك عشان وانا برجع معاك ان انت لعبتك سهلة هي دورة ودايرة عملك اه تقرها بوم تقرها مبو مش فرقة انا ممكن اكتب ام اه وبي اه وقو قررتها بوم قررتها مبو مش فرقة ايه رأي زي ما انت عايز انا كده كده عارف ان ده من يوم اهو لخي الاربع تيام مش ده اتفاقنا ده الرينج بتاعنا اللي هو من ثلاث لخمس ايه تيام انا من اربعة لحد كم عشر تيام اهو تين دايز البيضة لسه ايه بتستوي فيها ايبقى من يوم الرابع لليوم ايه اربعة اش اه فهم المنظر طب استنى استنى بعد يوم الاربعتاش عدنا عشرة يام واربعة نزيف تحصل اهو دي مدتها اديه بقى ايه ده كاترة دي مدتها والله اربعتاشر يوم وينهيتها بي بليدنج ينهيتها بريجنانسي بي او بي اهو من يوم الخمستاشر لحد اليوم الثمانية وعشر واحد هالفكرة في كده خلينا نقول له مثلا ده من الخمس مثلا اهو يبقى الفكرة في كده فهمت يبقى انا الست بتاعتي مثلا اهو الست بتاعتي حضرتك اول يوم نزيف امتى هتقول لك يوم واحد يناير مثلا اهو واحد بالنسبة لي يناير تخيل دورتك انتهت امتى مثلا بالنسبة لي او النزيف انتهي انت اربعة يناير شبه انا ماشي معاك طب انا عارف ان في عشر تيام البيضة بتتحض يبقى من خمسة يناير لحد اربعتاشر يناير بعدين هه يوم اربعتاشر البيضة خرجت ومن خمستاشر لحد تمانية وعشرين يناير اهو انا معها مكمل طب جالة نزيف تاني يبقى يوم كام يوم تسعة وعشرين وهكذا وتفضل تعيدي بقى دي الفكرة بتاعتك اختصار لحكاية تعييرها بوم رهم بوم اللي نفسك فيه مش فرقها بس زي ما قلتلك ايه السؤال السهل للدكتور بتك ستاوت امتا بتك خرجت امتا ولا جات لك امتا يا فندم نزيف طبعا جات لك امتا نزيف فهو دي اللي انا شايف هي دي اللي انا فاكرها الالم والنزيف الحاد اللي جاء ايه بس يبقى تاني واحدة واحدة من الاول تعال رجاحها كده سريعا عند حضرتك القصة هي تاتا تاتا من الاول يبقى احنا اتفقنا قصتنا بوم من بوم مش فرق المهم مما ثلاث مراحل عشرة ايام اربعتاشر يوم واربعة النزيف عشرة بيضة استاوت نص سوا باشرتها اربعتاشر البيضة خرجت وحطت ايدي على خد ومستنيها توصل يا بي يا بي بي زي ما اتفقنا يا بريجنس يا بليدين واخيرا اربعة لو هي بليدين اتفقنا في البروليفريشن او فولوكولر اتفقنا عندك ايه نهايتنا ايه ها اف نهايتنا اي وفي النص جي ما تنسهاش ايه طب حلو او لما جينا نتكلم مع بعض القصة بتدت ازاي القصة بتدت كلقاتي عندي ساعة اف ايس اتش نازل بالبوستف على مين عالجرافين فولك حلو نازل يسوي يعني مايز واحد 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 مايز واحد واحد عايش واحد ميت طب وحضرتك السكندروسايد دي هتعرف انها بتستوي اللي هينضج عليها على السطح اللي هيتقسم عندك الفلوكولرس فبتتقسم من جوه ومن برا جوه مايز واحد برا ميتوز فبتتقسم برا كتير عشان تزود مين الاستروجن استروجن منظم في ايه هيطفي على الاف اس اتش خلاص اف اس اتش كده ايه انتهى عند حضرتك وهيعمل بلد للاندومتري وكونوا وصل للليفل المطلوب يعني عدد الخلايا دي عند حضرتك وصلت للليفل المطلوب معنا كده يعني اللي جوه تقسمت مهل برا تقسم يبقى لجوه تقسم فيزهر مين ها ال ال اتش ال ال اتش يعمل ايه ال اتش فك جيت بقى سي يعمل اي الغشين بتاعنا البروجستيرون عند حضرتك غشين مع الاتنين اف اس اتش وقلتش نقف هاد دي بقى خالص لحد ما شف نهاية الايه الساكن للقصية اللي خارج ولونه اصفل اللي مليان بالدهون لانه بيعمل برجستيرون كتير با فيش حاجة حصلت هقفل على كده السي ال برجستيرون يقل وقع ببليدينج اتفقنا انا هاخد وقت اقدي ايه هه عشر ايام قاعد بقسم جوه وبره بديك البيضة منص السيو اللي بقشرتها اسمت جوه اسمت بقى وخدت 14 يوم غشين مع الاتنين بالبروجستيرون فاكتش جيو بقيت سي ما فيش حاجة حصلت اقفل على كده ونظف من اول دي كل الدم اللي موجود في راحة يقع تاني عندك زي ما اتفقت معاك ارطها بوم ارطها نبو مش فرق بس ايه الاسهل امبو مش معنى نبو اسهل على اساس دايما يده كترة بنبتدي بمنستريشن وننتهي بمنستريشن تاني في ام بي او بعد كده ام بي او وهكذا ايه دي القصة فهمت اتمنى ان انا اكون وضحتها لك بطرقة بسيطة ممكن للمها بشكل تاني سريعا وهي الرسمة دي بص كده معايا وتعالى كده او بلاش كده خلص اعتبر انها ما عمتش كده اه ممكن للمها بقصة البتيوتري جلاند او صورة رسمتها معاك قبل كده بالمنظر ده كده طبعا انا عارف دي البتيوتري جلان احنا اتفقنا مع بعض اني انا عندي جوة اهو على الكورتكس من برا زي ما احنا اتفقنا في مجموعة من الايه الاووريان فالكس اهي تعالى نتخيل كده اهي 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 دي الاووريان ايه فالكس بتاك اللي هي بالبلد دي البرايماري او او سايت انواع مختلفة خلينا ناخد اللي يهمنا وهو البرايماري او او سايت اتفقت معايا بقصة بوم اتفقنا احنا اتفقنا مع بعض ان اول حاجة بتخرج من قدام من عند البيتوتر جلان وهي من ال FSH هيعمل ايه في البرامير اوصايد زي ما اتفقنا هيعمل بيضة نص سوق باش ريضا هيخلي البرامير اوصايد واحد لواحد ما يزوز واحد يديني واحد عايش واحد ميت اللي هو الساكندري اوصايد بالشكل ده كده دي الساكندري اوصايد ولكن الساكندري اوصايد دي عند حركة هيتبني عليها اشرة زي ما اتفقنا بعض والاشرة اللي هي جرافين فالك بالشكل ده وزي ما اتفقنا مع بعض ان انا عندي اسمه بره واسمه منين من جوه اللي بره اهي دي الفلوكيلر سالس اللي جوه دي الساكندري اوصايد على بعضها على بعضها دي اسمها ايه جي اف طبعا انا قلتلك جرافين كمعنى هو اسم العالم اهو جي اف جرافين فالك يبقى هو الاف اس اتش عندي كل دوره انه هيديني بيضة مستوية ايه باشرة ازا ما اتفقنا طبعا القصة دي اعرف منين اعرف منين ان البيضة دي استوت جوه اني اشرتها ظهرت اني ظهر هرمون اسمه الايه الاستروجين ده اتفقنا مع بعض يبقى القصة تاني بمنطقة البساطة انا عندي الاف اس اتش جيه عالبرايمري اوصايد خليها الساكندري اوصايد عرفتنا منين انها استوت من جوه اني من بره بتتقسم زي قلتلك بره وجوه بتتقسم من جوه وتتقسم من بره طبعا خلي بالك اللي بره ده بالميتوزز اللي جوه ده ميوزز واحد طيب كلام جميل يجي الاستروجين زي ما قلتلك هيدفي على مين؟ على الاف اس اتش المرحلة دي كلها خاتت وقتها ديها ده كترة عشر تيام ده كان اتفقنا مع بعض طيب ايه الخطوة اللي بعدها؟ فك الجيه تبقى سي حصل كلقاتي مع زيادة مع زيادة الاستروجين حفز مين هيخرج ببتيوتا جلان من قدام الالي اتش زي ما اتفقنا مع بعض وهنا هتحصل حاجة مميزة فك الجيه تبقى سي حصلت المنظر ده اهي بالشكل ده ومين خراج؟ من هنا اهي يلحق يملحقش اهي دي خرجت كده وطبعا احنا عارفين الفلو فانل شيب فينجر لايك بروسس بيك اوب زي ايه طب مين اللي تكون ده دي الوقتي؟ ايوه كور بببس ليوتن طبعا هنا هيعمل لي ايه الغاشيم؟ ايوه هيعمل لي البروجستيرون اه هيديني بروجستيرون وحتفقنا غاشيم على الاتنين هيوقف الفترة دي تاخد وقت تاخد معي اربعتاشر يوم انا مستني البيضة هنلحقها هنلحق الساكن روسايت وتبقى اوفا واف في الانبولة ولا لأ فانا معرفش فانا هستنى اسبوع وعليها اسبوع كمان زي ما قلت لك عند حالة طيب ما فيش حاجة حصلت يبتدي يحصل اخر حالة وهي ده هيبتدي يحصل دي جينريت عند ساعتك اه يبتدي يحصل دمور يصغر اوي 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 ويبتدي يحصل ايه دي جينريت طبعا مع دي جينريت ابتدى كده يحصل الله يفتح عليك البروجستيرون البروجستيرون هيبتدي البروجستيرون يبتدي ايه وتعيد السايكل طيب مفروض عند ساعتك ان احنا اتفقنا الاستروجين بنا الاندومتريم بروجستيرون زود الاندومتريم بالدم اللي اتنين دول بيزودوا الدم او بيملوا رحم بالدم طبعا كده خلاص ولا ده موجود ولا ده موجود في ايه يحصل يعد قد ايه باشا بقى توقع الفيلم ده كله توقع كل القصص دي تاخد معايا زي ما اتفقنا من تلات ايام او تعالى ناخد ده بلون تاني من تلات لخمس تيام دي كده القصة برضو ترسمت بشكل تاني وطريقة بسيطة وسهلة يبقى تاني 10 ايام 14 يوم واخيرا الاربع تيام الافريج بتوعنا عندك يبقى كل الفكرة عندك انا عندي 10 ايام بحضر فيهم 14 يوم مستني البيضة تخرج ونقابلها بالاسبر واخيرا انتهي بالنزيف بتاعي زي ما قلتلك ابتديت هنا ابتديت هنا ابتديت هنا مش فرقة ولكن الاسهل اللي ابتدي منين من ده كده كده انا عندي 3-5 ايام فيهم نزيف عارف ان بعدهم في 10 ايام بحضر فيهم وانتهي بمين بال14 يوم وارجع تاني اعيد منين دايما انا الاسهل في الكلام ده كله اعيد من هنا هتقولي دي النهاية مش مشكلة ما هو كده كده انت كل مرة بتنتقب نزيف فانت خليت النهاية هي النزيف مش فرقة ما هو انت هتنتقب نزيف هتنتقب نزيف يعني كده كده هتبتدي بنزيف مش فرقة هيدا الكسة دي نهايتك ودي بدايتك هتلف تلف 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 ترجع نزيف هتلف تلف 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 ترجع نزيف وهكسب فابتديت من اي ناحية مش هتفرق خالص وعشكا دايما بسطها النفسك السؤال اللي هيجي في سنوية عمان او سنوية عمان السؤال بتاع سنوية عمان السؤال اللي بيجاوب قصص كتيرة قوي عشان انا عارف الاسئلات خلي بالك فكرتها بتيجي ازاي فكرتها تفهم هيقول لك انا عندي اميرة وحسين ايها بل يعني اميرة وحسين وعايزهم يخلفهم الدين اليوم المناسب المناسب لاميرة عشان تنفع تخلف امتى حسين ده يجي الاميرة ويركب لها الاسبرمز ازاي ماه ده بقى الفكرة امتى امتى فوزت الزحمة دي فهتروح للدكتورة هتسأله يا دكتور انا خلف ازاي هيسأله ايه هسأله امتى البيضة استوت هسأله امتى البيضة خرجت ولا هيسأله ايه امتى جالك نزيف فخلي بالك انا بحس بكل ايه يا امى عندي حزبتين فرست دي او اليوم منستراشن او اليوم منستراشن او اول يوم نزيف هيكتب لك اول يوم ايه يوم كام حط عليه اربعتاشر يوم مش معنى اربعة نزيف وعشرة تحضير يبقى التوتال كام اربعتاشر حط رقم اربعتاشر زود على الرقم اللي بدولك اربعتاشر يعني يوم واحد يناير اول يوم نزيف حط اربعتاشر يبقى يوم اربعتاشر حسين لازم يركب الاسبر ما خلصت طب ممكن يجيبها بترية تانية اوه لو قال لك لو قال لك كرخامة يعني يعني ممكن يقول لها انت بتديتي نزيف امتى وانتهيتي امتى طب والله يا دكتور ميناء انا كان اول يوم نزيف يوم واحد يبقى اخر يوم نزيف يوم اربعة حط هنا كام عشرة بس هتقول لي عشرة بس او عشرة تحضير ما وتعالى فكر فيها كده واحد واحد الاربعة دول بتوع النزيف والعشرة دول بتوع البروليفريشن هنا قال لك اخر يوم نزيف مش اول فخلاص كده يعني النزيف كده ايه خلص فمين اللي فاضلك العشرة بتوعير بوليفريشن عشان البيضة تخرج وقف في الانبولة بقى هيا الفكرة في كده يبقى انا الراجل يبقى ايه فاهمك كس هو ده السؤال هو ده السؤال سنوية عامة معظم اسئلتك بتجاوب كده انا عندي اول يوم نزيف حط عليهم اربعتاشر يوم اربعة نزيف وعشرة تحضير البيضة استوت واقفل عليها وخلاص كده او العكس اخر يوم نزيف حط عشرة تحضير انتهت لان يوم اربعتاشر ايا كان من اول يوم نزيف كده كده البيضة خرجت ويا تلحق ايا ما تلحقش لو عايزة لم تجريفات كلها مع بعض اهو بص كده معايا او يعني تعالى برضو اينا اعملها بطريقة انضف اهو بص كده او لا خلينا انا اخدها النص بص كده اهي عشان نكتب تحت طب قسم هالي فيزز يا باشا نقسم فيزز اهي 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 لازم تبتدي من هاي اهو ادي واحد ادي عند حضرتك خمسة ادي اربعتاشر ادي تمانية وعشرين زي ما اتفقنا مع بعض بص انا هكتب ايه واحد ده الايه دي مهمة جد دايما بحسب من بداية نزيف الدور او بداية النزيف الدور طب اعمل ايه الام البي الاو زي ما اتفقنا ما انا ممكن احسب ليه حتة بس انا هحسب الاسحب من بداية نزيف طب مين طاير طاير كده انا طاير في الهوى الاف اس اتش اهو اهو تعال برضو ازبطها سنة اهو بيعلى اهو ده مين الاف اس اتش طاير معاك لحد اليوم الخامس بعد الخامس ينام ننا خالص ممكن يتف تف في الاربعتاشر على السنة بتويتر اجلان كي كي شغال وينام نناهو لحد اليوم التمانية عشرين ويزيد تاني ده اعتماد ان هي مفيش حمل طب اتفقنا مع بعض بصبق لما كان طاير الاف اس اتش هو طاير ليه عشان هيحفز الاف الان كان يا رايت يا ليفت حسب هو الضور على مين يعني لو مثلا هي كان بتتخلص من دم الرحم نتيجة لدورة الرايت هي هتبتدي مع مين في الليفت ما ده اتفقنا يعني انا عندي دلوقتي مثلا ست عند حضرتك الافر يانير كان شغال يبقى الاف اس اتش يشتغل على مين الجنب التين الليفت لنهو يا استروجين لنهو طب استنى الاف اس اتش زاد على الخامس هل كده ايه يسوي البيضة بتاعتي البيضة تستوي تتقسم جوه وبره البرامررقوسايت يدين الساكندرقوسايت واحد الواحد مايزز واحد نص سوى ويدين واحد عش واحد ميت الساكندرقوسايت من بره بتتقسم بايه فبص بقى بتدتي زيد اهي اهي خد لي بالك بتزيد في الوقت اللي هي بتزيد فيه هو ايه بيقع فيه ده مين ده الاستروجين يبقى انا هنا ممكن احط حت ان ده على ده وده علي طب هي اعلى حاجة لها ايه الخمسين ساعة بتاعتها المميزة اليوم الاثناشر ده على شيء حلو بس مرة واحدة لقيت يا دكتور مين الاستروجين نم نين او بيزيد تاني سيكا سيكا مع البروجستيرون ليه على الكربس ليوتو ما هو ليه ما هي الجيف فهي هي الكربس ليوتو واللي عمل استروجين هو اللي عمل بروجستيرون سيكا كده وممكن ايه وينم تاني طب ليه بقى ليه نمني سيكا كده لان بعد الاثناشر هو حفز مين مين عند حضرتك بالنسبة لطلعلي زي الخازوق ايوه مين ده عندي ساعتك ال ال اتش اهو اللي بيطلع اليوم الكام ال الاربعتاشر خلي بالك بقى من حتة وخلي بالك ان اول حتة زيادة الاستروجين زيادة الاستروجين نفسها حفزت الايه ال ال اتش يطلع يعني وجود الاستروجين عندي عالي وجود ال ال اتش يبتدى يعني يعني بصوا منظر الحتة دي اهي الاستروجين بيزيد ال ال اتش بيزيد بس ال ال اتش زاد قوي فتغشم على مين على الاستروجين لانه هيفكشي تبقى سي حلو طبعا عند حضرتك هو نفسه بقى ايه نيجاتيف علي عشان كده فيه سؤال دايما هنا ريخي بلغبة الناس زيادة الاستروجين زيادة الاستروجين الخمسين ساعة العالية دي قدت الى ايه ادت الى او طفيته تعامين على ال اتش زيادة الاستروجين يعني دي المحدد لها اعالية وزيادة الاستروجين يعني ال اتش زيادة ال اتش طب زيادة ال ال اتش تؤدي الي نقص الاستروجين معنى the like لها ال ال اتش يعني الاستروجين هيئل ليه هيئلن انت هتفكي جي تبقى سيه خلاص البضاء اكتملت ما فيش اسمة برا ولا اسمة جوة خلاص هتفكاه هي دي معناها فخلي بالك من المعاني يبقى الـ FSH نازل بالـ إستروجين طالع بالنجدف عليه إستروجين ده طالع على الـ LH يوم الـ LH معنى الـ LH يطلع يعني خلاص هنتغيشن LH يطلع يبقى معنى كده إنت يا إستروجين قطر ألف خير ركب بيضة استوت ولا اسمها جوة لو لسه بتتقسم يبقى الـ LH يستنى معنىش هناخد بيضة حتى كمان نص سوى ما ايه ما اكتملش هي الفكرة في كده طب حلو قوي كل كلام الجميل فكنا جيب إيه ناسي مين بقى هلها يظهر ويدغيشن واحد كناي من إنه خالص قص بقى من أول 15 يعلى وهنا بقى إيه النقطة الفايصة طبعا معلش أنا آسف هو مفروض أنا دي كده وكده لنه هو لازم ينام ما ينفعش يفضل عالي بعد 28 يوم ما ينفعش بعد 28 يوم ما ينفعش يفضل عالي 28 يوم خلاص أفدنا بروجسترون بص بقى الحتة دي ده مين ده البروجستيرون شوف الـ LH اللي عمل بروجستيرون يقوم البروجستيرون نفسه إيه يبقى غشيم عليه ولا تكل على الله ما شوفاكش هنا يقفش غشيم يا شوف الاستروجن منظم الاستروجن نفسه منظم البروجستيرون مش منظم البروجستيرون غشيم عشكا ده ما بقولك ده منظم الدورة ده غشيم زي ما قلتلك طب هو بقى هنا هو داني فرصة إيه هو عيلي عند اليوم الكام عيلي قوي عاليوم الكام عاليوم الواحد وعشرين ده أعلى حجالي طب معنش عيلي قوي لأ كانسل مش مش هايزين نروح في ده ده عيلي قوي يعني أنا حاول بس اليوم الواحد وإيه وعشرين دي كانت أعلى حجالي ليه بقى ليه الواحد وعشرين لما جاء السمها النفسي ناخد مثلا لون مختلف أنا عايز أديك لون مختلف ما أخدمهوش ناخد بينك مثلا بس بقى هنا النقطة دي كانت فايصن لحد دي هنا ليه بقى أنا دلوقتي عملت إيه أنا فودت إسبوع بيت واحد وعشرين في الإسبوع ده أنا مفروض البيضة بتاعتي وصلت كإيه كجنين إف في الأنبول وهغرز معاك يومين تغرز فيه إن البيبي ينغاص ياخد المام في الدم بقى يبقى جوه لإيه الرحم طب الحيطة دي اسمها إيه إمبلانتيشن عملية الغرز اللي هو بقى الحملة خلاص طب مفيش حملة أصلا مفيش حاجة يا حبيبي أصلا وصلت هنا مفيش خلاص يبقى أنا هبتدي من اليوم ده أنزل بقى معك طبعا ينزل نعيد الدورة من أول وإيه وبديد طبعا أتوقع أن دي أنسب طريقة الشرح أنا شرح طالب بكل الأشكال كامنستر سايكل عشان الدنيا تبقى معاك عايز أرسم رسمة تانية ممكن أرسم رسمة أخيرة أهي ده هنا طبعا أهي قدل بدا بتاعتي وده اللي عليها اللي هي بتتقسم من جوة وبتتقسم من برة زي ما تشايف كده طبعا دي ده اللي حتة دي لازم تكيب بتحان سنوية عامة ده بقى ده الجرافين إيه فوليكل فك الجي بقى ده ده كوربس يوتن طبعا يحصل طالما ما فيش حاجة ويعيد تاني يعني ده المنظر هو بتاعها باختصار ده كل الأشكال بتاعتها هيجي يقولك في امتحان سنوية عامة عند حضرتك أنا عندي أميرة زي ما اتفقنا رحت للدكتور قلت له يا دكتور أنا عايز أخذ طبعا الدكتور مش هيجي يقعد مع أميرة وحسين إيه في قط النوم مش هيزبطها يا شروق العملية يلا يا حسين لا فالفكرة كده أميرة دلوقتي احنا عارفين هنسألها سؤال مش هقول لها بطك ستاوت إمتى مش هقول لك فك الجي والسي تبقى إمتى أنا هؤسألك سؤال بسيط إيه هو أنت جات لك إمتى فأنا هبتدي معاك كلاقاتي هقول لك هتروح رد علي وتقول لي يوم فلان حلو أنا حط على اليوم ده كم يوم أربعة عشر يوم أربعة عشر يوم ولكن يجي السؤال ولكن يجي السؤال لقيت اليوم ده مش مناسب حسين مساف إيه مساف طب قدي إمتى الاسبرم الاسبرم علما بإن أنا عارف الأوفا يا تلحق يا ما تلحقش عشان تعمل ميزز واحد واثنين معاك يومين بتعيش من يوم ليومين طب والاسبرم الاسبرم يعيش لي عند حضرتك من يومين لتلاتة فتعالا نفكر فيها كده يبقى الواد حسين لو مش فاضي في اليوم الاربعتاشر ممكن نجيب الاسبرم قبل اليوم الاربعتاشر آه طب نجيبها إمتى ممكن اليوم الاتناشر تقول اتناشر أقول لك آه 12 يعيش تلاتة اربعتاشر تعمش ممكن اليوم الاتلاتة ها شوف يا حسيني بدل عليناك ها يعني انت تعالى حط الاسبرم يوم الاتناشر واتقل على سافل عبيها التناشر عبيها تلاتة عبها اربعة اشر أنا معاك زي الفل يلاكش حكة ادتني سبرم يومن ايديه ادتني تلاتة باركاد ايديتني اربعة عباسر طب ولا فضي 12 ولا 13 و 14 أخرك يوم زيادة ما هي لو خرجت 14 معاك أنك تعيش يوم زيادة يعني هزود على ده كام 15 يبقى هي دي الأيام اللي لازم يحصل فيها التقاصر الجنسي هي دي اللقطة على أساس ان الاسبرم يعيش 3 أيام يستنى القوفة تخرج يا القوفة تستنى الاسبرم وتخرج يوم يوم يومين ما هم لاش حالة تاني يبقى 12 13 14 15 يجي وقت بقى أنا عارسه فشيخ خلاص الراجل ده دكتور ده ده يقعد دلوقتي يسأل أنا فهم الدورة كويس قوي بقولك أنا مش محتاجة تروح الدكتور يا أمير أنا موجود ويكتب لك بقى ما شاء الله كده خلاص يا باش البلط الله بيد قدامك بس وقت ده غبي يقول لي بقى مسلا الدكتور مين قصد دي الأسئلة نشوف تها في حياتي لو أنا قلت فجر شروق يوم الحداشر حمرة يا لأ حمرة إيه اللي هو الأرقام يعني حمرة يا لأ انت هتشتغلني يا لأ شغل دماغك هو أنا مالف فجر والشروق العمل أو أنا رغمين نحارب يا عم حسين احنا مش جايين نحارب مالا هي 12 12 اللي أنا بقولك كده عمره ما هيجي في امتحانك مثلا يديك الأرقام دول التلاتة ما ينفعش يديك تلات أرقام قريبين من بعض ما ينفعش يقولك 12 13 14 وانت تقولي يلا نختار ها حادي يبادي كرومبي زي تعبت يا لأ ما هو 12 زي 13 زي 14 ولا ينفع يجيب لك 14 و 15 جنب بعض ما خلينا نكون منطقيين ما تقوليش بقى فجر شو العملية هسا أنا عارفك الدماغي اللي ايه الفيستيك دي شغل الكارتوني اللي انت عايش فيه ده لا يا باش هو لو هيجيب يوم من الاربع تيام دول تمام ما ينفعش يجيب يوم تاني معاه يعني نفعش يجيب 12 و 13 13 و 14 14 و 15 ما ينفعش لكن يعرف يجيب 11 11 و 12 طب 11 دي ما تنفعش لا ما تنفعش يبقى انا اختار 12 ليه بقى اقولك 11 هيعيش له 3 ايام 11 12 13 اخ مات مات الاسبرم ولا ينفع يجيب يوم 16 لو جاب لك 16 في اليتشوز ما ينفعش ليه بقى اصل 16 يا دكتور ميناء الاوفم ماتت فخلي بالك هنا الاسبرم يموت هنا الاوفم تموت يبقى خلي بالك من النقطة قصة عبوطة جدا وتفعش انا عارف ليفل الوحش بتاعك ودمغك اللي ايه السم الضايع يبوسوا بقى دي الكور بببببببس ليوتين يوم الثلاثة وعشرين في بيبي موجود وغرس خلاص فكده فيه بريجنانسي فيبتدي الكورب بسليوتم يكبر يكبر اه يكبر تاني هيكبر لانه فيه بريجنانسي فيكبر معي لمدة تلت شهور ايه لمدة تلت شهور شوف انا مأكد معاك الكلام هيكبر معايا لمدة تلت شهور ايه دي مش هيكمل كل الشهور لا شهر اول معاك تاني معاك تلت معاك لمدة تلت شهور يعني تسعين يوم معاك مأصرش معاك عمالي يديك مين هه مين دا يا دا كاترة البروجستيرون عمالي يديني في البروجستيرون وعند حضر مش فابتدى يديني البروجستيرون طب ولكن الكورب بسليوتم دا لعنى جملة مهمة تنبرارلي يعني ايه تنبرارلي يعني مش دايم ما بيقعدش للايه للاخ دي حقي ليه بقى اقولك هو التلت شهور دول كان بيعمل لي مين البروجستيرون طب لحد الشهر الرابع حد الشهر الايه الرابع او نهاية الايه التالت ليه بقى لحد ما البوب الكبير يتبني ايه البوب الكبير اه من البوب بوب 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 بلاسنتا المشيمة المشيمة دي يا دكتور هنكلم معنا قوي الحصة الجاية دا المكان دا المكان اللي غرس فيه الطفل المكان دا بيتغزب كميات كبيرة جدا من الدم دا اللي منه يطلع باكال حبل السوري دا اللي منه البي بياخد اكله دا المكان اللي متسبت فيه الطفل فافتكرة تاني كورب بب 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 بس ليوتن قاعد شهر اتنين تلاتة بيديني مين بب 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 برو جستيرون لحد ما البوب الكبير يطلع من البوب الكبير البلاسنتا البوب الكبير دا مهم جدا مهم جدا هو دا بقى يثبت ان الحمل ثبت مش كده دا اخطر ثلاث شهور تا شور دو لان لسه البوب الكبير ما تعملش لسه الطفل ما ثبتش لسه ما قاش في حلقة وصلة واضحة وقوية بينه وبين الام يقب بقى معايا شهر رابع خامس سادس سابع تامن تاسع عمال يديني في حاجة واحدة بس مين بلاسنتا بيديني اي بقى برو جستيرون وبكده الوظيفة البرو جستيرون تتنقل للبوب الكبير يبقى تاني ببساطة جديدة الكورب بب بب بس ليوتم الكورب بب بب بس ليوتم هيديني مؤقتا الايه بب بب روجستيرون لحد ما من يظهر البوب الكبير البلاسنتا البلاسنتا تكمل ايه وتعمل بقى البرو جستيرون طبعا انتاج البرو جستيرون بيبقى اكتر بكتير في الرابع اكتر من التالت والاولتين ليه بقى البرو جستيرون بيكون اعلى فبيثبت الطفلة اكتر واكتر لاني خلي بالك الحملة بيكون اكبر يعني استيشو يبقى ايه فطبعا الموضوع ده محتاج ايه تثبيت يزميز بيت اوي عام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا